اشتركوا في القناة واجتمع عليه بوادي الحجاز فسار بتلك الجموع فاغار على هادي بن قرمله وبواديه من قحطان وهم على ماسل الماء المعروف في عالية نجد فتقاتلوا اشد القتال وانهزم بن قرمله ومن معه فقتل من الجحادر نحو ثلاثين رجلا ومثلوا برجال واخذوا منهم نحو ماء الدود وقتل عدة من الخيل ولما انهزم هؤلاء الرجال والنساء والأطفال مشاه ليس معهم ماء ولا رحائل وكانوا في فصل الصيف فلما أشرفوا على الهلاك أنشأ الله لهم سحابة فأمطرت عليهم وشربوا وارتووا فأنقذهم الله بها من الهلاك وفيها سار محمد بن معيقل صاحب شقرة بأهل الوشم وغيرهم وقصد بوادي اعتيبة وهم فوق مران الماء المعروف دون مكة المشرفة فأخذ عليهم إبلا كثيرة وفيها سارة سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع أهل نجد حاضرها وباديها وقصد الحجاز فأغار على عربان مجتمعة من اعتيبة ومطير وهم في الحرة ورئيسهم أبو محيور العتيبي فأخذ عليهم نحو اثني عشر ماعة بعير وأغناما كثيرة وكثيرا من الأمتعة والأزواد وقتل أبو محيور المذكور والزدح من رؤساء مطير في نحو ثلاثين قتيلة وقتل من المسلمين رئيس خيارة سعود اسبيلة بن صيد المطرفي وذلك في شهر جماد الآخرة وفيها غزى قاعد بالربيع بن زيد صاحب وادي الدواسر فصبح عربان بني هاجر فقتل منهم نحو أربعين رجلا وأخذ إبلهم وأغنامهم وما عندهم من الخيل والأموال وفيها جمع الشريف غالب بمساعد صاحب مكة جموعا كثيرا من باديته وحاضرته واستعمل عليهم أمير الناصر بن يحي الشريف وساروا من مكة فلما بلغ الخبر عبد العزيز بن محمد بن سعود أمر على محمد بن ربيعان ومن معه من عربان اعتيبه وفيصل الدويش ومن تبعه من طير وأمر أيضا على بوادي السهول واسبيع والعجمان وغيرهم من بوادي نجد وأمر على جميع هؤلاء العربان ينزلون على هادي بن قرملة رئيس قحطان وجميع عربانه ثم أمر عبد العزيز أيضا على ربيع بن زيد الدوسري أمير أهل وادي الدواسر أي يسيروا بالدواسر الحاضرة والبادية وينزلون على هادي المذكور فاجتمعت تلك البوادي والجنود قرب الماء المعروف بالجمانية في عالية نجد عند جبل النير من مياه قريبة منهم ثم أن ناصر الشريف سار بالجموع والعساكر العظيمة ومعهم مدفع ونزل على ماء الجمانية واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالها وأهلها فالتقت الجموع على ذلك الماء المذكور واقتتلوا قتالا شديدا وكثر القتلى في الفريقين فقتل من كل جمع نحو ماءة رجل فحمل هادي بن قرمرة ومن معه على جنود الشريف فولوا منهزمين فلحقتهم تلك البوادي والجنود ومنحهم الله أكتافهم وأموالهم فقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل وغنم منهم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتعة ما لا يعد ولا يحصى حتى ذكر أن الرجل والرجلين يحوزون ماءة بعير وأخذوا خيمة ناصر ومدفعه وهرب ومن معه إلى أوطانه وعزلت أخماس تلك الغنائم وقبضها عبد العزيز وكان عبد العزيز قد بعث محمد بن معيقل في جيش رداء لبن قرملة وعونا فانقض الأمر قبل مجيئهم فحث محمد بن معيقل السير في أثر بوادي الشريف وأدرك منهم بني هاجر وهم على الماء المعروف بالقنصلية قرب بلد تربة فأغار عليهم وأخذ جميع أموالهم وقتل عليهم نحو أربعين رجلا وفيها غزم بارك بن هادي إلى ناحية نجران فأغار على قبائل من بوادي نجران فتقاتلوا وتطاعنوا ساعة ثم انهزم البوادي فقتل منهم نحو الثلاثين رجلا وأخذ جميع أموالهم ومن الخيل أربعة عشر فرسة وأزلت الأخماس وقبضها عبد العزيز وفي هذه السنة في رمضان تمالع صالح بن النجار وعلي بن حمد وسلطان الجبالي ورجال من رؤساء أهل الأحساء وظاهر الأمر أن براك بن عبد المحسن مماليهم فاجتمعوا على نقب عهد المسلمين ومحاربتهم وتبين أمرهم وأظهروا ثم أرادوا من السياسب موافقتهم على ذلك فأبوا عليهم وقاتلوهم وامتنعوا ثم أن السياسب أرسلوا إلى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه فبعث إليهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان في جيش طليعة أمام ابنه سعود فلما أتاهم البشير قويت قلوبهم وثبتوا فلما رأى صالح بن النجار مساعدة أهل برز للسياسب أرسل إلى مهوس بن شكير رئيس العتبان وأخذ منه الأمان فأمنه وأما رفعه والنعاثر وأهل الشر فصمموا على أمرهم ولم يزالوا مجتمعين على الحرب فقاتلهم بن عفيصان ومن معه من السياسب والعتبان فوقع بينهم قتال فقتل من أهل الشرق وأتباعهم نحو ستين رجلا أكثرهم من أهل الجبير وتزبن بن عفالق والحباب على بن حمد فحاصرهم بن عفيصان ومن معه عدة أيام وضيق عليهم فطلب منه بن عفالق والحباب والحمل الأمان وأن يسيروا إلى عبد العزيز فأذن لهم وساروا إليه في الدرعية فلما كان شهر بالقعدة من هذه السنة سار سعود بن عبد العزيز من الدرعية ونزر روضة محرقة المعروفة قرب الوشم فراكب خيله ودخل شقرا للسلام على أهلها والاجتماع بهم فأضافوه بكرامة عظيمة وصار في موضعه ذلك أياما حتى اجتمع عليه المسلمون البادي والحاضر فسار بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة وقصد ناحية الأحساء فلما وصل إليه نزل قرب أرقيقة المعروفة فيه وهي مزارع للأحساء وبات تلك الليلة وأمر مناديه ينادي في المسلمين أن يوقد كل رجل نارا وأن يثوروا البنادق عند طلوع الشمس فلما أصبح الصباح رحل سعود بعد صلاة الصبح فلما استووا على ركائبهم وساروا ثوروا بنادقهم دفعة واحدة فأظلمت السماء وأرجفت الأرض وثار عج الدخام في الجو وأسقط كثير من النساء الحوامل في الأحساء ثم نزل سعود فارقيقة المذكورة فسلموا له وظهر عليه جميع أهل الأحساء على إحسانه وإساءته وأمرهم بالخروج إليه فخرجوا فأقام في ذلك المنزل مدة أشهر يقتل من أراد قتله ويجلي من أراد جلائه ويحبس من أراد حبسه ويأخذ من الأموال ويهدم من المحال ويبني ثغورا ويهدم دورا وضرب عليهم الوفاء من الدراهم وقبضها منهم وذلك لما تكرر منهم من نقض العهد ومنابذة المسلمين وجرهم الأعداء عليهم وأكثر فيهم سعود القتل فكان مع ناجم ابن دهينيم عدة من الرجال يتخطفون في الأسواق لأهل الفسوق ونقاض العهد وكان أكثر القتل في ذلك اليوم من المسلمين في الأحساء بالتلنقية والسوادية المجتمعة على الفسوق الذين فعلهم في الأحساء بأهوائهم كل ما أرادوا فعلوا ولا يتجاسر أحد يأمرهم أو ينهاهم لكثرة تعديهم فهذا مقتول في البلد وهذا يخرجونه إلى الخيام ويضرب عنقه عند خيمة سعود حتى أفناهم إلا قليلا وحاز سعود من الأموال في تلك الغزوة ما لا يعد ولا يحصى فلما أراد سعود الرحيل من الأحساء أمسك عدة رجال من رؤساء أهله منهم علي بن حمد وآل عمران وبريكان ومحمد حسن العدساني القضاء ورجال كثير غيرهم وظهر بهم إلى الدرعية وأسكنهم فيها واستعمل في الأحساء أميرا ناجم المذكور وهو رجل من عامتهم وسميت هذه الغزوة الرقيقة بتشديد الياء المثنات تحت وكسرها وفي هذه السنة في رمضان قتل سليمان باشا صاحب العراق وزيره كيخيا أحمد بن الخرمبدة وحاز سليمان جميع خزائنه وأمواله من الأموال ما لا يحصيه العد إلا بأحمال البغال ثم دخلت السنة الحادي عشر بعد المائتين والألف وفيها عزل سليمان باشا صاحب العراق حمود بن تامر عن ولاية المنتفق وولى عليهم اتويني بن عبدالله وبعثه من العراق إلى البصرة وكانت ويني قبل ذلك بعدما غزاه مسعود وأخذه هو وعربانه في ديرة بني خالد كما سبق قصد البصرة ونزل سفوان الماء المعروف فاجتمع إليه قبائل من عربان المنتفق فسار إليه حمود بن تامر بالمنتفق وأهل الزبير وغيرهم وأخذ محله وخيامه وقتل عليه عدة قتلى فهربت ويني بعدها إلى الدورك بلاد كعب وذلك في سنة أربع ومائتين وألب ثم خرج من الدورك وقصد بني خالد فاستنصرهم واستنجدهم وكان رئيسهم يومئذ زيد بن عريعف فلم ير منهم نفع فسار إلى الدرعية وألفى على عبدالعزيز فصار عنده فأكرمه وأعطاه خيلا وإبلا ودراهم ثم رجع إلى الكويت وقصد العراق فرمى بنفسه على سليمان باشا فخلى عنه وأقام عنده هذه المدة وهو يحاول صاحب العراق أن يوليه على المنتفق ثم يسير إلى نجد ويخربها ويقتل أهلها فوقع ذلك صاحب العراق فسيره من بغداد بعساكر كثيرة منها ومن عقيل وجعله واليا على المنتفق وأزل حمود بن ثامر فلما استقرت ويني في المنتفق والبصرة استنفر جميع رعاياه فحشد معه عربان المنتفق وأهل الزبير والبصرة ونواحيها وحشد جميع بوادي الضفير ونزلوا عليه ثم حشد بنو خالد كلهم ما غاب منهم إلا المهاشير ورئيسهم براك بن عبد المحسم ونزلوا عليه ونزلت ويني على الجهراء الماء المعروف قرب الكويت فأقام عليها نحو ثلاثة أشهر وهو يجمع البوادي والعساكر والمدافع وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص والطعام وغير ذلك مما ياجز عنه الحصر وركب عساكر أيضا في السفن من البصرة ومعهم الميرة اتباريف في البحر وقصدوا ناحية القطيف واتفق له قوة هائلة فلما بلغ ذلك عبد العزيز أمر على نواحي المسلمين من أهل الخرج والفرع والوادي الدواسر والأفلاج والوشم والسدير والقصيم وجبل شمر فاجتمعوا واستعمل عليهم أميرا محمد بن معيقل فساروا ونزلوا قرب الماء المعروف في الطف من ديرة بن خالد وأمر عبد العزيز أيضا على ما لديه من البوادي من طير وسبيع والعجمان والسهول وغيرهم من بوادي نجد يحشدون بأهاليهم ومواشيهم واقصدون ديرة بن خالد ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثبتون في وجه هؤلاء الجنود فحشدوا واجتمعوا فيها ثم حشد سعود بأهل العارب واستلحق عزو من البلدان ونزل التنهاد الروضة المعروفة عند الدهنة وأقام فيها ثم رحل منها ونزل الحفر الماء المعروف بحفر العتس وأم ثويني فاجتمع عليه جنوده وبواديه كلها بالجهرة ثم رحل منها وقصد ناحية الأحسى فلما علم بوادي المسلمين برحيله ضعنوا عن قرية ثم ضعنوا عن الطف وانحازوا إلى أم ربيعة وجودة الماء المعروفان في تلك الناحية واشتد عليهم الأمر وساءت الضنون وكثر فيهم التجاوز وذلك لما نزل ثويني بالطف وكان سعود قد أرسل جيشا من الحضر مع حسن بن مشاري بن سعود واستعمله على المسلمين الذين مع بمعيقل وصاروا غداء لهؤلاء البوادي وتثبيتا لهم ثم إن ثويني رحل من الطف ونزل على الشباك الماء المعروف في ديرة بني خالد فلما قصد ثويني ذلك الماء كثر الخلل في بوادي المسلمين ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد الفرج بعد الشدة والنص بعد الياس تسلط على ثويني عبد اسمه طعيس من عبيد جبور بن خالد فقتله وكان هذا العبد قد فارق براك بن عبد المحسن حين نقض العهد وتابع ثويني فأتى إلى بوادي المسلمين وغزى مع ركب جيش من تلك البوادي فوافقه أناس من قوم ثويني فأتى إلى بوادي ثويني وأخذوا الجيش وأخذوا العبد وصار مع بني خالد عند براك فصمم عزمه على قتل ثويني وكان قد أظهر ذلك عند بعض من حضره وهم يستهزئون به فحين نزل ثويني الشباك المذكور وجلس مجلسه وعنده اثنان أو ثلاثة من خواصه والناس يحطون لحالهم أقبل العبد من خلفه ومعه زانة فيها حربة ضعيفة فطعنه بين كتفيه طعنة واحدة ليست نافذة ولكن الله جعل فيها حتفة وقتل العبد من ساعته وحمل ثويني إلى الخيمة فأراد رؤساء قومه التصلب وقالوا إنه حي وليس به خبيث وجعلوا ينادون له بقهوة وتنباك وهو قد شبع من الموت وجعلوا أخاه ناصر أميرا مكانه وكان براك بينه بين حسن بن مشاري مراسله ومكاتبات لأنه ندم على السير مع ثويني وذلك لأنه رأى وجهه وإقباله لأولاد عريع فعرف أنه إن استولى على الأحسى لم يؤثر عليهم أحدا فلما قتل ثويني انهزم براك إلى حسن بن مشاري ومن معه من المسلمين فوقع التخاذل والفشل في جنود ثويني وألقى الله في قلوبهم الرعب فارتحلوا منهزمين لا يلوي أحد على أحد فتبعهم المسلمون وبواديهم وقتلوا منهم قتلا كثيرا وغنموا غنائم عظيمة واستمروا في ساقتهم إلى قرب القويت يقتلون ويغنمون وحازوا منهم أموالا عظيمة من الإبل والغنم والأزواد والأمتاع وغير ذلك وأخذوا جميع المدافع والقنابر وظهرت إلى الدرعية وانفضت تلك الجموع البرية والبحرية وتفرقوا مخطولين وكان قتل ثويني رابع المحرم أول سنة إثنتي عشرة وسميت هذه الوقعة سحبه فلما فرغ سعود من قسم الغنائم سار ونزل شمال الأحسى وخرج إليه أهله وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وقدم فيه وأخر ونهى وأمر وأخذ من الأموال ما لا يحصر وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى سيلا عظيما أشفق منه كثير من أهل البلدان وغرقت منه حلة الدلم ومحاها ولم يبق من بيوتها إلا القليل وذهب لهم أموال كثيرة من الطعام والأمتعه وغيرها ونزل على بلد حريم لا برد لم يعرف له نظير خسف السطوح وقتل بهائم وكسر عسبان النخل وخوصها وكسر الأشجار وهدم الجدران حتى أشرفوا على الهلاك ثم رحمهم الله سبحانه وفرج عنهم ثم جاء في الصيف سيل عظيم أشفقوا منه أهل البلدان وهدم بعض حوطة الجنوب وذهب بزروع كثيرة محصودة وجاء في وادي حنيفة سيل عظيم هدم في الدرعية بيوتا كثيرة وارتفع على الدكاكين والبيوت ولم يكن يعلم أنه قبل ذلك بلغها وهدم في العينة بيوتا كثيرة وسمى أهل الدرعية هذا السيل موصة وفيها غزى أربيع بن زيد أمير وادي الدواسر بجيش كثيف من الدواسر وغيرهم وأمره عبد العزيز أن يقصد جهة الحجاز فأغار على عربان شهران وقتل منهم نحو خمسين رجلا وأخذ منهم إبلا وأغناما كثيرة وفيها غزى محمد بن عيقل بجيش من أهل الأحسى وأهل نجد وقصد جزيرة العماير المعروفة وخاضوا عليهم البحر فانهزم أهلها في السفن وأخذ المسلمون ما فيها من الأموال وقتل على أهلها عدة رجال حاشية أنهى المؤلف رحمه الله تعالى حوادث سنة 1211 ولم يذكر ما تناقلته الرواه وذكره الشيخ حسين بن غنام في تاريخه من أن غالب بن ساعد شريف مكة أرسل رسلا إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلب منه علماء يناظرون علماء مكة في أصل الدين والتوحيد وأن عبد العزيز أجاب طلبه وأرسل إليه علماء كبيرهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ونحن نذكر ذلك لأهميته العلمية والتاريخية فنقول روى الشيخ حسين بن غنام في تاريخه المعدل صفحة 200 بعدما ذكر حوادث السنة الحادي عشر بعد المائتين والألب بالحرف الواحد ما نصه فقال وأرسل الشريف غالب بمساعد شريف مكة رسلا إلى عبد العزيز يطلب منه علماء من أهل الدين والتوحيد لينجلي له في مناظرتهم ما كان خافيا عليه وكان من حسن سيرة عبد العزيز أنه يدعو إلى الله تعالى بالتي هي أحسن ويرشد العباد للتي هي أقوم فرأى إجابة الشريف غالب إلى ما طلب وأرسل إليه جماعة من علماء الدين المشهورين بحسن المناظرة والبرهان وكبيرهم حمد بن ناصر بن معمر فلما وصلوا بلد الله الحرام دخلوها معتمرين فطافوا وسعوا ونحروا الجزر التي أرسلها معهم الأمير سعود إلى بيت الله وقابلهم الشريف بالإكرام وأحبر لهم علماءه وقضوا معهم يناظرونهم عدة ليال وجرت المناظرة بينهم في مسألتين مسألة قتال الموحدين الناس ومسألة دعوة الأموات وكان حمد بن ناصر يأتي لبيان حجته بالدليل القاطع والبرهان الواضح من كتاب الله وأحاديث رسوله الصحيحة وأقوال الأئمة وأتباعهم المتقدمين الأخيار فاضطرهم بذلك إلى التسليم له في المسألة الأولى والاعتراف بالحق بعد أن لجوا في المغالطة والعناد حين ولكنهم أنكروا وجود ما ذكره لهم من مظاهر الشرك بدعوة الأموات وجحدوا أن يكون ذلك واقعا في البلاد مع أنه عندهم كثير مشهور يرونه كل ساعة ومن أعجب ما قاله كبيرهم لحمد بن ناصر قوله إني لا أطالبك بما قاله علماء المذهب سوى ما قال به إمامي أبو حنيفة لأني مقلد له فيما قال فلا أسلم لسوى قوله ولو قلت قال رسول الله أو قال ذو الجلال لأنه أعلم مني ومنك بذلك فلما انقضت المناظرة طلبوا من حمد ابن ناصر ابن عمر تأصيل براهنه وحججه وتسجيل ما ناظرهم به فكتب في ذلك رسالة مفيدة أوجز فيها القول انتهى كلام بن غنام أقول هذه الرسالة المفيدة التي أشار إليها الشيخ حسين بن غنام تسمى الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب وقد أثبتها الشيخ حسين بن غنام هذا في تاريخه الجزء الثاني واختارها الشيخ سليمان بن سمحان مع مختاراته التي جمعها في رسالة وسماها الهدية السنية والتحفة الوحابية النجدية وقد طبعت هذه الرسالة مرارة وقد ذكر الرواة أن هذه المناظرة المذكورة وقعت في شهر رجب سنة 1211 هجرية وقد أشار إلى هذه المناظرة الشيخ محمد بن علي الشوكاني حيث قال في الجزء الثاني من كتابه البدر الطالع صحيفة سبعة ما نصه وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين انتهى كلام الشوكاني كما وأيضا انتهت الحاشية ثم دخلت السنة الثانية عشرة بعد المائتين وألف وفيها ولس لإمام باشا صاحب العراق حمود بن ثامر على المنتفق بعد قتل ثويني وفيها سير الشريف غالب صاحب مكة عساكر وأغاروا على فريق من بوادق حطان وهم عند عقيلان المعروف دون بيشة في ناحية الحجاز فصارت قحطان على ماء والعساكر على ضماء فهزموهم وقتل من العسكر نحو الخمسين وفيها سار ربيع بن زيد على أهل بيشة والجنينة فنازلهم وضيق عليهم بالحصار حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة فلما بلغ غالب صاحب مكة الخبر سير إليهم عساكر مع فهيد بن عبدالله الشريف فنازل أهل بيشة وحاصرهم وقطع عليهم نخيلا فدخلوا في طاعته وقتل منهم رجال ثم سار الشريف إلى رنيف فحاربوه ووقع بينهم قتال قتل فيه من الفريقين رجال وفيها غزى هادب قرمله وغار على البقوم في الحجاز حاشية قال الشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد في تفريعه على صفة جزيرة العرب للهامداني صحيفة 288 البقوم بطن من الأزد من بني عمر بن حوالة وسبب تسميتهم البقوم لأن من زعهم من باقم الوادي المشهور بين صعده ونجران ثم قال وفيه سبب ثاني ذكره صاحب التاج على مادة بقم أن أباهم يقال له باقم انتهى ما ذكره الشيخ بن بليهد أقول التاج الذي أشار إليه بن بليهد هو تاج العروس شرح القاموس انتهت الحاشية فهزمهم وقتل منهم عدة رجال ثم بعد شهرين غزاهم فقتل منهم قتلى وأخذ عليهم كثيرا من العبل والغنم وفيها غزى مناع أبر رجلين الزعبي بجيش من أهل الأحسى بأمر عبد العزيز وقصد بلد الكويت فعبى لهم كمينا وأغار على سوارحهم فأخذها فخرج عليهم أهل البلد فناشبوهم القتال ثم خرج عليهم الكمين فانهزم أهل البلد وقتل منهم نحو عشرين رجلا وفيها أرسل حمود بن ربيعان ومن معه من اعتيبه وعربان الحجاز إلى عبد العزيز وطلبوا منه المبايعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وإيتاء الزكاة وبذلوا دراهم معلومة نوالا فأجابهم عبد العزيز إلى ذلك وأخذ على كل بيت عدة دراهم معلومة فلما بلغ غالب الشريف ذلك أفزعه وأهمه فجهز العساكر من مكة وما حولها فخرج بها بنفسه وقصد هادي بن قرمله ومن معه من قحطان وغيرهم فنازلهم وحصل بينهم بعض القتال وأخذ على هادي جملة من أفقاله ثم نزل الشريف على الماء المعروف بالقنصلية قرب طربة ونزل هادي بن قرمله رنيه فسار الشريف فيها ونازلهم وقتل بين الجميع عدة رجال وفيها وفد رؤساء البقوم على عبد العزيز وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وفيها غزح جيلان بن حمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم غيرهم وقصد وأرض الشام وأغار على بواد الشرارات فانهزموا فقتل منهم نحو ماء وعشرين رجلا وأخذ من الإبل نحو خمسة آلاف بعير وأغناما كثيرة وأكثر حللهم وأمتعتهم وأزوادهم وعزلت الأخماس وأخذها عمال عبد العزيز وقسم باقيها في ذلك الجيش غنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان وفيها في رمضان سار سعود بن عبد العزيز بالجنود المنصورة من جميع نواحي نجد وبواديها وقصد الشمال وغار على سوق الشيوخ وقتل منهم قتلى كثيرة وانهزم منهم أناس وغرقوا في الشرط ثم سار وقصد جهة السماوة وأتا عيونه وأخبروه بعربان كثيرة مجتمعين فلبيض الماء المعروف قرب السماوة فوجه الجيوش وأغار عليهم على مائهم ذلك وكانت تلك البوادي كثيرة من بوادي شمر ورئيسهم مطلق بن محمد الجربة الفارس المشهور ومعه عدد من قبائل عربان الضفير وآل بعيج والزقاريط وغيرهم فحصل بينهم قتال شديد وطرد خيل ثم حمل عليهم المسلمون فهدموهم في منازلهم وبيوتهم فقتل عدة رجال من فرسان شمر والضفير وغيرهم وقتل ذلك اليوم مطلق الجربة المذكور وكان على جواد سابق وهو يقلبها يمنة المسلمين ويسرتهم فعثرت به جواده في نعجة وأدركه خزيم بالحيان رئيس السهول وفارسهم فقتله وغانم المسلمون محلتهم وابلهم ومتاعهم وقتل من المسلمين عدة رجال من بني خالد نحو خمسة عشر رجلا منهم براك بن عبد المحسن رئيس بني خالد ومحمد العلي رئيس المهاشير وفي هذه السنة في شوال وسعود وجيوش المسلمين في تلك الغزوة سار غالب بمساعد شريف مكة بالعساكر العظيمة من البادي والحاضر والمصارية والمغاربة وغيرهم وعدد وعدة وكيد هائل وتوجه إلى بلد رنيه ونازل أهلها وحاصرهم ودمر فيها نخيلا وزروعا ووقع بينه وبين أهلها قتال قتل فيه من عسكر غالب عدة قتلى وقام على البلد عشرين يوما ثم ارتحل منها وقصد بلد بيشة ونازل أهلها وحصل بينهم قتال وكان له في البلد بطانة فمالوا معه فضفر بها وتبعوه ودخلوا في طاعته وقام عليها أياما وكان قبل حصاره لرنيه وبيشة قد أغار على بوادي من قحطان وبن قرمله وأخذ عليهم عبلا كثيرا وأمتعه وقتل منهم عدة قتلى ثم أنه أقبل من بيشة ونزل الخرمة القرية المعروفة قرب بلد تربة وقد أعجب بنفسه والله غالب على أمره وكان سعود حين سار إلى الشمال في تلك الغزوة المذكورة بلغه في أثناء طريقه مسير غالب هذا فكره الرجوع ورد من غزوه جيشا من بعض أهل النواحي قليلا ليكونوا رداء للبوادي وعونا لهم ثم أرسل عبد العزيز إلى هادي بن قرمله ومن لديه من قبائل القحطان واربيع بن زيد أمير البوادي ومن معه من الدواسر وغيرهم وأمر أيضا على قبائل من أخلاط البوادي وجيشا من الحضر وأمرهم أن يجتمعوا ويكونوا في وجه الشريف فقوى الله عزائمهم وساروا إليه حتى دهموا في منزله على الخرمة المذكورة ولم يقفوا دون خيامه فألقى الله الرعب في قلوب عساكر الشريف وانهزموا لا يلوي أحد على أحد وتركوا خيامهم ومحالهم وجميع أموالهم والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون فمن وقف للقتال منهم قتل ومن انهزم أدرك وقتل ومن فائث فبين ناج وهالك ضمأ وضياعا فكانت وقعة عظيمة ومقتلة وغنيمة وكانت عدة القتلى على ما صطره بعض المؤرخين من أهل ناحيتهم قال عدة القتلى ألف رجل ومائتان وعشرون رجلا منهم الشريف مسعود بن يحيى بن بركات وابن أخيه هيازع وعبد الملك بن تقبة وسلطان بن حازم وحسن إلياس وغيرهم من الأكابر وعدة من قتل من قريش أربعون رجلا ومع قريش من اعتيبه رجال ومن تقيف ثمانون رجلا وقتل من العسكر ما ينوف على أربع ماءه ومن المصارية ماءتين ومن المغاربة ثمانون وفقد من العبيد قتلا وسبيا ماءه وخمسون عبده وأخذوا جميع الدخائر والخيام والمتاع انتهى قلت وذكر لي بعض من ضبط القتلى أنهم ألفان وأربع ماءه قال مؤرخهم وأما النقل فمختلف فيه فمنهم من يقول أن في خزائن غالب ثمانية عشر ألف مشخص التي نهبت ومن قائل خمسة عشر ألف ريال أبدلها من البوادي والعسكر بمشخص وكان قصده أن يفرقها صبيحة ذلك اليوم على العساكر وغنموا جميع ما في المضرب من الأموال وأخذوا سلاحا كثيرا وأخذوا أيضا ما كان معهم من الإب والأمتعة التي أخذوها قبل ذلك على قحطان وغيرهم مع من ضم إليها من أباعر الدولة ورواحلهم وانصرف وشريد قومه مكسورا فلم تقم له بعد هذه الوقعة العظمى قائمة فلم يلبث بعدها أن صالح عبد العزيز وأذن لهم في الحج وصول الفرنسيس إلى مصر وفي هذه السنة حاشية يريد سنة ألف ومائتين واثني عشر هجرية وهي السنة التي تقدم ذكرها في صحيفة مية واربعة انتهت الحاشية وفي هذه السنة وصل الفرنسيس من الفرنج إلى مصر وسبب مسيرهم أن لهم مالا عند أمين لهم في مصر قبطي من القبط فأراد إرساله إليهم فبلغ باشا مصر مراد بك فغضب لأجل إخفائه عن العشور وأمر بأخذه كله فقال له الأمين خذ العشر ورد ما بقي فأبى فأرسل إلى كبيرهم معرفه ما فعل مراد فراجعه فلم ينجح فيه بشيء فلما يأس توجه إلى السلطان سليم بمعروض تضمن الشكوى وأن مرادا لم ينصفهم وطلب من السلطان الركوب إليهم لأخذ ما لهم من غير مضرة تكون على أهل مصر فأخذ السلطان عليهم العهود والمواثيق بذلك وكتب معهم كتابا مختوما بختمه ولم يدر أنهم مضمرون الغيل والكم وكانوا إذا كمستعدين لحرب السناجق بأنواع الذخائر والبارود والرصاص وخرجوا في جيش ينيف على مائة ألف وتوجهوا إلى الإسكندرية فلما أشرفوا عليهم قالوا نحن أعوان السلطان لحرب أمراء مصر وبيدنا خط السلطان متوج بختمه وأظهروه لهم فلما رأوه مكنوهم من البلد بغير حرب فدخل منهم ثمانية آلاف في الإسكندرية وضبطوها وتوجه الباقي إلى مصر فبرز إليهم السناجق والعساكر في عدد كثير فلما تراء الجمعان ورأوا ما دهمهم من عساكر هؤلاء الكفرة كأنهم قطع الليل أيقنوا بالهلاك وقاتلوا قتال من يدفع عن أهله وماله فحمل عليهم المماليك من أهل مصر فرموهم الفرنج بالمدافع فرجعت الخيل ناكصة إلا أنهم قتلوا منهم مقتلة عظيمة وكانت الخيل تنيف على ألفين ثم كروا عليهم ثانية فكانوا يضربون فيهم وهم لا يكترثون والمدافع مؤثرة فيهم فذهب من المماليك في تلك الوقعة ألف وخمسمائة رجل وانهزم أمراء مصر وتوجه الفرنسيس إليها من الدرب المسلوك ودخلوها وذهب السناجق وابراهيم بك نحو الصالحية على نحو يومين من القاهرة وهي بلد كبيرة عليها سور وهي بلد الصالح أيوه وذهب مراد إلى الصعيد وأوقعوا بأهله قتلا وسبيا ونهبا ثم توجهوا وهم نيف عن خمسين ألفا غير الذين أبقوهم في الإسكندرية والصالحية والصعيد والقاهرة وأتوا على بلد يقال لها العريش من إقليم مصر وهي من أعمر بنادرها فملكوها ثم قصدوا إلى غزة من أعمال الشام ثم منها إلى يافا وهذا الاسم عليها تعزى به اليافث بن نوح وهي بلد عظيمة وعليها سور حصين برأس جبل فلما دخلوها تحصن باشتها مصطفى الحلبي والعساكر بالقلعة فحاصروها ثم ملكوها وقتلوا من كان فيها وهم ينوقون على أربعمائة رجل ثم توجهوا إلى صيداء من أعمال الشام ففعلوا ففعلوا ما أهلها ما فعلوا ما غيرهم وملكوها ثم ساروا منها إلى عكة بلد أحمد الجزار فنازلوها فتحصن الجزار هو وعساكره في القلعة فحاصروها ستين يوما يرمون على القلعة كل يوم ألف رمية مدفع حتى أخربوا سورها ثم دخل بعضهم البلد ولم يبق فيها إلا برج قد تحصن فيه الجزار وخاصته واشتد الأمر وعيقنوا بالهلاك فقال لهم الجزار يا عباد الله إلى متى نفر من الموت ونحن على أحد الأمرين إما الشهادة وإما النصر ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فحاربوا عن دينكم وملت نبيكم وحريمكم واستعينوا بالله يعنكم ويخذل عدوكم فقويت عزائمهم وحملوا حملة واحدة ومن لطف الله بهم أن في ذلك اليوم وصلت مراكب الإنجليز فخرجوا من المراكب إلى البلد وخرج الجزار ومن معه إلى البرد وبذلوا فيهم السيف فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله فما أتى عليهم الليل إلا وقد ذهب تحت سنابك الخيل من الفرنسيس خمسة عشر ألفا وزيادة وقتل من عسكر الجزار خمسة آلاف رجل غير الجرحة وكان مراد بيك قد وصل إليهم قبل الإنجليز وكان الذي أخبر مؤرخ هذه الواقعة رجل من حرب فقه قد حضرها هو وثلاثون رجلا من قومه كلهم هلكوا في تلك الحرب سواه وهو الذي وصل بالبشارة إلى الحرمين ثم إن السلطان سليم وجه يوسف وزير الختام ومعه أربع بشوات عثمان ونصيب ومصطفى فوصلوا بأساكرهم إلى يافا فوجدوها محصنة بالفرنسيس فحاصروها وكل يوم يزحف عليهم باشا من تلك البشاوات ويقاتل فما حصلوا على شيء حتى كانت نوبة مصطفى الحلبي ومعه الناؤوت فرموا جدار القرعه بسلم التسليط ودخلوا عليهم فقتلوا منهم ماءت رجل فثارت الجب خانه عند الازدحام فمات من أصحاب مصطفى ماءه وهلك من النصارى أربع ماءه وكان الحصار من يوم ثمان وعشرين من رجب إلى يوم اثنين وعشرين من شعبان سنة أربع عشر بعد المائتين والألف ثم إن يوسف باشا توجه إلى العريش فوجد فيه جملة متحصنين فأمر بنقل التراب في المخالي فنقل جميع العسكر فنقلوه حتى جعلوه تلا عاليا ثم رموهم بالمدافع فملك البلد وكانت عدة من ضبط مع يوسف من العساكر ماءت ألف ثم إن يوسف توجه إلى قسطبة من أرض الصعيد وفيها بعض من الفرنسيس والأقباط ففروا إلى الصالحية وهم خمسة آلاف فلحقهم وحصرهم فيها عياما ثم أخرجهم بالأمان فتوجهوا إلى الجيزة وهي بلدة معروفة فلحقهم فضطر بهم وأمر بإمساكهم حتى يفرغ من أمر مصر ثم إن يوسف حصرهم هناك وتوجه إلى مصر وأقام بالبركة المعروفة التي دونه فأرسل إليه كبار الفرنسيس يطلبونه الأمان ثم وصلوا إليه وخاطبوه واخذوا منه الأمان وأن يسلموا إليه البلد فقال يوسف نصلحكم على أن تعطون البنادق كلما أترجل يعطونا ثمانين بندقية ويخرجون بأموالهم فتم الصلح على ذلك ورجعوا وأرسل خلفهم أربع باشوات فدخلوا مصر وصاروا في بعض البيوت ينظرون خروج الفرنسيس وهم قد حشدوا في إخراج أموالهم وضعفائهم ليركبوهم في المراكب وجرحاهم وكان قد قتل منهم في هذه الوقائع نحو خمسين ألف وبقي مثلها فبينما هم على هذه الحال يتجهزون للخروج إذ عدى الإنجليز على مراكبهم فأحرقوها وغرق من فيها وكان الإنجليز مساعدين لعساكر السلطان وهم الذين حاصروا الإسكندرية فلما أوقعوا بالسفن تار الحرب بين الفرنسيس الذين في مصر وبين الباشوات الذين دخلوا عندهم فحصر كل منهم الآخرين وصار الكل محصورا واستمر الحصار أربعة وثلاثين يوما ورج أهل البلد على الباشوات وقد فني ما عندهم من البارود والرصاص والطعام فوقعت الهدنة على أن تخرج الباشوات من مصر ومن أراد القروج معهم فخرج عثمان باشا وخرج معه أعيان مصر وتجارهم وهم ينيفون على تسعين ألفا وقد توجه بعض الفرنسيس إلى من بسويس مقيم من الرعاية فقتلوهم ونهبوهم وكان هذا الأمر كله من سوء تدبير هذا الوزير يوسف باشا فإنه لما صالحهم على القروج أمهلهم هذه المهلة التي هي عين الضرب ومن تمام التقصير أنه رجع من ساعته إلى يافة يجمع بها غنائمه وعمواله وضيع الحزن وأما عثمان باشا ومن معه فتوجهوا إلى الشام ثم إن النصارى بعد خروجه سمروا الجامع الأزهر حتى لا يقام فيه صلاة ولا ذكر وقتلوا بعض العلماء وأخرجوا أهل مصر وعاقبوهم ثم بعد ذلك في سنة خمس عشرة أحرقوا بولاق وقتلوا من فيها وأخذوا أموالا كثيرة وهي بلد على ساحل البحر وقد أرخ بعض أدباء أهل الحرمين استقرار النصارى في مصر قبل وصول يوسف إليه وهي سنة أربع عشر فقال يا لهف نفسي لما قد جرى توالى الخطوب على القاهرة تولى لفرنج بها ضغتة وحلوا منازلها العامرة ولكن ترجوا بفضل الكريم تعاد لهم كرة خاسرة وقد صح قال لتاريخه إله وحكمته قاهرة قلت قد نقل أخذ الفرنسيس هذا لمصر من أوراق وجدت في الطائف حين فتحها عثمان ضايفي فنقلتها باختصار ولم أقف على صفة استنقاذ الترك لمصر من يد الفرنسيس إلا أنهم أخذوه من يدهم سنة سبع عشرة وطردوهم عنه والله سبحانه وتعالى أعلم الغزوات ثم دخلت السنة الثالثة عشر بعد المائتين والألف وفي أوائل هذه السنة سار ربيع بن زيد بأهل وادي الدواسر وجيش من غيرهم وسار معهم قحطان وغيرهم وسار الجميع ونازلوا بيشا وحصروها حصارا شديدا واستالوا على قراها صلحا وعنوى ثم بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاع واستعمل عبد العزيز عليها أميرا سالم محمد بن شكبان وفي هذه السنة سير سليمان باشا العراق بعساكر كثيرة من العراق والأكراد والمجرة والبصرة وسار بهم وزيره علي كيخيا وسار معه من البوادي عربان المنتفق مع رئيس محمود بن ثامر وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق وسار معه أيضا بوادي شمر والضفير واتفق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآلاتها وآلات الحروب وسار معه أيضا أهل الزبير وما يليهم فاجتمع جموع كثيرة مما وراء العراق إلى نجد حتى قيل أن الخيل الذي يعلق عليها له ثمانية عشر ألف فسار علي كيخيا المذكور بجميع تلك الجموع وقصد الأحساب فلما نزل عليه تابعه أهل برز والهفوه وقرى الشر وجميع نواحيه ونقضوا العهد وامتنع عليه قصر برز وحصن الهفوه فزحف على قصر برز وحاصرة من سابع شهر رمضان إلى سبع مضينا منذ القعدة وهو يحاول هذا الحصن بكل الأسباب من القتال وسوق الأبطال والرمي بالمدافع والقنابر الرمي العظيم الذي هدم غالب الحصن وكاد يفنيه لولا وقاية الله تعالى وحفروا عليه حفورا وملأوها بالبارود وتوروها عليهم وبنوا بنيانا عاليا يرمون وسط القصر منه وعملوا زحافات للجدران وسار خلفها الرجال بالمدافع وهدموا بالمدافع جدرانه وبيوته وبنوه أهله بنيطان التمر وعملوا كل الأسباب الموصلة لتحصيل المراد وأقاموا هذه المدة كل يوم يجددون لهذا القصر قتالا وأسبابا فوقع فيهم الفشل وصار كيدهم إلى تباب ولم يقوم في هذا القصر إلا نحو معت رجل أكثرهم من بلدان نجد مع الشجاع الماجد إسليمان بن محمد بن ماجد من أهل بلد هاتك وألقى الله عليه ثباثا عظيما هو ومن معه ولم يعبعوا بتلك الجنود ولم يعطوا الدنيا لعدوهم فلما فلما طال المقام على تلك العساكر والجموع وبطل كيدهم وقع في قلوبهم الملل والتخاذل وألقى الله في قلوبهم الرعب وزلزلوا وارتحلوا راجعين وتركوا الأحزاء وانهزم معهم أهل الأحزاء الخائنون لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد وتركوا محالهم وأمتعتهم وأموالهم ولما أراد الكيخياء ومن معه الارتحال جمعوا سلالمهم وزحافات الخشب والجذوع التي أعدوها للرصاص لحفر الحفور والجدران وشيئا من خيامهم ومتاعهم وطعامهم وأشعلوا فيها النيران ولما وصلوا القطار أو القطار المعروف عند حويرات الأحسى وقع في قلوبهم الرعب وخافوا من سعود وجيوش المسلمين فدفنوا رصاص مدافعهم قال لي رجل ممن سار معهم أظنه في موضعه حاشية قوله أظنه في موضعه إلى اليوم يعني الرصاص المدفون أظنه في موضعه إلى اليوم وأحرقوا بعض خيامهم وراياتهم وهذا القصر المحصور هو المسمى بصاهود وقد قال سليمان بن ماجد المذكور في ذلك الحصار قصيدة طويلة فيها صفة الحصار وما حدث عليهم من كيد العساكر وما ألقى الله عليهم من الثباد ولو كانت على اللفظ العربي لأوردتها ولكن ليست من وضع الكتاب وأما الذين امتنعوا على الكيخيا في قصر الهفوف فرئيسهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان ومعه عدة رجال من أهل الخرج وغيرهم وليس عليهم معظم حصار وحاولوهم مرارا عديدة ولم يحصلوا على طائم وكان سعود بن عبد العزيز قصار بأهل نجد من البادي والحاضر وقصد الأحساء فلما علم برجوع الكيخيا هم أن يغير على ساقتهم ومتقلفهم ويخيفهم ويأخذ من شد من بواديهم فنقله الله سبحانه فسبق الكيخيا وجنوده فنزل سعود وجيوشه تاج المعروف في ديرة بن خالد فجمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد فأقبل الكيخيا ونزل الشباك المعروف قرب تاج وكان قد ظن أنهم رحلوا عن ذلك الماء فذبت الله المسلمين وألقى عليهم السكينة والأمن ووطنوا أنفسهم على التبات ثم زحفت تلك العساكر والجموع من الشباك ونزلوا على سعود في تاج فتبايع المسلمون على الموت وهم يظنون أن تلك العساكر والجموع تناجزهم وجرى بينهم مجاولة خيل وطال وقاموا على ذلك أياما ثم ألقى الله في قلوب الكيخيا وجنوده الرعب ووقع فيهم الفشل فطلبوا الصلح والمكافة وأن كل من الفريقين يرحل على عافية وحقن دماء وصالح المسعود على ذلك فارتحلوا إلى أوطانهم ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل عليهم ورتب حصونه وثغوره وأقام فيه قريب شهرين واستعمل عليه أميرا سليمان بن محمد بن ماجد ثم رحل إلى وطنه قافلا رحمه الله تعالى وفيها حجرك من أهل نجد فيهم علي ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأخوه إبراهيم وابراهيم بن سبحان صاحب شقرة ورفقة من أهل الوشم وأهل القصيم وقضوا حجتهم ورجعوا سالمين وذلك أن الشريف بعد وقعة الخرمة المتقدمة أرسل إلى عبد العزيز وطلب الصلح والمهادنة فأجابه إلى ذلك وأذن لأهل نجد في الحج أحداث السنة الرابعة عشرة بعد مئتين وألف إلى السنة التاسعة عشرة بعد مئتين وألف من الهجرة ثم دخلت السنة الرابعة عشر بعد المائتين والألف وفيها حج سعود بن عبد العزيز حجته الأولى وأجمل معه غالب أهل نجد والجنوب والأحسى والبوادي وغيرهم وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع الخيل والجيش والأثقال والنساء واعتمروا وقضوا حجتهم على أحسن الأحوال ولم ينلهم مكروه ورجعوا سالمين ولله الحمد والمنة ثم دخلت السنة القامس عشر بعد المائتين والألف وفيها حج عبد العزيز بن محمد بن سعود بالناس واحتفلوا احتفالا أعظم من الأولى التي قبلها وأجمل معه غالب أهل نجد ومن تبعهم من البوادي وغيرهم بالنساء والأطفال وحج معه بن سعود ثم إن عبد العزيز لما سار سبعة أيام آنس من نفسه الملن والثقل وبالغ معه بن سعود في الرجوع وكان رأي سعود في بادئ الأمر أن يقيم والده للمشقة بركوبه فرجع عبد العزيز لما كان قرب الدوادمي البلد المعروفة في عالية نجد من الدمثيات التي هناك ورجع إلى الدرعية وحج سعود بالمسلمين واعتمروا وحجوا على أحسن حال واجتمع سعود بغالب في مكة وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء شيئا كثيرا وهذه حجته التانية ثم دخلت السنة السادسة عشر بعد المائتين والأمن وفيها سار سعود بالجيوش المنطورة والخيل العتاق المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها والجنوب والحجاز واتهامة وغير ذلك وقصدوا أرض كربلا ونازل أهل بلد الحسين وذلك في ذي القادة فحشد عليها المسلمون وتسوروا جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت وهدموا القبة الموضوعة بزام من اعتقد فيها على قبر الحسين وأخذوا ما في القبة وما حولها وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر وكانت مرسوفة بالزمرد والياقوت والجواهر وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف التمينة وغير ذلك ما يعجز عنها الحصد ولم يلبتوا فيها إلا اضحوه وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموال وقتل من أهلها قريب ألفي رجل ثم أن سعودا ارتحل منها على الماء المعروف بل أبيض المعروف فجمع الغنائم وعزل أخماسها وقسم باقيها في المسلمين غنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان ثم ارتحل قافلا إلى وطنه وفي هذه السنة في عاشورة سار سلطان بن أحمد صاحب مسقط المعروفة في عمان في كثير من المراكب والسفن ونازل أهل البحرين وأخذه من أيدي آل خليفة واستولى عليه ثم إن آل خليفة ساروا إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود واستنصروا فأمدهم بجيش كثيف من المسلمين فساروا إلى البحرين فضاربوهم وقاتلوهم قتالا شديدا وأخذوه من يد سلطان المذكور وقتل من قومه ما ينيف على ألفي رجل ثم دخلت السنة السابع عشر بعد المائتين والألف وفيها مات سليمان باشا وتولى مكانه كيخيا علي باشا وفيها سار الروم بالعساكر العظيمة إلى مصر وأخذوه من أيدي الفرنسيس وأخرجوهم منه وفيها مات بادي ابن بدوي ابن ضيان رئيس عربان حرب ومات أيضا حمود ابن ربيعان رئيس بوادي اعتيبة وفي هذه السنة وفي هذه السنة انتقض الصلح بين غالب الشريف وبين عبد العزيز بن محمد بن سعود وفارق الشريف وزيره عثمان بن عبد الرحمن بن ضايف وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه ووفد على عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ونزل بلده العبيلة المعروفة بين تربة والطائل واجتمع عليه جنوده من اهل الحجاز وغيرهم ثم سار غالب الشريف بالعساكر والجموع ونازله في العبيلة ووقع قتال ولم يحصل الشريف على طائل ورحل عنه ودخل الطائل ثم ان عثمان انضايف استنجد ميليه من المسلمين من الحاضرة والبادية فسار اليه السالم بن شكبان بأهل بيشة وقراها ومصلط بن قطنان بأهل رنيه وقراها ومن كان عنده من سبيع وسار ايضا محمد بن يحيى بأهل طربة ومعه البقوم وسار هادي بن قرملة ومعه جيش من قحطان وسار اليه غير ذلك من اعتيبة وغيرهم فاجتمعت تلك الجموع عند عثمان فساروا الى الطائف وفيها غالب الشريف وقد تحصن فيها وتأهب واستعد لحربهم فنازلته تلك الجموع فيها فألقى الله في قلبه الرعب وانهزم الى مكة وترك الطائف فدخله عثمان ومن معه من الجموع وفتحوا الله لهم عنوه بغير قتال وقتلوا من اهله في الاسواق والبيوت نحو ماءتين واخذوا من الاموال من البلد اثمانا وامتاعا وسلاحا وقماشا وشيئا من الجواهر والسلاع المثمنة ما لا يحيط به الحصر ولا يدركه العد وضبط عثمان البلد وسلمت له جميع نواحيه وبواديه وجمعوا الاخماس وبعثوها لعبدالعزيز فقرر ولاية عثمان للطائف واستعمله اميرا عليها وعلى الحجاز وكانت هذه الوقعة وسعود بن عبدالعزيز قد امر على جميع النواحي بالمغزى وارسل رجالا حواويشا الى البوادي ليأتوا اليه بغزواتهم فراكب بجيوشه المنصورة ونزل اسبلة بالروضة المعروفة قرب الزلفي فقام فيها اياما حتى اجتمع اليه البوادي فرحل منها وقصد الحجاز ونزل العقيق الوادي المعروف قرب الريعان وكان ذلك وقت الحج وكانت الحواج الشامية والمصرية والمغربية وامام مسقط وغيرهم في مكة وهم في قوة هائلة وعدة فهموا بالخروج الى سعود والمسير الى قتاله ثم تخاذلوا وفسد امرهم وانصرفوا الى اوطانهم فالقى الله الرعب في قلب غالب وهو في مكة فلم يستقر فيها فانهزم الى جدة هو واتباعه من العساكر حاشية ارتحل غالب عن مكة الى جدة وترك اخاه عبد المعين ابن ساعد ولما تسلم الامر عبد المعين المذكور كتب الى الامير سعود بن عبد العزيز يعرض طاعته على ان يستبقي في امارة مكة وارسل الكتاب مع بعض العلماء بمكة وكان فيهم الشيخ محمد طاهر سنبل والشيخ عبد الحفيظ العجيمي والسيد محمد بن محسن العطاس والسيد مير غني فتوجه هؤلاء العلماء بالكتاب واجتمعوا بالامير سعود في وادي السيل بين الطائف ومكة فقبل ذلك وعطى العلماء كتابا بالامان وموافقته على بقاء ولاية عبد المعين على مكة وهذا نص كتاب الامان بسم الله الرحمن الرحيم من سعود بن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغوات وقاضي السلطان السلام على من اتبع الهدى أما بعد فأنتم جيران بيت الله وسكان حرمه آمنون بأمنه إنما ندعوكم لدين الله ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بابنا بابا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فأنتم في أمان الله ثم أمان أمير المسلمين سعود بن عبد العزيز وأميركم عبد المعين بن ساعد فاسمعوا له واطيعوا ما أطاع الله والسلام وعلى أثر وصول العلماء بكتاب الأمان في سابع محرم سنة 1218 هجرية صعد المنبر إحسين مفتي المالكية وقرأ كتاب الأمان على ملأ من الناس وفي ثامن محرم سنة 1218 هجرية دخل الأمير سعود بن عبد العزيز مكة محرما على رأس جيشه فطاف وسعى ثم مضى إلى المحصد حيث عدت لضيافته الموائد في بستان الشريف غالب ودع الناس بعد ذلك إلى اجتماع عام في المسجد الحرام فاجتمعوا وفي مقدمتهم الشريف عبد المعين ومفتي مكة عبد الملك قلعي فتكلم الأمير سعود بخطاب طويل عن دعوته إلى التوحيد وفي اجتماع آخر طلب منهم أن يهدموا القباب القائمة على بعض المقابر فمضوا يهدمونها وكانت العادة أن يصلي بالجماعة الحاضرة أحد الأئمة من أهل المذاهب الأربعة ثم يتلوه غيره فأمر بإبطال تلك العادة وأن لا يصلي في المسجد إلا إمام واحد فصار يصلي الصبح الشافعي والظهر المالكي وهكذا بقية الأوقات ويصلي الجمعة مفتي مكة عبد الملك القلعي الحنفي وأمر بتدريس كشف الشبهات في المسجد الحرام في حلقة عامة يحضرها العلماء والأهالي ففعلوا وبعد أن قام في مكة نحو 24 يوما توجه إلى جدة بجيشه فعسكر في الرغامة بالقرب من سور جدة بعد أن كتب إلى أهلها يدعوهم إلى التسليم وتحصن غالب وراء سور جدة واستعد لقتاله فدامت المناوشات بينهما أسبوع ثم رجع الأمير سعود انتهى نقلا عن خلاصة الكلام على هامش الفتوحات الإسلامية وعن تاريخ إفادة الأنام بأخبار بيت الله الحرام مخطوطا لعبدالله غازي وواضح مما ذكرناه عن خلاصة الكلام على هامش الفتوحات وعن تاريخ إفادة الأنام أن دخول سعود بن عبدالعزيز مكة المكرمة كان في ثامن محرم الحرام سنة 1218 هجرية وقد ذكر ما يعيد ذلك الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالته الطويلة التي كتبها حال دخوله مكة في هذه الغزوة مع الأمير سعود بن عبدالعزيز وهذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن غزو ما عشر الموحدين لما من الله علينا وله الحمد والمنه بدخول مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت ثامن شهر محرم الحرام سنة 1218 هجرية بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود حماه الله الأمان إلى آخر ما جاء في الرسالة الطويلة وهي توجد مخطوطة في مكتبات علماء آل الشيخ في هذا الوقت وتوجد مطبوعة في الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية وما ذكره الشيخ عبدالله في هذه الرسالة من أن دخول الأمير سعود مكة كان في ثامن محرم سنة 1218 هجرية هو الحقيقة والصواب لأنه كان مع الأمير سعود في هذه الغزوة وأما المعلف ابن بشر فظاهر سياق كلامه ما ذكره أنه يرى أن دخول الأمير سعود لمكة كان آخر شهر الحجة سنة 1217 هجرية والصواب ما ذكره في قلاصة الكلام وفي تاريخ إفادة الأنام وفي رسالة الشيخ عبدالله بن محمد ابن عبدالوهاب انتهت الحاشية ونزلوا المغاسل فأحرموا منها بعمره ودخل سعود مكة واستولى عليها وعطى أهلها الأمان وبذل فيها من الصدقات والعطى لأهلها شيئا كثيرا فلما فرغ سعود والمسلمون من الطواف والسائي فرق أهل النواحي يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها فقام فيها أكثر من عشرين يوما ولبث المسلمون في تلك القباب تسع عشر يوما يهدمون يباكرون إلى هدمها كل يوم وللواحد الأحد يتقربون حتى لم يبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها وجعلوها ترابا وكان الشريف في هذه المدة يراسل سعودا ويخادعه ويطلب الصلح ويبدل المال وهو يريد أن يحصن جده ويحمل ما فيها في السفن ثم إن سعودا رحل من مكة واستعمل فيها أميرا عبد المعين بمساعد الشريف ونازل جده وحاصرها أياما فوجدها محصنة بسور حصين وخندق دونه فرحل منها ورتب جندا من المسلمين في قص من قصور مكة ورجع قافلا إلى وطنه قتل عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى ثم دخلت السنة الثامنة عشرة بعد المائتين والألف حاشية وفي ثامن شهر محرم الحرام من هذه السنة المذكورة سنة الف ومتين وثمنتاش شجرية دخل ابنه سعود مكة مستوليا عليها وهذه السنة هي محل ذكر دخول سعود مكة ولكن المؤلف رحمه الله قدم ذكر دخول سعود مكة في آخر سنة الف ومتين وسبعتاش هجرية وقد بينا وجه الصواب في ذلك وأن دخول الأمير سعود مكة إنما كان في شهر محرم الحرام سنة الف ومتين وثمنتاش وذلك في تعليقنا السابق انتهت الحاشية وفي هذه السنة في العشر الأواخر من رجب قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف المعروف في الدرعية وهو ساجد في أثناء صلاة العصر مضى عليه رجل قيل إنه كردي من أهل العمادية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل اسمه عثمان أقبل من وطنه لهذا القصد محتسبا حتى وصل الدرعية في صورة الدرويش وادعى أنه مهاجر وأظهر التنسك والطاعة وتعلم شيئا من القرآن فأكرمه عبد العزيز وأعطاه وكساه وطلب الدرويش من يعلمه أركان الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها مما كانوا يعلمونه الغريب المهاجر إليهم وكان قصده غير ذلك فوثب عليه من الصف الثالث والناس في المسجد فطعنه في خاصرته أسفل البط بخنجر معه قد أخفاها وعدها لذلك وهو قد تأهب للموت فاضطرب أهل المسجد وماج بعضهم في بعض ولم يكن يدرون ما الأمر فمنهم المنهزم ومنهم الكار إلى جهة هذا العدو العادي وكان لما طعن عبد العزيز أهوى إلى أخيه عبد الله وهو إلى جانبه وبرك عليه ليطعنه فنهض عليه وتصارع وجرح عبد الله جرحا شديدا ثم أن عبد الله صرعه وضربه بالسيف وتكاثر عليه الناس وقتلوه وقد تبين لهم وجه الأمير ثم حمل الإمام إلى قصره وقد غاب ذهنه وقرب ونزعه لأن الطعنة قد هوت إلى جوفه فلم يلبث أن توفي بعدما صعدوا به القصر حاشية ولد الإمام عبد العزيز رحمه الله سنة 1133 هجرية فيكون عمره يوم أن توفي قد بلغ 85 سنة وقد أنجب ثلاثة أبناء هم الإمام سعود وعبد الله وعمر فلم يلبث أن توفي بعدما صعدوا به القصر رحمه الله تعالى وعفى عنه واشتد الأمر بالمسلمين وبوهت وكان ابنه سعود في نخله المعروف بمشيرفة في الدرعية فلما بلغه الخبر أقبل مسرعا واجتمع الناس عنده وقام فيهم ووعظهم موعظة بليغة وعزاهم فقام الناس وبايعوه خاصتهم وعامتهم وعزوه بأبيه ثم كتب إلى النواحي نصيحة يعظهم ويخبرهم بالأمر ويعزيهم ويأمرهم بالمبايعة وكان أهل بلد وناحية يبايعون أميرهم لسعود فبايع جميع أهل النواحي والبلدان وجميع رؤساء قبائل العربان ولم يختلف منهم إثنان ولن تطح عنزان وقيل إن هذا الدرويش الذي قتل عبد العزيز من أهل بلد الحسين رافض خبيث خرج من وطنه لهذا القصد بعدما قتلهم سعود فيها وأخذ أموالهم كما تقدم فخرج ليأخذ الثأر وكان قصده قتل سعود فلم يقدر عليه فقتل عبد العزيز وهذا والله أعلم علم أحرى بالصواب لأن الأكراد ليسوا بأهل رفض ولا في قلوبهم غل على المسلمين والله أعلم وكان عبد العزيز كثير الخوف من الله والذكر آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تأخذه في الله لوم تلائب ينفذ الحق ولو في أهل بيته وعشيرته لا يتعاظم عظيما إذا ظلم فيقمعه عن الظلم وينفذ الحق فيه ولا يتصاغر حقيرا ظلم فيأخذ له الحق ولو كان بعيد الوطن وكان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه بحيث أن بنيه وبني بنيه محلات سيوفهم بالذعب والفضة ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ويصلي فيه صلاة الضحاء وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية وخصوصا أهل البلدان بإعطائهم الأموال وبث الصدقة لفقرائهم والدعاء والدعاء والتفحص عن أحوالهم وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يكثر الدعاء لهم في ورده قال وسمعته يقول اللهم ابق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى يستقيموا عليها ولا يحيدوا عنها وكانت الأغطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة وهو حقيق بأن يلقب مهدي زمانه لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء وصيفا يمنا وشاما شرقا وغربا في نجد والحجاز واليمن واتهاما وغير ذلك لا يخشى أحدا إلا الله لا سارقا ولا مكابرة وكانت جميع بلدان نجد من العارض والخرج والقصيم والوشم والجنوب وغير ذلك من النواحي في أيام الربيع يسيبون جميع مراشيهم في البراري والمفالي من الإبل والخيل والجياد والبقر والأغنام وغير ذلك ليس لها راعي ولا مراعي بل إذا عطشت وردت على البلدان ثم تصدر إلى مفاليها حتى ينقضي الربيع أو يحتاجون لها أهلها لسق زروعهم ونخيلهم وربما تلقح وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت وولدها معها إلا الخيل الجياد فإن لها من يتعاهدها في مفاليها لسقها وحدها بالحديد وكانت إبل أهل استير ونجائبهم وخيلهم مسيبات أيام الربيع في الحمادة وفي وراط والعبلة ومعها رجل واحد يتعاهدها ويسقيها ويزور أهله ويرجع إليها وهي في مواضعها فيصلح ربطها وقيودها ثم يغيب عنها وكذلك خيل أهل الوشم ونجائبهم في الحمادة وفي روضة محرقة وغيرهما وهكذا يفعلون بها وكذلك خيل عبد العزيز وبنيه وعشيرته في النقعة الموضع المعروف قرب بلد غرمة وفي الشعيب المعروف بمزري عبيد أو بمزري عبيد من وادي حنيفة وليس عندها إلا من يتعاهدها لمثل ما ذكرناه وكذلك جميع النواحي تفعل ذلك وكان رحمه الله تعالى مع رأفته بالرعية شديدا على من جنى جناية من الأعراب أو قطع سبلا أو سرق شيئا من مسافر بحيث من فعل شيئا من ذلك أخذ ماله نكالا أو بعض ماله أو شيئا منه على حساب جنايته وأدبه غير ذلك أدبا بليغا وحكي أنه أتى حاج من العجم ونزل قرب بواد سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش فكتب صاحب الغرارة إلى عبد العزيز يخبره بذلك فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة فلما حضروا عنده قال لهم إن لم تخبروني بالغرارة وإلا جعلت في أرجلكم الحديد وأدخلتكم السجن وأخذت نكالا من أموالكم فقالوا نغرمها بأضعاف ثمنها فقال كلا حتى أعرف السارق فقالوا ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه ونخبرك ولم يكن بد من إخباره فلما أخبروه به أرسل إلى ماله وكان سبعين ناقة فباعها وأدخل ثمنها بيت المال وجيع بالغرارة لم تتغير وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم وذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور أن رجالا من سراق الأعراب وجدوا عنزا ضالة في رمال نفود السر المعروف في نجد وهم جياع وأخبرني أنهم أقاموا يومين أو ثلاثة مقوين فقال بعضهم لبعض لينزل أحدكم على هذه العنز فيذبحها لنأكلها فكل منهم قال لصاحبه انزل إليها فلم يستطع أحد منهم النزول خوفا من العاقبة على الفاعل فألحه على رجل منهم فقال والله لا أنزل إليها ودعوها فإن عبد العزيز يرعاها فتركوها وهم في أشد الحاجة إليها وكان الحجاج والقوافل وجبات الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك إلى الدرعية وحجون منها ويرجعون إلى أوطانهم لا يخشون أحدا من جميع البوادي مما احتوت عليه هذه المملكة لا بحرب ولا سرب وليس يؤخذ منهم شيء من الأخوات والقوانين التي تؤخذ على الحجاج وبطل جميع الأخوات والجوائز على الدروب التي للأعراب التي أحيوا بها سنن الجاهلية يخرج الراكب وحده من اليمن وتهامه والحجاز والبصرة والبحرين وعمان ونقره والشام لا يحمل سلاحا بل سلاحه عصاه لا يخشى كيد عدو ولا أحد يريده بسوء وأخبرني أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية وهم أهل ست نجائب محملات ريال إزكوات بوادي أهل الشام فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم نبدوا أرحلهم ودراهمهم يمينا وشمالا إلا ما يجعلنه وسائد تحت رؤوسهم وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاص البلاد يجعلون مزاود الدراهم أطنابا لخيامهم وربطا لخيلهم بالليل لا يخشون سارقا ولا غيرا وكان في الدرعية رعية إبل كثيرة وهي ضوال للإبل التي توجد ضائعة في البر والمفازات جمعا أو فرادا فمن وجدها من باد أو حاضر في جميع أقطار الجزيرة أتى بها إلى الدرعية خوفا أن تعرف عندهم ثم تجعل مع تلك الإبل وجعل عبد العزيز عليها رجلا يقال له عبيد بيعيش يحفظها وجعل فيها رعاة ويتعاهدها بالسقي والقيام بما ينوبها فكانت تلك الإبل توالد وتناسل وهي محفوظة فكل من ضاع للشيء من الإبل من جميع البوادي والحاضر أتى إلى تلك الإبل فإذا عرف ما له أتى بشاهدين أو شاهد ويمينه ثم يقضه وربما وجد الواحدة إثنتين وكان ما يحمل إلى الدرعية في زمنه وزمن ابن سعود من الأموال والزكاة والأخماس وغير ذلك من السلاح والخيل العتاق والإبل وغير ذلك ما يفرق على أهل النواحي والبلدان وضعفائهم وضعفاء البوادي لا يحصيه العدد وأخبرني أحمد بن محمد المدلجي قال كنت كاتبا لعمال علوي أو علوى ممطير مرة في زمن عبد العزيز فكان ما حصل منهم من الزكاة في سنة واحدة أحد عشر ألف ريال قال وكان عمال أبريه ممطير رئيسهم عبد الرحمن بن مشاري بن سعود فكان ما جب منهم إثني عشر ألف ريال ومنه تيم سبعة آلاف ريال وكانت زكاة أمطير في تلك السنة ثلاثين ألف ريال وكان عنزه أهل الشوام وبوادي خيبر وبوادي الحويطات المعروفات ومن في نجد من عنزه يبعث إليهم عوامل كثيرة ويأتون منهم بأموال عظيمة وأخبرني من أثق به قال أنا خفي يوم واحد تحت الطلحة المعروفة عند باب بلد شقرة أربع عوامل من عمال بوادي الشام كل عام له معها عشرة آلاف ريال قلت ويأتي غير ذلك من زكاة بوادي شمر وبوادي الضفير قريب ما يأتي من عنزه ومن قحطان وبوادي حرب واعتيبة وجهينة وبوادي اليمن وعمان وآل مرة والعجمان وسبيع والسهول وغيرهم ما يعجز عنه الحص وتأخذ منهم الزكاة على الأمر الشرعي ولا يأخذ فيها كرائم الأموال ولا دونها إلا من غيب من إبله أو غنمه شيئا عن الزكاة فيأخذ منه الزكاة والنكال وكان يوصي عماله بتقوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المشروع وإعطاء الضعفة والمساكين ويزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال وكان رحمه الله تعالى مع ذلك كثير العطاء والصدقات للرعية من الوفود والعمراء والقضاء وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤدنين وأئمة المساجد حتى أئمة مساجد نخيل البلدان ومؤدنيهم ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم ويعرضون عليه خطوطهم فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلا وأعطى الباقين دونه وكان عطاءه للضعفة والمساكين من الغاية فكان منهم من يكتب إليه منه ومن أمه وزوجته وابنه وابنته من كل واحد كتابا وحدا فيوقع لكل كتاب منهم عطاء فكان الرجل يأتيه بهذا السبب عشرون ريالا واقل واكثر وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتون أولاده إلى عبد العزيز وابنه يستخلفونه فيعطيهم عطاءا جزيلا وربما كتب لهم راتبا في الديوان وكان كثيرا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيرا من الصدقات في كل وقت وكل سنة يعطي كل أهل بلد وكل أهل ناحية ألف ريال واقل واكثر ويسأل عن الضعفة والأيتام في الدرعية وغيرها ويأمر بعطائهم وكثيرا ما يفرق على بيوت الدرعية وضعفائها وكان كثيرا ما يكتب لأهل النواحي بالحظ على تعليم القراءة وتعلم العلم وتعليمه ويجعل لهم راتبا في الديوان ومن كان منهم ضعيفا يأمره أن يأتي إلى الدرعية ويقوم بجميع أنوابه وأخبرني كاتبه قال إن عبد العزيز أخذه يوما صداع فدعاني وقال اكتب صدقة لأهل النواحي فأملأ علي لأهل منفوحة خمسمائة ريال وأهل العينة مثل ذلك وأهل حراملة سبعمائة ريال وأهل المحمل ألف مائة ريال ولجميع نواحي نجد على هذا المنوال قال قيمتها تسعون ألف ريال وأتى إليه يوما خمس وعشرون حملا من الريالات فمر عليها وهي مطروحة فنسخها بسيفه وقال اللهم صلطني عليها ولا تصلطها علي ثم بدأ في تفريقها وإذا أراد الغزو معه أو مع ابن سعود بعث رسله إلى رؤساء القبائل من العربان وواعد جميعهم يوما معلوما على ما معلوم فلا يتخلف أحد عن ذلك الموعد لا حقير ولا جليل لا من بواد الحجاز ولا العراد ولا الجنوب ولا غير ذلك فمن ذكر متخلفا ممن تعين عليه الأمر من رجل أو فارس أدب أدبا بليغا وأخذ من ماله نكالة والرجل الواحد أو الاثنان إذا أرسلهم عبد العزيز وابن سعود إلى البوادي من جميع أقطار جزيرة نجد أخذوا منهم النكال من الأموال والخيل والإبل وغير ذلك ويضربون الرجال ويعدبون المجرم بأنواع العذاب ولا يتجاسر أحدا أن يقول لهم شيئا أو يشفع فيه بل كلهم طائعون مدعنون وهذا الذي ذكرت من جهة الأمن وطاعة الحاضر والباد وغير ذلك اتفق في زمنه وزمن ابن سعود وصدر من ولاية عبد الله قبل أن تسلط الدولة المصرية على المسلمين بسبب الذنوب وبالجملة فمحاسنهم وفضائلهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ولو بسطت القول في وقائعهم وغزواتهم وما مودحوا به من الأشعار وما قصد بابهم من الرؤساء والعظمى من أقاص الأقطار وما حمل إليهم من الأموال والسلاح والخيل التي لا يدركها العد والتذكار لجمعت فيها عدة أسفار ولكني قصدت الإيجاز والاختصار ذكر أمراء عبد العزيز رحمه الله تعالى وقضاته وكان أميره على تهامه وما يليها من اليمن عبد الوهاب المعروف بكنيته أبو نقطة وعلى الحجاز وما يليه من النواحي عثمان بن عبد الرحمن المضايفي وعلى أعمان صقر أبو الراشد رئيس رأس الخيمة وعلى الأحسى ونواحيه سليمان بن محمد بن ماجد وعلى القطيف ونواحيه أحمد بن غانم وعلى الزبارة والبحرين سليمان بن خليفة وعلى وادي الدواسر أربيع بن زيد الدوسري وعلى ناحية الخرج إبراهيم بن سليمان بن عفيصان وعلى المحمل ساري ابن يحيا بن سويلم وعلى ناحية الوشم عبد الله بن حمد بن غيهب في بلد شقرة وعلى ناحية سدير عبد الله بن جلاجل وعلى ناحية القصيم إحجيلان بن حمد في بريدة وعلى جبل شمر محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي في بلد حايل وكان قاضيه في الدرعية بعد الشيخ ابن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخاه عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمام قصرة عبد الرحمن بن خميس وعلى ناحية الوشم عبد العزيز بن عبد الله الحصين وعلى ناحية سدير حمد بن راشد العريني وعلى منيخ وما يليه محمد بن أثمان بن شبانة وعلى ناحية القصيم عبد العزيز بن سويلم من أهل الدرعية وعلى ناحية الخرج محمد بن سويلم من أهل الدرعية في بلد الدلم وعلى ناحية الجنوب سعيد بن حجي في حوطة بن تميم وأما غير ذلك من النواحي فلا يحضرني الآن عد قضاتها إلا أنه كان يبعث إليها قضاء نحو سنة ثم يبعث غيرهم وفي هذه السنة كانت غزوة البصرة وهدم قصر الدراهمية مشرب أهل الزبير وقتل من كان فيه وذلك أن سعودا لما سار من الدرعية واستلحق جميع رعاياه من الباد والحاضر فنهض بجيوشه المنصورة والخيل العتاق المشهورة وقصد ناحية الشمال حتى نزل القرية المعروفة بالتنومة عند القصيم فعيد فيها عيد النحر ونحر ضحاياه بها ثم أرخص لغزوان عربان الشمال الضفير وذكر لهم أنه يريد الرجوع والقفول إلى وطنه وكان قصد بذلك أن يخبروا أهل البصرة والزبير ومن في حجتهم إذا رجعوا إليهم أنه قفل حتى يبغتهم من حيث لا يعلمون وكانت عادته إذا أراد غزو الشمال قصد جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب ثم رجع لما يريد وبالعكس وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات ورى بغيرها فلما رحل عنه غزوان بوادي الشمال من التنومة رحل منها وقصد الدرعية فصار فيها نحو يوم أو يومين فوصلوا تلك البوادي وأخبروا من في حجتهم بقفولة ثم أن سعود رجع عاديا إلى البصرة فلما أتى قربها وافق كتيبة خيل للمنتفق رئيسهم منصور بن ثامد فأغارت عليهم خيل المسلمين وقتلوا منهم قتلا وأخذوا منصور أسيرا فأراد سعود أن يضرب عنقه ثم من عليه وعفى عنه فقام عنده في الدرعية نحو أربع سنين ثم أذن له بالرجوع إلى أهله ثم نزل سعود على الجامع المعروف قرب الزبير فنهضت جموع المسلمين إلى البصرة فدهموا جنوبها ونهبوها وقتلوا من أهلها قتلا كثيرا واحتصروا أهلها في وسط الحلة ثم رجعت تلك الجموع وحاصروا أهل الزبير وهدموا جميع القباب والمشاهد التي خارج سور البلد وضعت على القبور وقبة الحسن وقبة طلحة ولم يبقوا لها أثرا ثم إنها أعيدت قبة طلحة والحسن بعد هدم الدرعية ثم إن سعودا أمر على المسلمين أن يحشدوا على قصر الدرعيمية فهدموا وقتلوا أهله فلما كان وقت قروب الشمس أمر سعود مناديه ينادي أن يثور كل رجل من المسلمين بندقه فثوروها دفعا واحدة قال لي رجل من أهل الزبير ولما ثارت البنادق شب النار في الأرض والجو وأظلمت السماء ورجفت الأرض بأهلها وانزعج أهل الزبير انزعاجا عظيما وصعد النساء في رؤوس السطوح ووقع فيهم الضجيج وأسقط بعض الحوامل فأقام محاصرهم نحو اثنين عشر يوما حصد جميع ذروعهم ورجع قافلا إلى وطنه وفيها رحل غالب الشريف بعسكره من جده إلى مكة ونزل أهل القصور الذين رتبهم سعود فيها كما تقدم فأخرجهم منها بالأمن واستولى على مكة الغزوات ثم دخلت السنة التاسع عشر بعد المائتين والألف وفيها قتل إمام مسكة حاشية في نسقه مسقط وهو الصواب وأما مسكة فهي لغة أعجمية هندية انتهت الحاشية قتل إمام مسكة السلطان بن حمد بن سعيد قتله رجال من القواسم أهل راس الخيمة صادفوه في البحر وقد نزل من مركبه المنيع المشهور إلى سفينة صغيرة فاعترضهم وهو فيها فحصل مناوشة رمي فرمى أحد أهل السفينة ببندق ومات وهم لا يعلمون أنه هو حتى سمعوا خادمه يدعوه باسمه وتولى في مسكة أخوه بدر وفيها عزل سعود سليمان بن محمد بن ماجد عن الأحساء واستعمل فيه أميرا إبراهيم بن سليمان بن عفيصان وفيها ثار محمد علي صاحب مصر حاشية هو محمد علي باشا الذي حارب النجديين فيما بعد انتهت الحاشية وكان كبير عسكر في مصر علي محمد باشا وزيرها حاشية هو محمد خسروا باشا والصحيح أن محمد علي لم يقتله بل اعتقله ثم أرسله إلى الآستانة انتهت الحاشية يطلب علوفته حاشية العلوفة بلغة نجدي العامية هي رواتب الجند وأعطياتهم انتهت الحاشية يطلب علوفته وعلوفة عسكره فما طله فمضى عليه محمد علي وقتله ونصب نفسه باشا فيها وأرسل إلى السلطان عرضا ولأرساء الدولة وادعى على الوزير المذكور بشيء من المخالفات فأتى له التقرير في المنصب فاستحكم أمره بعد ذلك وفيها في ذا القادة سار سعود بالجيوش العرمرمية الكثيرة والخيل الجياد الشهيرة من جميع نواحي نجد والجنوب وعمان والأحسى وغير ذلك من البادي والحاضر قاصدا الشمال وكان قد حدث من عربان الضفير حوادث من تضييع باب فرائض الدين وإيواء المحدثين وتوهيلهم وإضافتهم وأتاهم غزو من بوادي الشمال فأغاروا على بوادي المسلمين واجتازوا بالضفير فأغافوهم وذكر للسعود أن ناسا منهم يغزون مع أعداء المسلمين على بواديهم وكان قبل ذلك قد حدث بين الضفير ممطير بعض القتال فقتل ممطير رجل من رؤسائهم الدوشان وقتل من الضفير مصلط ابن الشايوش بن عفنان فأرسل إليهم لسعود وهو في الدرعية فأصلح بينهم وكف بعضهم عن بعض وتوعد من اعتدى منهم على الآخر فلما صار سعود في هذه الغزوة اجتاز ببوادي الضفير وهم في الدهنة من جهة لينة الماء المعروف فأمرهم أن ينفروا معه غزاه فنفر معه شرذمة الرئيسهم الشايوش بن عفنان فاستقبل سعود غزوهم فانتهر الشايوش وغضب عليه فقال إنهم عصوني وهم يريدون المسير لقتال مطير وكان سعود قد شرب من لينة وحال منها يريد العراق فحرف الجيوش إليهم وشن عليهم الغارات وعمر فيهم بالقتال والنهب ثم بعد ذلك عتق غاليهم من القتل وقتل من عامة الضفير قتلى كثيرة من كل قبيلة وآخذ جميع أموالهم من الإبل والغنم والسلاح والخيل والحلل والأمتاع والأزواد ولم ينجوا منهم إلا الشريد من أقاصيهم وتفرقوا فمنهم من هرب إلى المنتفق وبعضهم هرب إلى جزيرة العراق وبعضهم اهتلوا في نجد ثم رحل سعود بجميع أموالهم ونزل بلد الزلفي فأقام عليها يقسم الغنائم وكان مع الضفير إبل كثيرة وأغنام لأهل سدير وغيرهم فأتوا إلى سعود وهو يقسم الغنائم فأمرهم يتعرفون أموالهم فكل من عرف ما له أتى بشاهدين أو شاهد أيمين واحدة وفيها أمر سعود ببناء قلعب في وادي فاطمة المعروف قرب مكة فتم بناؤها وجعل فيها عسكرا ليضيقوا على الشريف صاحب مكة وذلك في المحرم سنة عشرين وفيها سارة عبد الوهاب بن عامر المعروف بكون يتهب نقطة إمير ألمع وعسير ونواحد هامة قاصدا جده محاربا لها وذلك بأمر سعود وكان سعود قد أمر على من في جهته من أهل الخبط والحجاز ينفرون مع عبد الوهاب ويسيرون معه إلى جدة فسار العبد الوهاب برعاياه ونزل السعدية حاشية السعدية بئر غزير الماء يقع فيه لملم نيقات أهل اليمن المعروف انتهت الحاشية ونزل السعدية الماء المعروف قرب سيف البحر بينه بين مكة نحو يوم ونص وهم نحو ستة آلاف مقاتل فلما تحقق غالب حاله أراد أن يبغته في مكانه قبل أن يأتي إليه أهل النواحي المذكورون فجهز العساكر الكثيرة قيل إنها عشرة آلاف رجل وسار من مكة بتلك العساكر والجنود وقصد عبد الوهاب على مائه فمر بطريقه برتبة رجال مرابطون من عسير وغيرهم وهم نحو أربعين رجلا فقتلهم ثم سار إلى عبد الوهاب فالتقى الجمعان واقتتل الفريقان فحمل عبد الوهاب وقومه على الشريف وجنوده فولوا الأدبار فتبعهم أهل عسير من ساقتهم يقتلون ويغنمون ويأخذون من السلاح المدبرين ولباسهم وما معهم وكثيرها يرمى به في الأرض وترك الشريف ثقله ومدافعه زهبته سلاحه واستولى عبد الوهاب ومن معه على جميعها وقيل إن البنادق التي جمعت 2500 بندق والقتل أكثر من 600 قتيل أكثرهم من الترك والأمداد التي عنده من الدولة وجمع عمال سعود خمس الغنائم وقبضوها ورجع غالب إلى مكة وقفل عبد الوهاب إلى وطنه بعد هذا النصر والغنيمة أحداث السنة العشرين بعد 200 ألف إلى السنة الرابعة والعشرين بعد 200 ألف من الهجرة ثم دخلت السنة العشرون بعد المائتين والألف وفي هذه السنة اشتد الغلا والقحف على الناس في نجد وما يليها وسقط كثير من أهل اليمن ومات أكثر إبلهم وأغنامهم وفي آخرها في ذن قعدة بلغ البر ثلاثة آصع بالريال وبلغ التمر سبع وزنات بالريال وبيع في ناحية الوشم والقصيم خمس وزنات بالريال وأما مكة فالأمر فيها عظم مما ذكرنا بسبب الحرب والحصار وقطع الميرة والسابلة وذلك حيث انتقض الصلح بين غالب وبين سعود فسدت الطرق كلها عن مكة من جهة اليمن وتهامه والحجاز ونجد لأن كلهم رعية سعود وتحت أمره فذبت عندنا وتواتر أن كيلة الأرز والحب بلغت في مكة ستة ترين وكيلتهم أنقص من صاع نجد وبيع فيها لحوم الحمير والجيف بأغلى ثمن وأكلت الكلاب وبلغ رطل الدهن ريالين ومات خلق كثير عندهم جوعة وأما في نجد فاشتد الجوع على الناس ولكن الله جعل لهم الأمن العظيم في نواحيهم يسافر الرجل إلى أقصى البلاد من اليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك لا يخشى أحدا إلا الله وصارت الدرعية لهم رداء كأنها البصرة والأحسى فمن أتاها بنفسه أو عياله واسع الله عليه دنياه وطاول هذا الغلا والجوع في نجد ست سنين وفي هذه السنة أمر سعود على عبد الوهاب وجميع رعاياه من تامة وسالم بن شكبان ورعاياه من أهل بيشة ونواحيها وعثمانا ضايفي وجميع أهل الحجاز بالمسير إلى مكة فينزلون حولها ويضيقون على أهلها وأمرهم بانتظار الحاج الشامي وأن يمنعوه عن دخول مكة إن كان محاربة فسارت تلك الجموع إلى مكة فاشتد الأمر على غالب وبلغ منه الجهد وطلب منهم الصلح على مواجهة سعود ومبايعته على دين الله ورسوله والسمع والطاعة فصالحوه وأمهلوه ومشت السوابل والقوافل إلى مكة ودخلها عبد الوهاب وعثمان ومن معهم وحجوا واتمروا واجتمع عبد الوهاب بغالب وفاوضه الحديث وتهادوا وأجازه غالب بجوائز سنية أو سنية وأعرضوا عن الحج الشامي وحج وكان رئيس الحاج يومئذ عبد الله العظم باشا الشام وانصرف عبد الوهاب ومن معه من الأمراء والأتباع إلى أوطانهم ومرض سالم بن شكبان حاشية سالم بن شكبان هو سالم بن شكبان الرمثين بفتح أثاء وكسر النون كذا أورده إبراهيم بن صالح بن عيسى وضبطه وسالم من أهل بيشه وأميرها وكان مشهورا بالأخلاص لدعوة التوحيد انتهت الحاشية ومرض سالم بن شكبان وتوفي بعدما وصل بلده بيشه حاشية وبيشه قرى كثيرة أكبرها بلدتان الروشن ونمران الأولى لبني سلول والثانية لبني معاوية أبنى عم سلول والأولى هي القائدة وبيشه من أعظم أسواق الجزيرة التجارية وذلك لتوسطها بين الحجاز ونجد واليمن فهي واقعة في ملتقى طرق جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها وغربها وهي قديمة جاء ذكرها في المعجم وفي صفة جزيرة العرب للهمدان وفي معلقة للبيد بن ربيعها العامري بقوله حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة عثلها ورضامها وبيشه زيادة على هذا فيها نخيل كثيرة وزروع وقد شملها التطور الذي شمل الجزيرة في هذا العهد السعيد فصار فيها دور جميلة ومدارس عديدة ابتدائية وثانوية وأصبح فيها إدارة تعليم فصارت ناحية عظيمة من نواحي المملكة العربية السعودية انتهت الحاشية واستعمل سعود في بيشه بعده أميرا ابنه فحاد ابن سالم وأرسل غالب إلى سعود أهل نجائب وطلب إتمام الصلح والمبايعات فأجابه إليها وأمنت السبل ومشت السابلة إلى مكة من جميع النواحي ورخصت الأسعار في الحرمين وغيرهما ثم وقع من غالب ما يريب فمنها أنه أبقى في مكة عسكرا من الترك والمغاربة وغيرهم من الحاج وادعى أن باشا الحاج عبدالله العظم هو الذي رتبهم بأمر الدولة ومنها أنه حصن جدا بالبناء وأحاطها بخندق ومنع العرباء والسفار من أهل جهتنا عن الدخول واستوطنها أغلب أيامه وبقيت العساكر عنده إلى وقت الحج وفيها بعث سعود سرية جيش أميرة منصور بن ثامر وغصاب العتيبي يترصدون لركبان العراء وقطاع الطريق لعلا يغيروا على طوارف المسلمين وبواديهم فسار الجيش المذكور وصادفوا غزو لأهل الجزيرة رئيسهم دوخي بن خلاف السعدي الضفيري وراشد بن فهد بن عبدالله سليمان بن صويط ومناع الضويحي رؤساء الضفير وأكثر هذا الغزو منهم ومن رؤسائهم وهم في الموضع المعروف بفليج في الباطن قرب الحفر فاستأصلوا جميع الغزو قتلا ولم يسلم منهم إلا الشريد قدر عشرة رجال والقتل يزئدون على الماء ورجع منصور ومن معه غانمين سالمين ومنصور هذا هو الذي أخذت خيل سعود أسيرا في غزوة الدرهمية كما تقدم وفي أول هذه السنة قبل مبايعة غالب بايع أهل المدينة المنورة سعودا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وهدمت جميع القبابة التي وضعت فيها على القبور والمشاهد وذلك أن الآلم ضيان رؤساء حرب وهما بادي أبداي ابني بدوي بن ضيان ومن تبعهم من عربانهم أحب المسلمين ووفدوا على عبد العزيز وبايعوه وأرسل معهم عثمان بن عبد المحسن باحسين يعلمهم فرائض الدين ويقرر لهم التوحيد فاجتمعوا على حرب المدينة ونزلوا عواليها ثم أمرهم عبد العزيز بابنى قصر فيها فبنوه وأحكموا واستوطنوه وتبعهم أهل قباء ومن حولهم وضيقوا على أهل المدينة وقطعوا عنهم السوابل وأقاموا على ذلك سنين وأرسل إليهم سعود وهم في موضعهم ذلك الشيخ العالم جرناس بن عبد الرحمن صاحب بلد الرس المعروف بالقصيم فقام عندهم قاضياً معلماً كل سنة يأتي إليهم في موضعهم ذلك فلما طال الحصار على المدينة وقعت المكاتبات بينهم وبين سعود من حسن قلعي وأحمد الطيار والأعيان والقضاء وبايعوا في هذه السنة وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل الجياد المسومة المشهورة من جميع نجد ونواحيها وبواديها وقصد جهة الشمال ونازل بلد المشهد المعروف في العراق أو المعروف في العراق وفرق المسلمين من كل جهة وأمرهم أن يتسوروا الجدار على أهله فلما قربوا منه فإذا دون خندق عريض عميق فلم يقدروا على الوصول إليه وجرى بينه وبينهم مناوشة وقتال ورمي من السور والبروج وقتل من المسلمين عدة قتلى فرجعوا عنه ثم رحل منه سعود فانحاز على الزملات من عربان غزية فأخذ مواشيهم ثم ورد الهندية المعروفة ثم اجتاز بحلل الخزاع وجرى بينهم وبينه مناوشة قتال وطراد خيل ثم سار وقصد السماوة وحاصر أهلها ونهب من نواحيها ودمر أشجارها ووقع بينهم رمي واقتال ثم رحل منها وقصد إلى جهة البصرة ونازل أهل بلد زبير ووقع بينه وبين أهله مناوشة قتال ورمي ورحل منه إلى وطنه وفيها قتلوا أولاد سلطان صاحب مسكه المعروف فعمان ابن عمهم بدرا واستقلوا بولايتها وملكها سعيد بن سلطان وفيها أمر سعود علي عبد الوهاب ورعاياه من عسير وألمع وغيرهم وفهاد بن شكبان ورعاياه من بيشة وغيرها وعبيده وأهل سنحان حاشية سنحان قبيلة من قبائل العرب منحدرة من خولان القحطانية ووادعة حاشية وادعة قبيلة من قبائل العرب ترجع في أصلها إلى همدان وتقع منازل وادعة على ضفاف وادي ظهران الجنوب وكلام المؤلف هنا يوهم أن سنحان وادعة بلدتان أو محلتان وليس كذلك بل هما قبيلتان كما ذكرنا انتهت الحاشية وقراها وأهل وادي الدواسر ومن تبعهم قيمة ثلاثين ألف مقاتل وذكر لهم يقصدون نجران لقتال أهله فسار هؤلاء الجموع ونازلوا أهل بدر حاشية بدر هذه قرية من قران جران انتهت الحاشية ونازلوا أهل بدر مدة أيام وجرى بينهم وقائع وقتل بين الفريقين وأكثر القتل ذلك اليوم من قوم عبد الوهاب وممن قتل من المسلمين أمير الوداعين من الدواسر إبراهيم بن بارك بن عبد الهادي ودريس بن حويل وعدة من الدواسر وأمر عبد الوهاب ومن معه على بناء قص مقابل قصور بدر يصير ثغرا للمسلمين ويضيق على أهل بدر وأهل نجران فتم بناءه وحصنوه وجعلوا فيه مرابطة ووضعوا لهم جميع ما يحتاجون ثم رجعوا إلى أوطانهم وفيها بايع صالح رئيس الحديدة وبيت الفقيه سعود على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وحسنت عقيدته للمسلمين ثم أن إمام صنع سير عساكر عظيمة وحاصروا بندر الحديدة وأخذوه وأمر ابن صالح المذكور وقد استعمله أبوه فيها أميرا وهو في بيت الفقيه فتجهز صالح المذكور إلى زبيد وجنوده وقومه فسار إليه بجيش عديد من قبائل عديدة حاضرة وباديه نحو ثلاثة آلاف مقاتل فنازل أهل زبيد فأخذه عنوة ونهبوا منها من الأموال والأمتاع شيئا كثيرا ولم يمتنع إلا القلعة الأمامية وما تحميه ثم خرجوا عنها وعزل صالح الأخماس وبعثها إلى الدرعية وفيها مات رئيس حرب بداي ابن بدوي ابن ضيان بعلة الجدري وولى سعود مكانه أخاه في بوادي حرب ثم دخلت السنة الحادية والعشرون بعد الماء والألف وفيها حج سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بالمسلمين حجته الثالثة خرج من الدرعية ليلة الجمعة لاثنتين عشرة ليلة من ذا القعدة وكان قد سير قبل خروجه وقت انسلاق شهر رمضان عبد الوهاب بن عامر برعاياه من عسير وألمع وغيرهم وفهاد بن سالم بن شكبان بأهل بيشه ونواحيها وعثمان المضايفي بأهل الطايف ونواحيه وأهل اليمن وتهامه وأهل الحجاز ثم سير أمامه من أهل نجد حجيلان بن حمد بشوكة أهل القصيم ومحمد بن عبد المحسن بن علي بشوكة أهل الجبال أو أهل الجبل ومن تبعه من شمر وغيرهم وشوكة أهل ناحية الوشم ووعدهم المدينة النبوية واجتمع معهم سعود بن ضيان وأتباعه من حرب وجابر بن جبارة وأتباعه حاشية جابر بن جبارة من رؤساء قبيلة جهينة من أهل ينبع النخل وهو الذي كان أميراً ينبع عندما وصل إليها طوسون بن محمد علي كما سيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب انتهت الحاشية فاجتمع هؤلاء الجموع المذكورة ونزلوا قرب المدينة فلما خرج سعود من الدرعية قاصداً مكة أرسل فراج بن شرعان الأتيبي ورجالاً معه لهؤلاء المذكورين وذكر لهم أن يمنعوا الحواج التي تأتي من جهة الشام أسطنبول ونواحيهما فلما أقبل على المدينة الحاج الشامي ومن تبعه وأمير عبدالله العظم باش الشام فأرسل إليه هؤلاء الأمرى أن لا يقدم إليهم وأن يرجع إلى أوطانه وذلك لأن سعوداً خاف من غالب الشريف مكة أن يحدث عليه حوادث بسبب دخول الحواج الشامية وأتباعهم مكة فرجع عبدالله العظم ومن تبعه من المدينة إلى أوطانهم ثم رحل هؤلاء الأمرى وأتباعهم من المدينة وقصدوا مكة فاجتمعوا فيها بسعود فاعتمروا وحجوا على أحسن حال وبذل سعود في مكة شيئاً كثيراً من العطايا والصدقات ونزل قصر البياضية الشمالي فركب إليه الشريف وبايعه وأخرج سعود من كان في مكة من الأتراك وكسى الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القز الأحمر ثم كساها بعد ذلك بالقيلان الفاخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأخرج من كان في قصور مكة من عسكر الترك ثم رحل منها في آخر ذي الحجة وقصد المدينة المنورة فدخلها وضبطها أتم ضبط وجعل في ثغورها مرابطة وأجلى عن برباشا الحرم والقاضي وكل من يحاذر منه فأقام فيها أياما واستعمل أميرا على المرابطة حمد بن سالم من أهل العينة وجعل على الخراج محمد الغريبي من أهل الدرعية ثم رحل إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرحلون إلى أوطانهم ثم دخلت السنة الثانية والعشرون بعد المائتين والألف وفيها عزل السلطان سليم بن حمد وتولى السلطنة بن أخيه مصطفى بن عبد الحميد لتسع بقين من جماد فلما كان في السنة الثالثة والعشرين في أثنائها أجمع طائفة من رؤساء الدولة على رد سليم المذكور في السلطنة وعزل مصطفى وكان سليم في الاعتقال مأسورا فأشار بعض مزراء مصطفى بقتل عم سليم لكي ينتني عزمهم عن عزله فقتله فغضب يوسف باشا ومن معه من شيعة سليم فعزلوه وأجلسوا في السلطنة أخاه محمودا بن عبد الحميد على صغر سنة واستمر فيها إلى الآن أعني سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف وكان سليم قد عزل عبد الله العظم عن ولاية الشام قبل قتله وجعل مكانه يوسف الغنج وفيها قتل علي كيخيا باشا بغداد بعد سليمان وذلك بعدما استقر في الملك ودان له غالب رعايا العراق من الحاضر والبادي فوثب عليه خمسة رجال من غلمانه وهو في الصلاة فقتلوه فقام سليمان فقتلهم ولم يتم لهم أمر فاستقر سليمان في ولاية بغداد حتى أتاه التقرير من الترك وفي هذه السنة اشتد الغلا والطحف في نجد وبلغ البر أربع تصواع بالريال والتمر إحدى عشر وزنه بالريال وأمحلت الأرض وهلك غالب مواشي البوادي ولم يبقى لأكثرهم إلا قليل وهلك أيضا غالب مواشي الحضر فلما كان وقت سلاخ رمضان في وسط الشتاء أنزل الله الغيث ورحم العباد وأحيى البلاد وكثر العشق والربيع خلاف العادة واستمر أحسن ما كان وسمنة المواشي وكثر الجرب في الإبل وعم في الحاضر والباد وأصلح الله الزروع وبارك في التمره إلا أن الغلا على حاله واشتداده حتى حصد الزروع وفيها حج سعود بن عبد العزيز حجته الرابعة في جميع نواحي المسلمين من رعيته من أهل العارض والجنوب والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر والأحسى ونواحيه وبيشه ورنيه وتهامه واليمن والحجاز وغير ذلك ودخل مكة بجميع تلك الجنود واعتمروا وحجوا بأحسن حال ونزل سعود القصر الجنوبي في البياضية حاشية البياضية هو شرق قصر السقاف عند الملاوي محل المحاكم المستعجلات اليوم انتهت الحاشية ونزل سعود القصر الجنوبي في البياضية وزاره الشريف مرارا معه كالأخ الشفيق أو الشقيق فيزوره أحيانا وحده وأحيانا معه رجل أو رجلان وأحيانا بخيله ورجاله وكثيرا ما يدخل سعود الحرم ويطوف بالبيت وكثيرا ما يجلس فوق زمزم ومعه خواصة وبث في مكة من الصدقات والعطى لأهلها وضعفائها شيئا كثيرا وكس الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القيلان الفاخر وجعل إزارها وكسوة بابها حريرا مطرزا بالذهب والفضة وأقام فيها نحوا من ثمانية عشر يوما ثم رحل منها وقصد المدينة المنورة ودخلها وقام فيها عدة أيام ورتب مرابطة في ثقورها وأخرج من في القليعة من أهلها وجعل فيها مرابطة من أهل نجد وضبطها أتم ضبط وجعل على المرابطة أميرا عبدالله بن مزروع صاحب منفوحة وعلى الخراج حمد بن يحيى بن غيهب صاحب شجرة حاشية قال غيهب من قبيلة بن زيد القبيلة المشهورة بالوشم وهذه القبيلة بطن من بطون قضاة لأن زيد هذا الذي ينصبون إليه هو زيد بن سويد بن زيد بن حيرام بن أبي سويد بن زيد بن نهد بن زيد بن أسلم بن ليث بن سود بن الحاف بن مالك بن الحاف بن مالك بن قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان انتهت الحاشية ثم رحل منها إلى وطنه ولم يحج في تلك السنة أحد من أهل الأقطار الشاسعة لا من الشام ولا غيره ثم دخلت السنة الثالثة والعشرون بعد المائتين والألف وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع نواحي نجد والأحسى والجنوب وأهل وادي الدواسر وأهل بيشة ورنية والطائف والحجاز والتهايم خرج من الدلعية في شهر جماد الأول واستنفر بوادي نجد وتوجه ناحية العراق ونازل أهل بلد الحسين فوجدهم محصنين بلدهم بسور عظيم وجنود جمعوها وذلك بعد أخذ سعود لبلادهم عنوى كما ذكرناه فيما تقدم فحشد المسلمون على السور بالسلالم ووقع عنده رمي وقتال شديد فلما علم سعود بإحصان بلدهم وعظم سورها كف المسلمين بعده وكادوا يتجاوزون السور وينزلوا فيها فرحل عنها ونزل على بلد عثاثة المعروفة في العراق فهرب أهلها في رؤوس الجبال واستولى على بلدهم ثم أرسل إليهم وأعطاهم الأمان ومن عليهم ببلدهم وما فيها وأخذ جميع ما عندهم من الخير ذكر لي أنه قريب ما أتفرس ثم رحل منها وقصد المجرة وناوش المنتفق بقتال وحصل مجاولة خيل قتل فيها من المنتفق سلطان بن حمود بن ثامر ثم سار إلى البصرة ونزل عندها وسار المسلمون على جنوبها ونهبوا فيه وقتلوا قتلا ثم سار منها ونزل قبالة الزبير ثم رحل منه إلى وطنه وفيها حج سعود حجته الخامسة بالمسلمين من جميع رعيته من نواحي نجد والجنوب والأحسى والقطيف وعمان والبحرين ووادي الدواسر واتهامة والطور واليمن وبيشة ورنيه وجميع الحجاز ونواحيها إلى المدينة النبوية وينبع والفرع وغير ذلك فدخل مكة واعتمر وحج ونزل القصر الشمالي المعروف البياضية وأقام فيها وغالب الشريف يزوره كل وقت وهو لسعود بمنزلة أحد نوابه وأمرائه الذين في نجد بالسمع والطاعة وفشل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة فلا يشرب التنباك في أسواقها وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت فكان إذا أذن دار الرجال في الأسواق الصلاة الصلاة وبذل سعود لغالب هدايا وتحفا جزيلة وأعطاه غالب مثل ذلك ويدخل سعود إلى الحرم ويطوف بالبيت ويجلس فوق زمزم ومعه باب خواصة وبذل في مكة كثيرا من الصدقات والعطاء وكس الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المطرز بالذهب والفضة وأقام فيها نحو ثمانية عشر يوما ثم رحل منها وبعث إلى المدينة النبوية مرابطة من جميع نواحي نجد بدل المرابطة الذين فيها في القليعة والجيار وغيرهما وهذه عادته في التغور يجعلهم فيها سنة ثم يبدلهم بغيرهم ويرجعون إلى أهالهم ورجع سعود إلى وطنه ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل الشام ونصف والعراق والمغرب وغيرهم إلا شرذمة قليلة من أهل المغرب لا اسم لهم حجوا بأمان وفيها بعث سعود رحمه الله تعالى سرية إلى أعمال قليلة لتعليم فرائض الدين والإطلاع على أحوالهم فلما وصلوا هناك فإذا قيس بن أحمد المسمى بن الإمام رئيس سحار أو سحار وجميع باطنة أعمال وابن أخيه سعيد بن سلطان رئيس مسكة بندر أعمال ونواحيها ومن معهما من الجنود نحو عشرة آلاف رجل أو يزيدون سائرون على النواحي التي تليهم من أعمال من رعية سعود ورأس أعمال يومئذ من جهة سعود سلطان بن صقر إبن راشد صاحب رأس الخيمة فأرسل إلى من يليه من أهل أعمال فاجتمع عنده نحو ثلاث آلاف رجل فالتقى الجمعان جمع قيس وسلطان عند خور المكان المعروف في أعمال بين الباطنة ورأس الخيمة واقتتلوا قتالا شديدا فانهزم جمع قيس هزيمة شنيعة وقتل قيس المذكور وهلك من قومه خلق كثير بين القتل والغرق في البحر قيل أن الذي هلك قريب أربعة آلاف رجل ثم بعد هذه الوقع أرسل بن قيس إلى سعود وسلطان بن صقر وطلب المبايع على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وبايع على ذلك وبذل مالا كثيرة وشوكة من الحرب وأرسل ابن أخيه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرا وبايع على السمع والطاعة وصار جميع عمان تحت ولاية سعود وجمع سلطان بن صقر الغنايم من هذه الوقعة وأخذ خمسها ودفعها إلى عمال سعود وأرسلوه إلى الدرعية وفي هذه السنة والغلى والقحط في نجد على حاله في الشدة وانتهى سعر البر أربعة آصع بالريال وثلاثة آصع والتمر عشر وزنات بالريال وعم الغلى في جميع نجد واليمن والتهائم والحرمين والحجاز والأحسى ووقع مع ذلك مرض ووباء مات فيه خلق كثير من نواحي نجد ودخلت السنة الرابعة والأمر على حاله من الغلاء والمرض ومات فيها والتي قبلها من سواد الناس مئين وفيها أعني سنة الثلاث وعشرين بعد عيد النحر مات قاضي الأحسى محمد بن سلطان العوسج وفيها كسفت الشمس آخر شهر رمضان مساء ثم دخلت السنة الرابعة والعشرون بعد المائتين والألف وفيها اشتد الوباء والمرض خصوصا في بلد الدرعية فمكت على ذلك إلى شهر الجماد ومات في الدرعية خلق كثير من الغرباء والسكان حتى أتى عليهم أيام يموت في اليوم الواحد ثلاثون وأربعون نفسه وكتب سعود نصيحة بليغة إلى أهل الدرعية وأرسلها إلى جميع النواحي وحظهم على التخلي من الذنوب والتوبة النصوح وذكر فيها كثيرا من المحبورات وأورد الأدلة بالترهيب عنها ودعا الله في آخرها دعاء عظيما أكثر فيه من الثناء على الله والتوسل بأسمائه الحسنى برفع الضرر والوباء عن الناس دكر لنا أنها لما قرأت هذه النصيحة على الناس في مساجد الدرعية ارتفع الوباء بعدها عن الدرعية وتوفي في هذا الوباء من الأعيان العلامة المفيد مفتي فرق أهل التوحيد الشيخ القاضي إحسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب حاشية أنجب الشيخ إحسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب خمسة أبناء هم الشيخ علي والشيخ حمد والشيخ عبد الرحمن والشيخ حسن والشيخ عبد الملك وقد ذكرنا كل واحد من هؤلاء الأبناء الخمسة وبينا من حدر عن كل واحد منهم من الدرية وذلك في تعليق مضى كان له معرفة في الأصل والفرع والتفسير وله مجالس عديدة في التدريس في الفقه والتفسير وغير ذلك وانتفع ناس كثير بعلمه أخذ العلم عن أبيه وأخذ عنه جماعة كثير من القضاء وغيرهم منهم الشيخ العلامة المتقدم ذكره علي ابنه وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم الفاضل والهمام السخي الباذل الذي حازم كارم العلم والورع والفصاحة وجمع بين الكرم والسخاء والشجاعة والسماحة القاضي في ناحية الأحسى التركي ابن عبد الله ثم لابنه فيصل عبد الله ابن القاضي أحمد الوهيبي أو الوهيبي وأخذ عنه الشيخ الجليل والحبر الأصيل القاضي في بلد حراملة وناحية المحمل محمد ابن مقرن وكان قد ولي القضاء في تلك الناحية لعبد الله ابن سعود كان الشيخ حسين المذكور هو القاضي في بلد الدرعية والخليفة بعد أبيه في القضاء والإمامة والخطبة كان إماما في مسجد البجيري الكبير الذي في منازل الدرعية الشرقية وكان صيثا بحيث أنه يسمع تكبيره في الصلاة أدنى المسجد وأقصاه مع كثرة ما فيه من الخلائق وهو القطيب والإمام يوم الجمعة في مسجد الجامع مسجد الطريف الكبير الذي تحت قصر آل سعود في المنازل الغربية وكان ضريرا بصره ووفاته في شهر ربيع الآخر رحمه الله تعالى وتوفي في هذا الوباء سعد ابن عبدالله ابن عبدالعزيز ابن محمد ابن سعود وأربعة رجال من آلم عمر وعلي بن موسى ابن سويلم وغيرهم وبقي الغلاء على حاله حتى حصد الزرع فوقع الرخص في الأسعاب رجع الإردب في المدينة النبوية بثمانية ترين ورجع البر في الدرعية وما حولها من البلدان سبعة آصع بالريال وفي هذه السنة حشد بادية العراق من شمر وجميع بوادي العراق وأمده مسلمان باشا صاحب العراق بعسكر فسار الجميع وقصده عنزه والضفير في ناحية العراق ورئيس عنزه يومئذ الدريع بن شعلان ورئيس الضفير الشايوش بن عفنان فالتقت البوادي وأتباعهم وتنازلوا مدة أيام وأيقن عنزه والضفير بالكسر ثم ندب بعضهم بعضا وكروا كرة واحدة على جموع أهل العراق فهزموهم هزيمة شنيعة وقتلوا من العسكر والبادية خلقا كثيرا وأخذوا منهم أموالا كثيرة من الخيل والإبل وغير ذلك مما لا يحصى وظهروا بها إلى نجد وفيها أنشأ الله سحابا أبرق وأرعد وأمطر وسال منه نواحي واشعاب وبلدان كثيرة منها حكر العينة المعروف امتلأ بالسيل وسال ما حوله من الشعاب وسال بعض نخيل سدوس وحريملة وعم السيل نخيل بلد الصفرة وجرى وادي ثادق المعروف ببعيث ران وسال الحريق والحوطة في ناحية الجنوب وسال الخرج سيلا غزيلا وعم جميع نخيله وعبرت حتى أن بعضهم أشفقوا على الحلال والمنازل من الخراب والغرب وكذلك في الأفلاج ووقوع هذا السيل في استهلال جماد الثاني في جمرة القيض عند ظهور الهقعة مع الفجر وهي التي تسميها العامة زابن الجوزة الشمالي التي نوعها المرزم في حساب أهل الحرف وهو وقت حلول الشمس برج الصراطان وهذا لم يعهد في هذه الناحية منذ زمان فسبحان المتصرف الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وأرخص الله الأسعار فلما جد النخل بلغ سعر التمر ثلاثيم بالريال والبر عشرة آصع وفيها حدث من حمود أبو مسمار صاحب أبو عريش البندر المعروف في اليمن وهو من ناسل أحمد بن أبي نمي الشريف ما يريب سعود من المخالفة ومعادات المسلمين وكان قبل ذلك قد بايع على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وأخذ سعود من عشور بنادرة وأوفد ابنه على سعود وأقام على ذلك سنين فحدث بينه وبين عبد الوهاب أمير عسير عداوة ومنابذة فأقبل ابنه ومعه القاضي حسن بن خالد وأقبل عبد الوهاب ومعه محمد بن عبد الله بن حمد بن غيهب صاحب شقرة ووقع بينهم منازعات بالكلام عند سعود فلم يقع اتفاق بينهم وكتب سعود إلى حمود وأمره أن يحارب أهل صنعاء ويسير إليهم بجنوده فلم يفعل فأمر سعود أهل النواحي الحجازية واليمنية ومن يليهم بالمسير لقتاله وبعث من الدرعية فرسانا أنتقاهم مع نائب غصاب العتيبي وجعله ناظرا على أمراء النواحي ونهاه عن المخالفة لعبد الوهاب لأنه أمير الجميع فسار عبد الوهاب بجميع رعاياه من عسير وألمع وغيرهم من أهل الطور واتهامة وسار علي بن عبد الرحمن الضيفي أخو عثمان من الطائف وقراه وبوادي الحجاز وسار فهد بن سالم بهالبيشة ونواحيها وجميع رعاياه من الحاضر والبادي وسار مشيط وابن دهمان ومن يليهم من جميع رعاياهم من شهران وسار بن حرمرة بجميع عبيدة ورعاياه من جمب وغيرهم وساروا قحطان على أمرائهم المعروفين الجميع ما ينيف عن خمسين ألف مقاتل ثم حشد أبو مسمار بمن معه من أهل اليمن وأهل نجران ويام ومن دهم وقبائل حاشد وبكيل ومن يليهم من قبائل همدان وجعل في الحصون التامية مقاتلة وأقبل معه بجنود كثيرة فالتقى الجمعام بوادي بيش فنهض إليه محمود قبل الاستعداد للملاقاة وقصد جمع عسير الذي فيه عبد الوهاب وحصل قتال شديد مثل اشتعال النار وقوتل عبد الوهاب في تلك الحشدة حاشية هو عبد الوهاب بن عامر المتحمي المشهور بأبي نقطة من قبيلة رفيدة إحدى قبائل عسير السرات وهي قبيلة عدنانية قدم عبد الوهاب هذا مع أخي محمد بن عامر على الإمام عبد العزيز سنة 1215 هجرية فعاهداه على دين الله ومناصرة الدعوة والجهاد فأرسل معهم سرية لإخباع قبائل عسير بقيادة ربيع بن زيد المخاريم فدانت لهم سائر قبائل عسير ودخلت تحت طاعة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ولما توفي محمد بن عامر المتحمي سنة 1217 هجرية خلفه على إمارة عسير أخوه عبد الوهاب فأخذ يغذو ويقود الجيوش والسرايا حتى قتل في هذه الغزوة رحمه الله عفا عنه انتهت الحاشية وقتل معه عدة رجال من قومه ثم كرت الجموع على قوم أبو مسمار فهزموهم هزيمة شنيعة واستمروا في ساقتهم يقتلون ويغنمون واستالوا على بعض خيامهم ومحطتهم واستمر أبو مسمار في هزيمته إلى حصنه أبو عريش ونهب المسلمون ظاهر بلاد صبية ونواحيها وغنموا أموالا كثيرة واستالوا على حصنها صلحا وجعل فيه غصاب عسكرا مرابطين وبعثوا السرايا في اتهامه وقتلوا ودمروا وغنموا وانقضت تلك الوقع عن قتلى كثيرة من الفريقين وكان للمسلمين سفن في البحر فأخذوا غناء كثيرة قهوة وغيرها من بندر جيزان وهذه الوقع في جماد الثاني من هذه السنة واستعمل سعود على اتهامه بعبد عبد الوهاب طامي بن شعيب بن عم عبد الوهاب وفي هذه السنة حج سعود رحمه الله تعالى حجته السادسة واحتفل بالحج معه جميع من شملته مملكته من نواحي المسلمين من اهل العارض والجنوب ووادي الدواسر والاحسى ونواحيه وعمان وجميع اهل نجد واهل التهايم والحجاز واليمن والمدينة النبوية وما حولها بالنساء والاطفال والتقيل والخفيف وبنات سعود وكثير من نساء المقرن وهكذا كل حجة مما تقدم ودخلوا مكة واعتمروا وحجوا بأمان عظيم لا يحمل فيه سلاح ونزل سعود القصر الشمالي من البياضية وأهدى عليه الشريف هدايا سنية وأعطاه سعود عطاعا جزيلا وبذل في مكة من الصدقات والعطاء شيئا كثيرا ويزوره الشريف كل يوم إلا قليل كأنه أحد أمرائه الذين في نجد ويدخل إلى الحرم ويطوف بالبيت ويجلس فوق زمزم مقابل البيت الشريف وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود الفاخر وجعل إزارها وتسوة الباب من الحرير الأحمر المطرز بالذهب والفضة ثم رحل عنها في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة وبعت إلى المدينة مرابطة بدل الذين فيها ورجع إلى وطنه ولم يحج تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا اسطنبول ولا العراق إلا من كان يحج بأمان سعود وفيها أقبل مراكب الإنجليز النصارى مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة حاشية كذا في الأصل وفي نسخه مصطب وهو الأصح وأما تسميتها مسكة فتصحيف نشع عن لغة الهنود العجمية لأن الهنود يسمون مسقط مسكة انتهت الحاشية المعروفة في عمان بعد نقض العهد وقصدوا أهل بلد رأس الخيمة المعروف في عمان ورئيسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد أمير القواسم وبندروا فيها وحاربوا أهلها فلم يحصلوا على طائل فرفعوا على البلد بلورا وجعلوه في عين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها وكان أكثر بيوتها صرايف من عسبان النخل فدخلوا البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران ودمروها وهرب سلطان بن صقر وغالب أهل البلد حتى فرغ العدو منها وانتقل عنها فرجعوا إلى بلادهم فعمروها وأحصنوها ثم إن سعود أرسل إلى أعمان عبدالله بمزروع صاحب منفوحه وعدة رجال من أهل نجد وأمرهم بنزول قصره البرايمي المعروف في أعمان مطلق أنطيري حاشية كذا في الأصل وصوابه وأرسل مطلق أنطيري بجيش من أهل نجد وأمر أهل أعمان بالاجتماع عليه والقتال معه فاجتمع عليه مقاتلة أهل أعمان مع ما معه من أهل نجد فقاتل أهل الباطنة سحاب ونواحيها ومن تبعهم ورئيسهم يومئذ عزان بن قيس وقاتل سعيد بن سلطان صاحب مسكة ودام القتال بينهم وقتل من عسكر عزان مقتلة عظيمة بلغت القتلى نحو خمسمائة رجل ثم إنه اجتمع مع مطلق أنطيري جميع من هو من رعية سعود من أهل أعمان فنازل أهل سحار بألوف من المقاتلة ودخلت سنة خمس وعشرين وهم على ذلك يقتلون ويغنمون وآخذ مطلق ومن معه قرى كثيرة من نواحي سحار من أهل الباطنة وبايع غالبهم على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ولم يبقى محارب إلا مسكة ونواحيها مملكة السعيد وما تحت ولاية عزان من سحار وغنموا منها غنائم كثيرة وبعتوا الأخماس إلى سعود في الدرعية وفيها تحقق عند سعود أن آل خليفة أهل البحرين والزبارة يقع منهم بعض المخالفات فخاف أن يقع أكبر من ذلك فأرسل إليهم جيشا واستعمل عليهم أميرا محمد بن معيقل ثم أتبعه بعبد الله بن عفيصان فاجتمعوا ونزلوا عند الزبارة المعروفة عند البحرين فأقاموا فيها قريب أربعة أشهر حتى رجع سعود من الحج فلما رجع من الحج أرسل أمراء ذلك الجيش إلى آل خليفة وأمرهم يفدون على سعود وساقوهم كرها وألفوا عليه في الدرعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أحداث السنة الخامسة والعشرين بعد مائتين وألف إلى السنة السادسة والعشرين بعد مائتين وألف من الهجرة ثم دخلت السنة الخامسة والعشرون بعد المائتين والألف وفيها لما قدم سعود من الحج في المحرم قدموا عليه آل خليفة أهل البحرين والزبارة في الدرعية وهم الأمير سليمان بن أحمد بن خليفة وأخوه عبد الله وعبد الله بن خليفة وأبناؤهم ومعهم كليب البجادي وغيره من أعوانهم ورؤساء رعيتهم فلما قدموا الدرعية قرأ عليهم سعود ما حدث منهم ثم اعتقل رؤساءهم ورد أبناؤهم وبقية الرعية إلى بلادهم وكان سعود لما قبض عليهم أخذ جميع خيلهم ونجائبهم وغير ذلك من الشوكة لهم في البحرين والزبارة ثم أمر فهد بن سليمان بن عفيصان أن يعبر إلى البحرين ضابطا له وجعله بيت مال ثم إن أبناء الخليفة نقلوا أكثر نسائهم وأموالهم في السفن ثم هربوا من الزبارة وقصدوا صاحب مسكة سعيد بن سلطان فاستنصروه وأرسلوا إلى العجم وبني عتبة واستصرخوهم وكان مراكب النصارى عند سعيد في مسكة فاستعانوهم فأقبل جموع عظيمة في مراكب كثيرة وبندروا عند الزبارة في الليل فأظهروا منها بقية رجالهم وما فيها من المتاع والمال ودمروها جملة ثم ساروا إلى البحرين ونازلوا فهد بن عفيصان والمراضطة الذين في قصر المنامة وهم نحو ثلاثمائة رجل فحصروهم وأقاموا على ذلك أياما ثم أخرجوهم بالأمان على دمائهم فأمسكوا منهم فهد بن عفيصان وأمسكوا معه ستة عشر رجلا واعتقلوهم رهينة في رجالهم الذين في الدرعية وتركوا الباقين ثم أن سعودا غزى غزوة المزيريب وآل خليفة في الاعتقال فلما رجع طلب منه آل خليفة أن يفك أسرهم ووعدوه السمع والطاعة وينزلون الزبارة وإن يجتمعوا فيها ببنيهم وقراباتهم فإن أرادوا بنوهم الانتناع عن ذلك فإنهم يرجعون إلى الدرعية وبايعوا سعودا على ذلك وأعطوه عهدا وميثاقا فارتحلوا من الدرعية وبعث معهم سعود شوكا من الجيش فلما وصلوا إلى ناحيتهم طلبوا من بنيهم الموافقة على ما بايعوا عليه سعود فأبوا عليهم فرجعوا إلى الدرعية وأقاموا فيها حتى رجع سعود من الحج على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وأطلقوا بن اعتصال ومن معه وفيها سار شعود بالجنود المنصورة والخيل الجياد المسومة المشهورة واستنفر جميع النواحي من جميع الحاضر والباد من وادي الدواسر إلى مكة والمدينة إلى جبل طي والجوف وما بين ذلك نحو ثمانية آلاف خرج من الدرعية لثلاث خلون من ربيع الثاني وقصد نقرة الشام المعروفة لأنه بلغه القبر أن بوادي الشام وعربانه من عنزه وبني صخر وغيرهم فيها فلما وصل تلك الناحية لم يجد فيها أحدا منهم وإذا قد سبقه النذير إليهم فاجتمعوا على دوخي ابن سمير رئيس ولد علي من عنزه وهو من وراء الجبل المعروف بطويل التلج قرب نابلس نازلين عين القهوة من جبال حوران ولما بلغ بن سبير ومن معه إقبال سعود إليهم انهزم بمن معه من البوادي ونزل الغور من حوران فسار سعود في تلك الناحية وأقبل فيها وأدبر واجتاز بالقرى التي حولها المزيريب وبصرا فنهبت الجموع ما وجدوا فيها من المتاع والطعام وأشعلوا فيها النيران وكان أهلها قد هربوا عنها لما سمعوا بمسيرة ثم نزل عين لبجة وروى منها المسلمون وشربت خيلهم وجيوشهم ثم أقبل على قصر مزيريب فظهر عليهم من خيل فحصل طراد فانهزمت الخيل إلى القصر واحتصروا فيه فأراد المسلمون الحشدة على القصر ولا أحب سعود ذلك مظنة بالمسلمين لأجل إحصانه ثم ترحل ونزل بصرا وبات فيها ثم رجع قافلا إلى وطنه ومعه غنائم كثيرة من الخيل والمتاع والأثاث والطعام وقتل من أهل الشام عدة قتلى وحصل في الشام رجفة ورعب عظيم بهذه الغزوة في دمشق وغيرها من بلدانه وجميع بواديه ومن حين قفل سعود من الشام جاء العزل ليوسف باشا الشام وسار إليه سليمان صاحب عكا فعجلاه واحتوى على جميع أمواله وتولى في إمارة الشام وفي هذه السنة أرخص الله الأسعار وبلغ البر 13 صاعم بالريال والتمر 37 وزنه بالريال ورخصت أسعار الحرمين وبيع الإردب بأربعة أريل وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ العلامة والحبر الفهامة حسين بن غنام الأحسائي حاشية حسين بن غنام الأحسائي هو صاحب روضة الأفكار التاريخ المشهور بتاريخ بن غنام ولد بالمبرز بالأحسى وأخذ العلم عن علمائها ثم انتقل إلى الدرعية في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبقي بها إلى أن توفي في هذه السنة كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى انتهت الحاشية كانت له اليد الطولة في معرفة العلم وفنونه وله معرفة في الشار والنثر وصنف مصنفات منها العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين أخذ العلم عن مشايخ من أهل الأحسى والدرعية وقرأ عليه أيضا الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عمر في العربية وذلك في بلد الدرعية وقرأ عليه الشيخ العلامة اسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العربية وفيها آخر شعبان سار عثمان بن عبد الرحمن المضايفي بأهل الحجاز وغيرهم وقصد أرض تهامة واليمن وكان حمود أبو مسمار قد سير عساكر كثيرة فالتقى الجمعان واقتتل الفريقان في الموضع المعروف بالوحلة أو بالوحلة واقتتلوا قتالا شديدا وانكسر عسكر أبو مسمار وقتل منهم قتلا كثيرة نحو مائتين وخمسين رجلا ثم سار بعده طامي بن شعيب أمير عسير وألمع وغيرهم بعسكر عظيم من قومه وأهل الحجاز وقحطان وغيرهم وتوجهوا إلى البندر المعروف باللحية أو بالحية فحصروها وأخذوها عنوة وأخذوا غالب ما فيها من الأموال والذهب والفضة والقماش واللؤلؤ والحرير وأنواع الأموال التي لا يحصيها العد وذكر لنا أن منهم من طحن اللؤلؤ يحسبه دره وقتل من أهلها خلق كثير قيل أن الذي هلك منهم أل بين القتل والهلاك ودمروا البلد وأشعلوا فيها النيران وفيها سارت طامي بن شعيب المذكور بعسكر كثير من رعاياه من عسير والحجاز وبيشة ونواحيها وقحطان وغيرهم من البوادي إلى تهامة نحو عشرين ألف مقاتل وتوجهوا إلى بندر الحديدة ونازلوا أهلها فأخذوها عنوة واستالوا على غالب البلد وكان أهلها قد بلغهم مسير تلك الجنود فحملوا خفيف أموالهم في السفن وركب فيها أكثر الرجال فأخذ طامي ومن معه ما وجدوا فيها من المال والمتاع ودمروها وقتلوا من أهلها قتلا كثيرا وقبض عمال شعود أخماس الغنائم وساروا بها إلى الدرعية وفيها سار عبد الرحمن باشا الكرد إلى بغداد فنازل أهلها ودخلها وقتل سليمان باشا صاحب بغداد وسبب ذلك أن السلطان محمود بن عبد الحميد بعث رجلا يقال له الغابكي إلى سليمان يطلب منه خراج العراق من مدة سنين لم يأته منه شيء فقام الغابكي عنده في بغداد فلم يحصل له شيء ثم إن سليمان أعطاه رشوة وأذن له في الخروج من بغداد وخرج فلما خرج استصرخ الأكراد وبادية العراق على سليمان وذكر لهم أنه عصى على السلطان فسار إليه عبد الرحمن الكردي المذكور ووقعت المصافة خارج بغداد واقتتلوا ووقعت الهزيمة على سليمان وجنوده فهرب سليمان لوجهه وأمسكه رجال من بواديه الدفافعة فقطعوا رأسه وأتوا به إلى عبد الرحمن الكردي فأمر بقتلهم وهم سبعة رجال وإنما قتلهم لأن الدفاف عف فيهم بعض الرزالة يبيعون الفحم والأشياء الخسيسة فقال لهم الكردي مثلكم ما يقتل البشوات ولستم أهلا لذلك فهل لا أتيتم به حيا فقتلهم فلما دخل الكردي بغداد دخل عقيل السرايا وتحصنوا فيها وحربوه وحصل بينهم مقتلة قتل من الفريقين عدة رجال ثم أنزلهم منها بالأمان واستولى على بغداد وجعل فيه عبد الله باشا من غلمان علي باشا ثم إن الكردي لما استولى على بغداد عبث فيه وصادر أهله بأخذ الأموال فأخذ منهم ما لا يعد ولا يحصى وظن الغابك أنه يعطيه ما طلب السلطان فلم يرفع به رأسا فرحل من بغداد مغضبا وجعل له الكردي رصدا في طريقه ليغتالوا فنجى منهم ووصل إلى السلطان فأخبره بذلك فأرسل معه عسكرا قليلا وكتب معه إلى شاه العجم واستنصره على الكردي فسار الشاه إلى بلاد الأكراد فهرب الكردي من بلاده واستولى عليها الشاه وطلب من أهلها أموالا كثيرة مقابلت ما أخرج على العسكر فسلمت له ورجع إلى وطنه وفيها حج سعود بن عبد العزيز بالمسلمين الحج السابعة واحتفل معه بالحج جميع رعيته من الجبل والجوف إلى الحسى وعمان وواد الدواسر وألمع وجميع طورة عامة ومن يليهم وجميع أهل الحجاز إلى المدينة وينبع وما بين ذلك من البوادي فدخلوا مكة واعتمروا وحجوا على أحسن الأحوال بأمان عظيم ونزل سعود قصر البياضية الشمالي وبذل في مكة شيئا كثيرا من الصدقات والعطاء لأهلها وغيرهم وحججت فيه تلك السنة وشهدت سعود وهو راكب مطية محرما بالحج ونحن مجتمعون في نمره لصلاة الظهر وخطب فوق ظهرها خطبة بليغة ووعظ الناس فيها وعلمهم المناسك وذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله وما أعطى الله في ضمها من الإجتماع بعد التفرق وأمان السبل وكثرة الأموال وانقياب عصاة الرجال وإن أضعف ضعيفا يأخذ حقه كاملا من أكبر كبير من مشائخ البوادي وأعظم عظيم من رؤساء البلدان ونادى وهو على ظهرها لا يحمل في مكة السلاح ولا تبرج امرأة بزينة وتوعد من فعل ذلك من جميع رعيته ورأيت الشريف غالبا أقبل فوق حصانه ونحن جلوس في الصف وليس معه إلا رجل واحد ونزل سعود من كور مطيته وسلم عليه وتعانق وسلم عليه المسلمون فوقيمة صلاة الظهر وقصدنا بعدها عرفة ودخل سعود بعد ذلك مكة وسار فيها سيرة حسنة بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصدقات والعطاء والرعفة بأهلها وجعل في الأسواق رجالا وقت الصلاة يحضونهم عليها فلا تجد فيها وقت الصلاة متخلفا إلا نادرا ولا تجد في الأسواق في جميع هذه الحجج من يشرب التنباك ولا غيره من المحبورات إلا ما لا يرى ظاهرا وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان والديباج الفاخر وجعل إزارها وكسوة الباب من الحرير الأحمر المنسوج بالدهب والفضة وكان أكثر جلوسه إذا دخل مكة فوق زمزم مقابل البيت الشريف وفي تلك الحجة كشف سعود القبة التي فوق صخرة مقام إبراهيم حاشية ذكر كشف سعود للقبة المذكورة أحمد بن محمد بن أحمد الخضراوي وذلك في تاريخه المخطوط الذي سماه اللطائف في تاريخ الطائف نقلا منه عن السيد محمد ياسين ميرغني بن عبدالله المحجوب قال وكان المباشر له أي لكشف القبة حمد بن ناصر يعني حمد بن ناصر ابن عمر وذكر أنه وقع في هذه السنة أي سنة 1225 حجرية انتهت الحاشية وفي تلك الحجة كشف سعود القبة التي فوق صخرة مقام إبراهيم وصارت الصخرة والقدمان الشريفان بارزتان ورآها الناس من أهل مكة وغيرهم ورأيتها وهي صخرة بيضة مربعة الرأس طولها نحو الذراع وعليها سبيك الصفرة لا أدري ذهب أم صفر مستديرة بالصخرة مكتوب في السبيكة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم وعلى القدمين الشريفين تراب ولا رأيت حوايفهما وبين السبيكة ورأس الصخرة التي فيها الخدمان نحو أربع أصابع وأقام سعود فيها إلى العشر الأواخر من ذي الحجة وأهدى غالب على سعود هدايا سنية وعطاه عطايا جزيلة وهو لسعود كأنه أحد أمرائه الذين في نجد ورحل من مكة وبعث إلى المدينة النبوية مرابطة بدل الذين فيها ورجع إلى وطنه وفي هذه السنة في العشر الأوسط من ذي الحجة توفي الشيخ العالم العلامة حمد بن ناصر بن عثمان بن عمر في مكة وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية وخرج شعود من القصر وصلى عليه بعدد كثير من المسلمين ودفن في مكة حاشية ذكر أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي في تاريخه المقطوط الذي سماه اللطائف في تاريخ الطائف أن الشيخ حمد بن ناصر بن عمر دفن بالبياضية المعروفة بمكة المكرمة انتهت الحاشية أخذ العلم عن عدة مشائخ أعلام أجلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه سليمان بن عبد الوهاب وأخذ العربية عن الشيخ حسين بن غنام وغيره وأخذ عنه عدة من أهل الدرعية وغيرهم منهم ابنه العالم القاضي الأديب والمهدب الأريب عبد العزيز بن حمد بن ناصر وكان قاضيا في الدرعية وغيرها وأرسله سعود إلى مكة وأقام فيها مدة عند الشريف قاضيا وصنف ودرس وأفتا وفي هذه السنة في أول شهر ذي الحجة وسعود في الحج خرج من الدرعية أبناء سعود تركي وأخواه ناصر وسعد وقصدوا ناحية إعمان ومعهم عدة رجال من أتباعهم وخدمهم وذلك أنه وقع بينهم وبين أبيهم مغاضبة وطلبوا منه زيادة لعطائهم وخراجهم فأبى عليهم ذلك وكان يعطيهم عطاءا جزيلا وطلبوا منه الخروج إلى أعمان للقتال فمنعهم ذلك فلما خرج في هذه السنة للحج خرجوا من الدرعية فلما وصلوا إلى أعمان علم بهم ناس من أهل باطنة أعمان وغيرهم فنفروا عليهم وهجدوهم بالليل بياتا فحصل بينهم قتال شديد قتل من الفريقين عدة قتلى فلما انقضت الوقعة أرسل أبناء سعود إلى مطلق المطيري أمير الجيوش في أعمان فأتى إليهم واجتمعوا ومعه جنود كثيرة من أهل نجد وأهل أعمان وغيرهم وصار تركي رئيس الجميع فسارت تلك الجنود إلى أعمان ونازلوا أهل بلد مطرح المعروف على الساحل وأخذوه عنوه وقتلوا من أهله قتلى كثيرة وغنموا منه أموالا عظيمة ثم ساروا على ساحل البحر وفي باطنة عمان وظاهرتها فأخذوا بلد خلفان عنوه ثم ساروا إلى جعلان وسور وسحار وغيرها وأخذوها عنوه وأوغلوا في أعمان وأخذوا أموالا عظيمة فلما بلغ سعود الخبر وهو في الحج أفزعه ذلك وغضب غضبا شديدا فلما رجع إلى الدرعية طلب منه رؤساء أهلها أن يعفو عنهم ويرسل إليهم ويبدل لهم الأمان فأبى ذلك فبعث جيشا من الدرعية نحو أربعين رجلا وقال لهم أقصدوا قصر البريمي المعروف فأعمان وأخرجوا منه المرابطة الذين فيه وأمسكوه ولا تدعوا أحدا من أبنائي ولا أحد من جنودهم يدخل وكان الذي في القصر عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة ورفقته معه من أهل نجد وكان أبناء سعود يأوون إليهم فيه فلما أمسكوه هؤلاء طردوا عنه الأبناء وأتباعهم فلم يدخلوه وأرسل سعود أيضا إلى مطلق المطير ومن معه من رؤساء المسلمين وأتباعهم وعمرهم أن يخرجوا من أمان ولا يبقوا رجلا واحدا فضاق الأمر بالأبناء وشفع فيهم رؤساء المسلمين من أهل الدرعية وغيرهم وطلبوه أن يبذل لهم الأمان فأبا سعود ذلك إلا أنهم يأتون على الحسنة والسيئة فأقبل مطلق والأبناء فلما وصلوا الأحسى خافوا من أبيهم وأبوا أن يقدموا إلى الدرعية فأرسل مطلق إلى سعود وأبلغه الخبر فأعطاهم الأمان وضمن لهم مطلق أنهم يسيرون إلى أبيهم ولا ينالهم مكروه فقدموا على أبيهم ومرض ناصر بن سعود وأقام شهرين مريضا في الدرعية ومات ولم يعده أبوه وذلك من مخالفة الأمر فلما خرج هؤلاء من أمان وقع فيه بعض الخلل ونقض العهد أكثر بني ياس فكتب سعود العبد العزيز بن غردق الصاحب الأحسى وأمره أن يقصد أمان ويكون هو أمير الجيوش فيها وأمر على غزات يسيرون معه فلما وصل أمان وقع بينه وبين بني ياس وغيرهم من أهل عمان وقعت وصارت هزيمة على عبد العزيز ومن معه من المسلمين فقتل عبد العزيز المذكور وقتل نحو مما أتي رجل من أهل عمان والأحسى وغيرهم وذلك في جمادة من سنة ست وعشرين ثم وقع خلل في أقاص عمان وفي آخر شهر للحجة من هذه السنة جمع صاحب مسكة سعيد بن سلطان جموعا وعساكر كثيرة واستنصر العجم فأتاه منهم عسكر كثير نحو ثلاثة آلاف مقاتل وساروا إلى عمان وعاتوا فيما يليهم من رعايا المسلمين واستولوا على بلاد الجبري سمايل وهرب الجبري منها فسار مطلق أمطيري بشوكة المسلمين الذين معه في عمان من أهل عمان ونجد وغيرهم فجمع الله بينهم وبين عساكر صاحب مسكة وتنازلوا واقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت جنود صاحب مسكة وركب المسلمون أكتافهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأخذوا خيامهم ومحطتهم وغالب متائهم ومدافعهم وهي أكثر من عشرة مدافع ورجع بقيتهم إلى مسكة أسمايل وأخذ المسلمون منهم غنائم عظيمة وقبض الأخماس عمال سعود وبعثوا بها إلى الدرعية ثم دخلت السنة السادسة والعشرون بعد المائتين والألف وفي هذه السنة لما رجع سعود من الحج في المحرم أطلق آل خليفة آل البحرين والزبارة حاشية الزبارة بلد تقع على شاطئ قطر قبالة جزيرة البحرين وهي مسكا آل خليفة الأول انتهت الحاشية وأذن لهم بالرجوع إلى بلدهم ووعدوه بالسمع والطاعة وعدم المخالفة ووافق وقت وصولهم أن وقع بين عشائرهم وأبنائهم وبين طوارف المسلمين الذين في ناحيتهم وهم رحمة بن جابر بن عذبي أمير خوير حسان المعروف وأبا حسين أمير الحويلة البلد المعروفة في قطر وابراهيم بن عفيصان أمير المراضطة من أهل نجد وغيرهم مقتلة عظيمة في البحر وذلك أن هؤلاء سار بعضهم على بعض في السفن فوقعت الملاقات في البحر قرب البحرين وذلك في شهر ربيع الأول فوقع قتال شديد وكثرت القتلى بين الفريقين ثم اشتعلت النار في السفن وجبخانها ومات بينهم خلق كثير قتلا وحرقا وغرقا فاحترقت السفن بما فيها واحترق لابن جابر وأبا حسين ومن معهم من المسلمين سبعة مراكب واحترق لآل خليفة نحو ذلك وقتل من أهل البحرين وأتباعهم أكثر من ألف رجل منهم ادعيج صاحب بلد الكويت حاشية هو ادعيج بن جابر الصباح انتهت الحاشية وكان من أعوان أهل البحرين وقتل راشد بن عبد الله بن خليفة وغيرهم من الآيان وقيل أن الذي هلك من البحرين وأتباعهم ألف وأربعمائة رجل وقتل من المسلمين نحو مائتي رجل منهم أبا حسين أمير الحويلة اجمع أمراء الأتراك على المسير إلى الحجاز وإعدادهم جميع آلات الحرب وفي هذه السنة حاشية هذه السنة أي سنة 1226 هجرية وفي هذه السنة أجمع أمراء الترك على المسير إلى الحجاز وأعدوا جميع آلات الحرب من السفن والمدافع والقنابر والبنادق وجميع آلاتها وما يحتاجون إليه من الأموال والذخائر من الطعام وغيره فاجتمع العساكر من أسطنبول ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر والرئيس المقوم بهذا الأمر من جهة الترك صاحب مصر محمد علي حاشية محمد علي هذا هو محمد علي بن براهيم أغى بن علي الباني الأصل مستارب ولد في قوله سنة 1884 وتوفي والده وهو في الرابعة من عمره ثم توفيت والدته فأصبح يتيما فاحتضنه عمه طوسون أغى فلم يلبث عمه أن حكم عليه بالقتل ونفذ الحكم فصار محمد علي مقطوعا ليس له أحد فعطف عليه قلب والي قوله الشربجي فأخذه ورباه مع أولاده فلما بلغ الخامس عشر من عمره دخل الجندية تحت إشارة مربع فلما بلغ رتبة بكباشي زوجه من امرأة لها مال وعقار فترك محمد علي الجندية وأخذ في التجارة في صنف الدخان وبقي تاجرا إلى أن أمر العثمانيون بإرسال قوة من قوله تساعد القوات الموجودة في مصر على إخراج الفرنسيين منها فتطوع نحو 300 جندي من الألبان فانضم إليهم محمد علي فداخل تحت إمارة علي أغى ابن مربه والي قوله فجاءوا في الأسطول العثماني بالجنود إلى أبي قير ثم رحل علي أغى رئيس الحملة إلى بلاده وترك أمر قيادة هؤلاء الجنود إلى محمد علي وبعد أمور كثيرة لا نطيل بذكرها ختب أهل مصر وعلى رأسهم عمر مكرم نقيب الأشراف في مصر والشيخ عبدالله حجازي شرقاوي إلى الباب العالي يسترحمونه ويرجون منه أن يولي محمد علي باشا عليهم وذلك لما كان يتظاهر به محمد علي أول الأمر من حب الخير والإنصاف الذي أراد من ورائه الوصول إلى بغيته فورد الفرمان من الباب العالي بتولية محمد علي باشا واليا لمصر وذلك في ربيع الآخر سنة 1220 من الهجرة وفي هذا الأثنى كان الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود قد استولى على الحجاز وعلى الحرمين الشريفين فأطلق توليه الدولة العثمانية لأنها تدعي حق الخلافة على المسلمين بعد سقوطها من العباسيين وخلافتها إنما كانت تعتمد على الحرمين الشريفين لأن فخرها وحرمتها في النفوس إنما هي بدعوى حمايتها للحرمين الشريفين وخدمتهما فرأت أن استيلاء الإمام سعود على الحرمين فيه القضاء التام على سلطانها ونفوذها وتخوفت معه أن هذه الدعوة السلفية التي تهدف إلى الإصلاح والمحافظة على الدين من البدع وتطرق الفساد إليه وتهدف إلى إرجاع مجد الدولة الإسلامية الأولى ينبسط سلطانها ويقوى نفوذها فتوحد كلمة العرب فينضغون تحت لوائها فتقضي بهم على الخلافة العثمانية المزعومة فيتقلص صلها ويمحي أترها كيف لا تخشى الدولة ذلك وقد وصل سعود بجيوشه إلى مشارف الشام وقراها وقبل ذلك غزى كربلا وهدد العراق وهزم جميع الجيوش التي أرسلها ولاة العراق والشام لمحاربته فأصبحت الدولة العثمانية حينئذ عاجزة عن مقاومته فعند ذلك أدارت بنظرها إلى والي مصد محمد علي باشا المذكور فطلب سلطانها السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول من محمد علي القيام بمحاربة الإمام سعود وأخراجه من الحجاز فتردد محمد علي أولا وأخيرا لبى طلب السلطان وسير ابنه طوسون سنة 1226 هجرية ثم إبراهيم باشا وغيره من العساكر لمحاربة النجديين وإخراجهم من الحجاز فحصلت هذه الحروب والوقائع التي يصفها المؤلف هنا في هذا التاريخ ويصفها غيره من مؤرخ الحروب والوقائع النجدية المصرية وقد كان محمد علي هذا متساهلا في دينه وكان مع هذا ظلوما غشوما ليس له عهود ولا دمام وكان سفاحا قتل المماليك وأباد منهم نحو أربعمائة رجل خيانة وغدرة وقد اختلط عقله آخر حياته إلى أن توفي بالإسكندرية سنة 1265 هجرية ما عتوها مقبولا انتهت الحاشية فسير العساكر المذكورة برا وبحرا فسير عساكر في السفن واستولى على بندر ينبع ثم سير ابنه أحمد توسوم بالعسكر الكثير مع البر فاجتمعت العساكر البرية والبحرية فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك وأهل المغرب نحو أربعة عشر ألف مقاتل أو يزيدون ومعهم من الخيل عدد كثير فلما اجتمعت العساكر في ينبع هرب منه رئيسه جابر بن جبارة وقصد المسلمين فلما سمع سعود بمسيرهم أمر على نواحي المسلمين من الحاضرة والبادية من أهل نجد والجنوب والحجاز وتهامة وغيرهم فسيرهم مع ابنه عبد الله فنهض عبد الله بتلك الجنود ونزل الخيف المعروف مواد الصفرة فوق المدينة النبوية واستعدوا لإقبال العساكر المصرية واجتمع معه من الجنود نحو ثمانية عشر ألف مقاتل وتمانمائة فرس ولما نزل عبد الله بالخيف أمر على مسعود بن ضيان ومن معه من بوادي حرب وجيش أهل الوشم أن ينزلوا في الوادي الذي في جانب منزلهم الذي هم فيه مخافة أن يأتي معه دفعا من الترك فيفتكوا بالمسلمين ويغفرونهم ثم إن العساكر المصرية والتركية زحفت على المسلمين وأقبلت عليهم فأرسل عليهم عبد الله طليعة جيش وفرسانا واستعد لهم الترك وحصل على المسلمين هزيمة وقتل اثنان وثلاثون رجلا فنزل عسكر الترك مقابل عسكر المسلمين فالتقى الفريقان وجعل عبد الله على الخيل أخاه فيصل بن سعود وحباب بن حيصان طيري فحصل قتال شديد وصبر الفريقان وكثر القتل في الترك والمسلمين وصار عدة وقائع ومقاتلات في هذا المنزل وابتلي المسلمون بلاءا شديدا فكلما حمل الترك على جمع المسلمين انهزم العراب وتبت غيرهم وأقاموا على ذلك نحو ثلاثة أيام فأرسل عبد الله إلى مسعود بن ضيان ومن معه من حرب وأهل الوشم وأمرهم أن يحملوا على الترك فأقبلوا وصار أول حمل عليهم مع جملة جنود المسلمين فانهزمت العساكر المصرية لا يلوي أحد على أحد وانكشفوا عن مخيمهم ومحطتهم وولوا مدبرين وتركوا المدافع وهي سبعة والخيام والثقل والرحايم وكثير السلاح وما في محلهم من جميع آلات الحرب والذخائر ولا نجا منهم إلا أهل الخير الذين أدبروا مع باشتهم وما تغالب قيولهم حفا وضمى حتى وصلوا إلى البريك حاشية صوابه البريكة وهي ميناء صغير في جنوب ينبع انتهت الحاشية وركبوا منها في السفن إلى ينبع واستقروا فيه وقتل من رجالتهم عدد كثير وأخذ المسلمون منهم من الأموال والسلاح ما لا يحصر والذي حرر لنا أن القتلى من الترك أكثر من أربعة آلاف رجل وقتل من المسلمين من جميع النواحي نحو ستماعة رجل منهم مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود وبرغش بن بدر بن راسد الشبيبي وسعد بن ابراهيم بن تغيتر ورئيس قهفان هادي بن قرملة ورئيس عبيده مانع بن كرم وراشد بن سبعان أخو محمد بن سالم وهو أمير بن هاجر ومانع ابن حير العجمي الفارس المشهور وغيرهم وكانت هذه الوقعة حاشية قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ المشهور في الجزء الرابع من تاريخ صحيفة 146 طبعة حسين أفندي شرف الكتبي بالحرف الواحد ما نصه وفي يوم الجمعة خامس عشرين وصلت قافلة من السويس وحضر فيها جاويش باشا وصحبته مكاتبات وحضر أيضا السيد أحمد الطحطحاوي والشيخ الحنبلي وأخبروا أن العرضي ارتحل من ينبع البر في سابع عشر ذي القادة ووصلوا إلى منزلة الصفرة والجديدة ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال فوجدوا هناك متارس وأحجارا فحاربوا على أول متراس حتى أخذوه ثم أخذوا متراسا آخر وصعدت العساكر إلى قلن الجبال فهالهم كثرة الجيش وسارت الخيالة في مضيق الجبال هذا والحرب قائمة في أعلى الجبال يوما وليلة إلى بعد الظهيرة من يوم الإربعاء ثالث عشرين ذي القادة فما يشعر السفلانيون إلا والعساكر الذين في الأعالي هابطون منهزمون فانهزموا جميعا وولوا الأدبار وطلبوا جميعا الفرار وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم وطفقوا ينهبون ويخطفون ما خف عليهم من أمتعة رؤسائهم فكان القوي منهم يأخذ متاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابته ويركبها وربما قتله وأخذ دابته وساروا طالبين الوصول إلى السفائم بساحل البريك لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب لساحل البريك من باب الاحتياط ووقع في قلوبهم الرعب واعتقدوا أن القوم في أثرهم والحال أنه لم يدفعهم أحد لأنهم لا يذهبون خلف المدبر ولو تبعوهم ما بقي منهم شخص واحد إلى آخر كلام الجبرتي ثم قال الجبرتي في صفحة 149 من التاريخ المذكور ما نصه ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع أين لنا النص وأكثر عساكرنا على غير ملة وفيهم من لا يتديم بدين ولا ينتحل مذهبا وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا أذان ولا تقام فيه فريضة ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤدنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤدن وصلوا صلاة القوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر أخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته انتهى كلام الجبرتي رحمه الله تعالى انتهت الحاشية وكانت هذه الوقعة في العشر الأواخر منذ القادة في هذه السنة ثم إن عبد الله لما فرق الغنائم رحل من منزله وقصد مكة المشرفة حاجا بجميع من معه من جنود المسلمين ووافى أباه فيها على ما يأتي وفي هذه السنة حج سعود بن عبد العزيز حجته التامنة بجميع المسلمين من جميع النواحي من الأحسى وعمان ونجد والجنوب والحجاز واليمن وتهامة وغيرهم ووافى ابنه عبد الله بعد قدومه من غزوة الخيف كما تقدم فاجتمع به عبد الله في مكة المشرفة وحجوا وأتمروا بأمان على أحسن حال ونزل سعود قصر البياضية الشمالي وأهدى إليه غالب هدايا سنية وأعطاه سعود عطايا جزيلة واجتمع به مرارا عديدة كأنه أحد نوابه في نجد وكسى الكعب المشرفة بالقيلان والديباج الأسود وجعل إزارها وكسوة بابها من الحريغ المطرز بالذهب والفضة وأمر المسلمون فيها بالأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر في جميع تلك الحجيج لا يخشون أحدا إلا الله ولا يرى في مكة شيئا من المحضورات شراهرا من شرب التنباك وترك الصلاة والحلف بغير الله وبذل سعود فيها من العطاء والصدقات شيئا كثيرا ثم رحل منها هو وابنه عبد الله ومن معهم من الجنود في العشر الأواخر من ذي الحجة ورتب فيها عساكر وأرسل إلى المدينة جموعا كثيرة من أهل نجد واليمن والحجاز لضبط القليعة ونواحي المدينة وحفظها ورجع إلى وطنه وأدن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم ولم يحج أحد في هذه السنة من أهل إسطنبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم إلا شردمة من أهل المغرب بأمان وفي هذه السنة في أولها سار عبد الله بن سعود بالجنود المنصورة من جميع نواحي نجد وغيرها من الباد والحاضر وقصد ناحية العراق وغار على عربان آل قشعم المعروفين ورئيسهم يومئذ ناصر بن قشعم وأخذ محلهم وجميع ما فيه وكان مع البوادي عسكر من الترك فأخذ بعض مخيمهم وقتل عليهم عدة قتلى وهم قرب بلد الحلة المعروفة في العراق ثم دخلت السنة السابعة والعشفون بعد المائتين والألف وفي هذه السنة قدم من مصر أحمد بن برت على العسكر الذي في ينبع البحر مع أحمد طوسون وكانوا قد أقاموا فيه بعد وقعة الخيفة المتقدمة فقدم عليهم بن برت المذكور بعساكر كثيرة من مصر جهزها معه محمد علي صاحب مصر فضبطوا الينبع وتبعهم بقية عربان جهنة واستالوا على ينبع النخ ثم على وادي الصفراء وبلدان بوادي حرب ثم ساروا قاصدين المدينة النبوية وسار معهم بوادي حرب فنزلوا على المدينة منتصف شوال وحصروها أشد الحصار ونصبوا عليها المدافع والقنابر الكبار وهدموا ناحية قلعة البلد وحفروا عليها السراديب وثوروا فيها البارود وكان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم فيها سعود وقت قفوله من الحج نحو سبعة آلاف رجل لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤلمة ثم إن العساكر المصرية كادوهم بكل كيد وسدوا عنهم المياه الداخلة في وسط المدينة وحفروا سردابا تحت سور قلعة المدينة وملأوه بالبارود وأشعلوا فيه النار فانهدم السور فقاتلهم من كان فيها من المرابطة قتالا شديدا ثم إن أهل المدينة فتحوا للترك باب البلد فلم يدر المرابطة إلا ورمي عليهم من الترك داخل البلد وذلك لتسع مضين منذ القهدة فانحاز المرابطة وجنود المسلمين إلى القلعة فاحتصروا فيها وكانت ضيقة عليهم من كثرتهم وصار فيها خلق كثير يرتكم بعضهم على بعض ونصب الترك عليهم القنابر والمدافع فكانت القنبرة إذا وقعت وسط القليعة أهلكت عددا من الرجال فكثر فيها المرضى والجرحى فطلبوا المصالحة بعد أيام فأنزلوهم منها بالأمان وهلك في هذه الواقعة من المسلمين بين القتل والوباء والهلاك في البر بعدما خرجوا من المدينة وقبل أن ينزل عليهم الترك نحو أربعة آلاف رجل من عسير وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد وظهر باقيهم إلى أوطانهم وأمسك الترك حسن قلعي وعذبوه بأنواع العذاب وبعثوه إلى مصر وكان سعود قد سير ابنه عبد الله بشوكة المسلمين من جميع النواحي وقصد الحجاز ونزل بوادي فاطمة المعروفة قرب الطائف وأقام فيه أيام حاشية كذا ذكر المؤلف والمعروف أن وادي فاطمة قرب مكة يبعد عنها نصف ساعة بالسيارة انتهت الحاشية وفي هذه السنة حاشية هذه السنة أي سنة 1227 هجرية انتهت الحاشية وفي هذه السنة حج سعود بن عبد العزيز بالمسلمين حجته التاسعة حاشية تسع هذه الحجج التي حجها الإمام سعود منها حجتان هما قبل ولايته للحجاز الأولى سنة 1214 هجرية والتانية سنة 1215 هجرية وبعد هاتين الحجتين حج رحمه الله تعالى سبع حجج جميعهن في حال ولايته الحجاز أولى هن سنة 1221 هجرية وآخر هن هذه الحجة التي ذكرها المؤلف هنا سنة 1227 هجرية انتهت الحاشية وأجملوا معه بالحج من جميع النواحي من الأحسى وعمان ونجد والحجاز والتهائم وغير ذلك واجتمع بابنه عبد الله واعتمروا وحجوا على أحسن حال وأقام سعود في مكة على عادته إلى العشر الأواخر من ذي الحجة وفعل في مكة من بدل الصدقات والعطاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك كما فعل في حججه المتقدمة وكس الكعبة المشرفة بالديباج والقيلان الأسود وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المنسوج بالذهب والفضة واجتمع بغالب مرارا وأهدى إليه هدايا سنية وأعطاه سعود عطايا جزيلة فلما أراد الخروج من مكة أبقى فيها عساكر ممن كان معه وبايعه غالب عن الخيانة والغدر فلما خرج منها أبقى ابنه عبد الله بجميع شوكة المسلمين وأمرهم أن ينزلوا في وادي مرحاشية هو مر الظهران ويعرف اليوم بوادي فاطمة انتهت الحاشية وأمرهم أن ينزلوا في وادي مر المعروف قرب مكة ورجع إلى الدرعية وكان قد بلغه خبر المدينة قبل قدومه مكة ثم بعد ذلك بأيام يسير اجتمعت العساكر المصرية وساروا من المدينة إلى مكة فوقع من غالب ما أوحش عبد الله بن سعود فأرسل إلى العساكر الذين في مكة واستظهرهم فرحل عبد الله من مكانه وانحاز إلى الريعان ثم رحل وانحاز إلى العبيلة ونزل عندها بالمسلمين ثم أمر عثمان ضايف وكان معه أن يتجهز لبلده الطائف ويضبطها فسار عثمان إليها وارتحل عبد الله من العبيلة وتوجه إلى الخرمة قافلا وقد دخل المسلمين الفشل وذلك بقضاء الله وقدره وبسبب دنوبنا نسأل الله المغفرة ولما دخل عثمان الطائف استوحش وخاف على نفسه وحرمه فخرج منها منهزما بعياله ونسائه وبعض خيله وما خف من أمواله ومتاعه ولحق بعبد الله وكان خروجه من الطائف يوم الثلاثة لسبع بقين من المحرم أول سنة الثمان وعشرين وبعد خروجه بست ليال كسفت الشمس يوم الاثنين آخر المحرم ثم دخلت السنة الثامنة والعشرون بعد المائتين والألف وفيها في آخر المحرم خرج عثمان بن عبد الرحمن ضايفي من الطائف ونزل رنية البلد المعروفة ثم إن طوسون والعساكر المصريين ساروا إلى مكة ودخلوها بغير قتال وذلك بعدما قفل عبد الله فنزل طوسون قصر القرارة المعروف في مكة وكان الشريف هو الذي دعاهم لدخولها وما لأهم عليه فلما استقر الترق في مكة سار مصطفى ومعه راجح الشريف وبن غالب الشريف إلى الطائف ودخلوه وضبطوه وكاتبهم جميع رعايا عثمان من نواحي الطائف وأطرافه وتبعوهم وزهران وغامض وغيرهم وثبت أهرانيه وبيشه وجميع الحجاز اليماني وفيها في آخر ربيع سار سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المنصورة من جميع النواحي وآفاق نجد الحاضرة والبادية وقصد الحناكية الماء المعروف قرب المدينة النبوية وكان في قصرها عسكر من الترك مع عثمان كاشف وعلى الماء أعراب من حرب وغيرهم فلما أقبل عليهم هرب البوادي بإبلهم وزبنوها الحرة فدهمهم المسلمون في منازلهم وأخذوا ما وجدوا فيها من الأثاث والأمتاع ثم إن سعودا نازل العساكر التي في ذلك القصر وهم نحو ثلاثماء فارس ومقاتل وحاصرهم فهم المسلمون أن يتسوروا عليهم الجدار فطلب العسكر من سعود العفو ومنع عنهم المسلمين فنزلوا بالأمان على دمائهم وأموالهم وشرط عليهم أن يسيروا إلى ناحية العراق فساروا إليها وأمر سعود محمد بن علي صاحب الجبل وجيشا معه من المسلمين أن يسيروا معهم حتى يبلغوا مأمنهم ثم إن سعودا رحل من الحناكية وسار إلى جهة المدينة النبوية فغانم في طريقه من بوادي حرب مغانم كثيرة فلما قرب من جبل أحد وإذا خيل من الترك وجيش من حرب قد أقبلت فاغارت عليهم خيل المسلمين وقتلوا منهم نحو من ثلاثين فارسا وكان الجيش قد هرب قبل الخيل وتزبن المدينة ثم نزل سعود على أبا الرشيد عند البلد وهرب أهل البرك عنها ثم رحل ونزل الحسى حاشية الحسى هي المعروف اليوم بآبار علي وهي ميقات أهل المدينة المسمى بذل حليفة انتهت الحاشية ثم سار في وادي الصفراء فحرق في الفرع نخيلا وقتل رجالا ثم سار في الحرة ونزل على أهل بلد السوارقية فحصروهم ونزلوا منها بالأمان على نصف الحلقة وشطر ما تحت أيديهم بعدما قطع نخيلهم وهدم أكثر منازلهم فقام عليها مدة أيام وجمع فيها من الغنائم وباعها وقسمها على المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان فلما كان في شعبان من هذه السنة اجتمعت العساكر المصرية من مكة والطائف وسار بهم مصطفى حاشية قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخه في حواد الصفر سنة 1229 هجرية وفي ثانية وصل مصطفى بك أمير ركب الحجاج إلى مصر وسبب حضوره أنه ذهب بعساكره وعساكر الشريف من الطائف إلى ناحية ثربة والمتأمر عليها امرأة فحاربتهم وانهزم منها شر هزيمة فحنق عليه الباشا وأمره بالذهاب إلى مصر مع المحمل انتهى ما ذكره الجبرتي وانتهت الحاشية وسار بهم مصطفى ومعهم راجح الشريف في جموع من البواد الذين نقضوا العهد وتابعوا الترك فسارت العساكر والجموع ومعهم المدافع والقنابر وقصدوا بلد تربة وفيها مرابطة من أهل نجد وغيرهم فحاصرها الترك ثلاثة أيام ثم أقبل مدد من أهل بيشة وغيرهم لأهل تربة فلما أقبلوا على الترك كمنوا لهم وناوشوهم قتال فخرج كمين المسلمين على المحطة والخيام فانهزمت تلك العساكر والجموع فاستولى المسلمون على محطتهم وخيامهم وقتل منهم قتلا كثيرة ورجعوا مكسورين وفيها اجتمع شذمه من عدوان وغيرهم من أهل الحجاز مع عثمان بن عبد الرحمن ضايف وقصد الطائف وملك قصرين أو ثلاثة من أعمال الطائف ثم نزل قصر بسل الماروف فحين علم غالب الشريف نزوله سار إليه بعساكر كثيرة من الترك وغيرهم فحصره في ذلك القصر وحاصر القصور التي حوله وأقام على ذلك أياما ثم إن الشريف استولى عليها وقتل كثيرا من قوم عثمان وهرب عثمان حاشية هو عثمان بن عبد الرحمن ضايفي من أهل العبيلة قرية بالطائف وهو من قبيلة عدوان القبيلة المشهورة بالطائف وعدوان التي تنسب إليه هذه القبيلة هو من قيس عيلان كان عثمان ضايفي صهرا للشريف غالب بن مساعد متزوجا بأخت الشريف المذكور وكان من أكبر أعوانه وقواد جيوشه ولما انتقض الصلح الذي كان بين الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وبين الشريف غالب وكان نقبه من جانب غالب وذلك سنة 1217 هجرية فارق عثمان الشريف غالبا مغاضبا له وقدم الدرعية على الإمام عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ثم رجع إلى الحجاز ونزل قرية العبيلة الواقعة بين الطائف وتربة واجتمع عليه جنود كثيرة من أهل الحجاز وغيرهم وأخذ الطائف من أمير غالب عنوه سنة 1218 هجرية ثم أخذ يغزو ويجاهد مع آل سعود وصار من أكبر عوانهم وأبلى معهم بلاء عظيما في حربهم مع محمد علي باشا حتى قدر الله ما قدر من هزيمته وأسره كما ذكره المؤلف هنا وقد ذكر المؤلف هنا أنه قتل ولكن لم يذكر أنه أرسل إلى مصر فنقول أرسله طوسون إلى مصر ومنها أرسل إلى استنبول فقتل هناك رحمه الله وقد قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخه يذكر وصول عثمان المضايفي إلى مصر ويصفه بالحرف الواحد ما نصه وصل عثمان المضايفي صحبة المتسفرين معه إلى الريدانية آخر الليل وأوشيع ذلك فلما طلعت الشمس ضربوا مدافع من القلعة أعلاما وسرورا بوصوله أسيرا وركب صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة وخرجوا لملاقاته وإحضاره فلما واجهوا صالح بيك نزع من عنقه الحديد وأركبه هجينة ودخل به إلى المدينة وأمامه الجاويشية والقواس الأتراك وبأيديهم العصي المفضضة وخلفه صالح بيك وطوائفه وطلعوا به إلى القلعة وأدخله إلى مجلس كتخدى بيك وصحبة حسن باشا وطاهر باشا وباقي أعيانهم ونجيب أفندي قبي كتخدى الباشا ووكيله بباب الدولة وكان متأخرا عن السفر أي عن السفر إلى الحجاز مع محمد علي باشا ينتظر قدوم ضايفي ليأخذه بصحبته إلى دار السلطنة فلما دخل عليهم أجلسوه معهم فحدثوه ساعة وهو يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب وأفصح جواب وفيه سكون وتؤده في الخطاب وظاهر عليه آثار الإمارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام حتى قال الجماعة لبعضهم البعض يا أسفا على مثل هذا إذا ذهب إلى اسطنبول يقتلونه ولم يزل يتحدث معهم حصة ثم أحضروا الطعام فواكلهم ثم أخذه كتخدى بيك إلى منزله فأقام عنده مكرما ثلاثا حتى تمم نجيب أفندي أشغاله فأركبوه وتوجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في السفينة مع نجيب أفندي ووضعوا في عنقه الجنزير وانحدروا طالبين الديارة الرومية انتهى كلام الجبرتي أهل مصر وأهل نجد يسمون الأتراك الروم ويسمون بلادهم بلاد الروم وذلك لأن القسطنطينية التي هي اسطنبول كانت للروم انتهت الحاشية فلما وصل قرب الحزم ضفر به أناس من العصمة من اتيبة فأمسكوا فساروا به إلى غالب فأمسكه أسيرا ثم قتل بعد ذلك وقتل في هذه الكرة من قرابة عثمان وأتباعه نحو خمسين رجلا وكان امساكه رحمه الله تعالى لعشر مضين من رمضان وفي هذه السنة وقع في بغداد اختلاف وقاف أسعد بن سليمان باشا من عبدالله باشا صاحب بغداد وهرب إلى المنتفق عند حمود بن ثامر وهرب معه قاسم بيك فأرسل عبدالله المذكور إلى حمود وطلب منه أن يبعث بهم إليه فأبى ذلك ومنعهم ثم إن عبدالله جمع العساكر من الترك وعقيل حاشية يطلق اسم عقيل على من يسافر من نجد إلى خارج نجد كالعراق والشام وغيرهما ويختص بهذا الاسم أهل القصيم ولا ندري لماذا سموا بعقيل انتهت الحاشية ومن بوادي شمر وغيرهم من أهل العراق ورئيس البوادي ابنية ابن جرينيس الجربة ثم جمع حمود بن ثامر جميع المنتفق وجميع أتباعه فالتقت الجموع والعساكر من الفريقين واقتتلوا قتالا شديدا وصبر الفريقان ثم إن بوادي شمر وأناس من رؤساء العسكر وغيرهم من الكرد خانوا لحمود فانهزمت العساكر العراقية وقتل منهم قتلا كثيرا وأسر عبدالله باشاء المذكور وكيخياء طاهر وناصر الشبلي رئيس عقيل وكان حمود قد دعاهم بالأمان فقاموا في الأسر أياما وكان ابن عشن ابن حمود قد جرح حاشية كذا في الأصل ولعله وكان عشن ابن حمود قد جرح انتهت الحاشية في تلك الوقعة جرحا شديدا ثم مات منه فشرط أسعد ابن سليمان المذكور لراشد أخا حمود بن ثامر أن يقتل عبدالله باشاء وكيخيا فقتلهم فلما بلغ حمود الخبر غضب غضبا شديدا وسقط من سريره لقطع وجهه ولم يعقب ذلك بشيء ثم إن حمودا سار بأسعد إلى بغداد وملكه فيه فرجع وفيها في ذي القادة جرت وقع في عمان وذلك أنه لما قدم مطلق طيري الدرعية ومعه أبناء سعود كما تقدم أقام مطلق مدة أشهر ووقع في عمان بعض الخلل ثم أمر سعود على مطلق أن يقصد عمان فأمر على جيش يسير معه ويكون رئيس جيوش المسلمين في عمان فسار بالجيوش وقصد جعلان البلد المعروفة في تلك الناحية فحاصرهم حصارا شديدا وأخذ عليهم غنائم كثيرة فلما رحل عنهم اجتمع جموع منهم ومن غيرهم وتبعوا مطلقا ومن معه من جيوش المسلمين فحصل بينهم وقعة عظيمة ومقتلة شديدة قتل فيها من المسلمين عدة قتلى وقتل مطلق المذكور قدوم محمد علي باشا إلى مكة وفي هذه السنة في ذي القعدة قدم محمد علي صاحب مكة المشرفة بالعساكر العظيمة وقدم معه الحاج المصري فلما دخل مكة واستقر به القرار فيها سار إليه غالب الشريف فيها للتحية فأكرمه محمد علي وأعظمه وأعطاه عطاء جزيلا وفعل معه بالظاهر فعلا جميلا وكان قصده غير ذلك فلما ضبط محمد علي مكة بالعساكر وزاره الشريف على عادته أمسكه وقيده وحبسه وأحاط بجميع ما يملك من الأموال والأثاث والمتاء والحلقة والكراء والمماليك وأخذ جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر وأخرج حرمه وعياله من قصر أجياد المعروف في مكة واستولى عليه وأمسك كبار بنيه وقيدهم وحبسهم معه واستعمل في مكة شريفا سرور ابن يحيى ابن سرور أخا غالب حاشية كذا في الأصل وصوابه يحيى ابن سرور ابن ساعد وسرور ابن ساعد والد يحيى هذا هو أخو غالب ابن ساعد انتهت الحاشية ونادى بالأمان لأهل البلد ودها أن هذا أمر من السلطان وكان قبه على غالب وبنيه لعشر بقين من ذي القعدة وهرب من مكة أكثر الأشراف وأتباع غالب وتزبنوا رؤوس الجبال ثم إن محمد علي جهز غالب وبنيه عبد الله وحسين إلى مصر فلما وصلوا أرسل غالب شكاويه إلى السلطان وهو محبوس في مصر فورد الأمر من السلطان أن يكون الشريف وبنيه في سلانيك ويعطي ما ينويه من خراج وغيره ويرد عليه شيئا من أمواله فأقام بها حتى مات بالطاعون سنة إحدى وثلاثين ثم إن محمد علي أراد أن ينصب راجح الشريف ويكون بابا للعرب فلم يأمنه راجح وهرب عنه في شردمة من الخيل ونزل على غزو المسلمين من أهل الحجاز عند بلد تربة ثم خرج يحيى بن سرور من مكة وأظهر أنه يريد الغزو على بوادي ومعه شردمة من الترك والعرب فلما قرب من الخبط هرب بمن معه من العرب إلى ناحية تهامة وعسير خوفا على نفسه ورجع الترك الذين معه ثم إن محمد علي سير ابنه طوسون بالعساكر العظيمة والجموع الكثيرة إلى جهة الحجاز واليمن وكان أدنى ما يليهم طربة وكان قد حصنها سعود بالبناء وعد فيها عدة للحصار ومرابطة واستنفر أهل الحجاز واليمن وآمرهم أن ينزلوا عندها مرابطة حولها ثم أقبل طوسون حاشية قال الجبرتي في صفحة 220 في الجزء الرابع من تاريخه بعدما ذكر حوادث جماد الأولى سنة 1229 بالحرف الواحد ما نصه والذي أخبر به المخبرون عن الباشا وعساكره أن طوسون باشا وعابدين بيك ركبوا بعساكرهم على ناحية التربة التي بها المرأة التي يقال لها غالية فوقعت بينهم حروب ثمانية أيام ثم رجعوا منهزمين ولم يظفروا بطائل انتهى ما ذكره الجبرتي رحمه الله في تاريخه طبعة حسين أفندي شرف أقول وصف بطولة هذه المرأة المسمعة في غالية محمود فهمي المهندس في كتابه البحر الزاخر وأطال في ذلك وبالغ انتهت الحاشية ثم أقبل طوسون ومن معه من العساكر والجموع ونازلوا أهل بلد التربة وحاصرها نحو أربعة أيام ونصبوا على قصورها المدافع والقنابر ورموها رميا كثيرا فلم يؤثر فيها شيئا وأنزل الله الرعب فيه وعساكره وضحل عنها بعدما قتل من قومه قتلا كثيرا ومع الترك في هذه الوقعة من البوادي بني سعد وهذيل وناصرة ثم دخلت السنة التاسعة والعشرون بعد المائتين والألف ومحمد علي صاحب مصر في مكة على الحال المذكورة ورجع إليه عساكره الذين حاصروا بلد تربة فلما رجعوا دخل بعضهم مكة وبعضهم جعله عند الطائف ولم يزل محمد علي في مكة وجده وابنه طوسون في الطائف هذا وراجح الشريف ومن تبعه وغصى بالعتيبي ومن معه من أهل الحجاز واليمن من جنود المسلمين نازلين فيما بينهم وبين بلد تربة يصابرون تلك العساكر ويديرون فيهم الرأي ثم أنه أقبل عساكر كثيفة من مصر مع البحر وبندروا عند القنفدة واستألوا عليها وعلى من فيها فتجهز طامي بن شعيف برعاياه من عسير وغيرهم وساروا إليهم في القنفدة فالتقى الفريقان وحصل قتال شديد ونصر الله المسلمين وانهزمت العساكر المصرية وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذوا سلاحا كثيرا ومدافعهم وأمتعتهم وانهزم شريدهم ومن كان منهم في السفن وهربوا إلى جدة وفيها في المحرم سارح جيلان بن حمد أمير القصيم بأهل القصيم ومحمد بن علي صاحب الجبل بأهل الجبل جيشهم نحو ثلاثمائة مطية ومعهم من البوادي قريب ذلك وأغاروا على عياد ذويبي ومن معه من بوادي حرب وهم قرب الحناكية المعروفة فنزلوا على البوادي وبنوا خيامهم ووقع بينهم قتال شديد ثم إن البوادي استصرخوا من حولهم من البوادي فحشد عليهم أعراب كثيرة فانهزم المسلمون وتركوا الخيام والمحطة وقتل منهم قتلا كثيرة وأخذ من جيشهم عدة ركاب وفيها ظهر في نجد جراد كثير ودبى حاشية أدبى صغار الجراد المتولد منه انتهت الحاشية أكل غالب زروعهم وقطع كثيرا من ثمر النخيل في بلدان كثيرة وفيها توفي الشيخ العالم قاضي حوطة الجنوب وحريق نعام سعيد بن حجي أخذ العلم عن الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب وأخذ عنه عدة من أهل ناحيتهم وتوفي بعده تلميذه راشد بن هويد وكان ذا فهم ومعرفة وفات الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى وفي هذه السنة توفي الإمام قائد الجنود الذي اجتمعت له السيادة والسعود سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود حاشية ولد الإمام سعود رحمه الله ببلدة الدرعية سنة 1165 هجرية وتولى الحكم بعد وفاة والده الإمام عبد العزيز سنة 1218 هجرية وتوفي في هذه السنة أي سنة 1229 هجرية وقد أنجب اثني عشر ولدهم هم الإمام عبد الله وفيصل وناصر وتركي وابراهيم وسعد وفهد ومشاري وعبد الرحمن وعمر وحسن وخالد وقد انقرضت دريته رحمه الله منذ سنة 1265 هجرية انتهت الحاشية جددت له البيعة في الدرعية في اليوم الذي قتل فيه أبوه وأخذ البيعة له من جميع المسلمين أمراءه في النواحي والبلدان فأمنت البلاد وطابت قلوب العباد وانتظمت مصالح المسلمين بحسن مساعيه وانضبطت الحوادث بيمن مراعيه فبلغ مع الشرف منتهى ومع سنام المعالي أعلى وكان متيقرا بعيد الهمة يسر الله له من الهيبة عند العداء والحشمة في قلوب الرعاية ما لم يره أحد وكانت له المعرفة التامة في تفسير القرآن أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقام مدة سنين يقرأ عليه ثم كان يلازم على مجالس الدرس عنده وله معرفة في الحديث والفقه وغير ذلك بحيث أنه إذا كتب نصيحة لجميع رعايا من المسلمين أتى فيها بالعجب العجاب وبهرت عقول أولي الألباب وكان أول ما يصدر النصيحة بالوصية بثقوى الله تعالى ومعرفة نعمة الإسلام ومعرفة التوحيد والاجتماع بعد الفرقة ثم الحب على الجهاد في سبيل الله ثم الزجر عن جميع المحفورات من الزنا والغيبة والنميمة وقول الزور والمعاملات الربوية وغير ذلك وكل نوع من ذلك يأتي عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء فمن وقف على شيء من مراسلاته ونصائحه عرف بلاغته ووفور علمه وإذا تكلم في المحافل بنصيحة أو مذاكرة بهر عقل من لم يكن قد سمعه وخال في نفسه أنه لم يسمع مثل قوله وحسن منطقه وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها في الملوك السالفة بحيث أن ملوك الأقطار لا تتجاسر على مراجعته الكلام ولا ترمقه بأبصارها إجلالا له وإعظاما وهو مع ذلك في الغاية من التواضع للمساكين وذوي الحاجة وكثير المداعبة والانبساط لخواصه وأصحابه وكان ذا رأي باهر وعقل وافر ومع ذلك إذا أهمه أمر وأراد إنفاذ رأي أرسل إلى خواصه من رؤساء البوادي واستشارهم فإذا أخذ رأيهم وخرجوا من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل الدرعية ثم أخذ رأيهم فإذا خرجوا أرسل إلى أبناء الشيخ وأهل العلم من أهل الدرعية واستشارهم وكان رأيه يميل إلى رأيهم ويظهر لهم ما عنده من الرأي وكان ثبتا شجاعا في الحروب محببا إليه الجهاد في صغره وكبره بحيث أنه لم يتخلف في جميع المغازي والحجج ويغزو معه بجملة من العلماء من أهل الدرعية وأهل النواحي ويستخلف في الدرعية أحد بنيه وكثيرا ما يستخلف ابنه عبد الله ويغزو معه إخوته وبنوه وبنو عمه عبد الله كل واحد من هؤلاء بدولة عظيمة من الخيل والركاب والخيام والرجال وما يتبع ذلك من رحائل الأزواد والأمتاع بالضيف وغيره فقام في الجهاد وبذل الإجتهاد وفتح أكثر البلاد في أيام أبيه وبعد موته وأعطي السعادة في مغازيه ولا أعلم أنه هزم له راية بل نصر بالرعب الذي ليس له نهاية وكل أيامه مواسم ومغازيه غنائم وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه فإذا سمعوا بمغزاه ومعدا هرب كل منهم وترك أخاه وأباه وماله وما حواه فأما سيرته في المغازي فكان إذا أراد أن يردو إلى جهة الشمال أظهر أنه يريد الجنوب أو الشرق أو الغرب وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات ورى بغيرها وأرسل إلى جميع البوادي حواشيش رجال يحوشونهم حاشية يحوشونهم أن يجمعونهم رجال يحوشونهم من أكتار الجزيرة للغزو معه وواعدهم يوما معلوما على ماء معلوم فلا يتخلف أحد منهم عن ذلك اليوم ولا لذلك الموضع وواعد أيضا جميع المسلمين من أهل البلدان موضعا معلوما فيسارع الجميع إليه قبله ثم يركب من الدرعية أما يوم الخميس أو يوم الاثنين فيخرج الناس قبله بيومين أو ثلاثة وبعده بيومين أو ثلاثة وفي كل هذه الأيام والوادي يتسع ويضيق ولا يجد السالك فيه طريقا من عظم ما يمشي فيه من الخيل الجياد والنجائب العمانيات الثمينة ورحائل الخيل والأمتاء والأزواد وتخرج رحائل زهبته وزهابه وآلة ضيفه وعليق الخيل قبله بنحو خمسة عشر يوما فإذا أراد الخروج من الدرعية وقفت له كتائب الخيل في الوادي وعند القصر والرجال والنساء والأطفال ينظرون خروجه ثم يخرج من القصر ويدخل مسجد الجامع الذي عند قصره فيصلي فيه ويطيل الصلاة فإذا فرغ من صلاته ركب جواده فلا يتكلم بكلمة إلا السلام حتى يأتي الموضع الذي يريد نزوله بين الدرعية والعينة ويسير معه ذلك اليوم كثير من الضعفاء والمساكين والولدان وأهل الحاجة فيقضي حاجتهم تلك الليلة ثم يرحل فإذا سار وجد جميع المسلمين مجتمعين على مواعدهم فيسير بجميع المسلمين الحاضر والباد وينزل في المنزل قبل غروب الشمس ويرحل قبل شروقها ويقيل الهاجرة ولا يرحل حتى يصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر ويجتمع الناس للدرس عنده بين العشاءين كل يوم إلا قليلا وعند كل ناحية من نواحي المسلمين ورتب في كل ناحية إماما يصلي بعد الإمام الأول الذي يصلي بالعامة فيصلي التاني بالذين يحفظون متاع أصحابهم ويطبخون لهم في صلاتهم وذلك لألا يصلوا فرادا فإذا قرب من العدو نحو ثلاثة أيام بعث عيونه أمامه ثم عدا فلا يلبت حتى يبغتهم وينزل قريبا منهم فلا يوقد عند جميع المسلمين تلك الليلة نار ولا كأنهم نزلوا بتلك الديار ثم ينادي المنادي لجميع المسلمين بعد صلاة المغرب أي يحضروا عند سعود فيجتمعون عنده ثم يقوم فيهم ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الاجتماع على كلمة الإسلام وإن سببه العمل بطاعة الله والصبر في مواطن اللقاء وأن النص لا ينال إلا بالصبر وما وعد الله الصابرين وتوعد الفاردين المدبرين ويتلو عليهم قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومعواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم ويزجرهم عن الظلم والغلول الذي هو سبب الكسر والخذلان وما توعد الله من غل في كتابه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الترهيب عنه ويزجرهم أيضا عن العجب بالكثرة والزيادة في النفوس التي هي سبب الفشل والانهزام ويذكرهم ما قال الرجل في حنين لن نغلب اليوم عن قلة حتى ولوا مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فإذا فرغا صرفوا إلى مواضعهم ومحاطهم حتى يتبين أول الصبح وكان قد أمر بعض الأعراب أن يبكروا بالصلاة على أوله ويشن الغارة فإذا صلى الصبح ركب بالمسلمين وضجوا بالتكبير وغاروا فتظلموا السماء والأرض من إثارة النق وضجيجهم بالتكبير فيغيب الدهن في تلك الساعة ويوقن المسلمون بالنصر فيوقع الله باسمه فيما انقصدته تلك الجموع فلا يرفع السيد إلا عن من لم يبلغ الحلم أو امرأة أو شيخ كبير وتأخذ جميع الأموال ثم يرحل عن معارة القوم بجميع تلك الغنائم مع الباد والحاضر فينزل قريبا منها على بعض المياه فتعزل الأخماس وتباع الغنائم بدراهم وتقسم على جميع المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان ثم يرحل إلى وطنه ويأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم وأما سيرته في الدرعية في مجالسه وفي الدرس فهو أنه إذا كان وقت طلوع الشمس جلس الناس من أهل الدرعية وغيرهم للدرس في الباطن المعروف بالموسم الذي فيه البيع والشراء إن كان في الصيف فعند الدكاكين الشرقية وإن كان في الشتاء فعند الدكاكين الغربية ويجتمع جمع عظيم كل حلقة تحتها حلقة لا يحصيهم العد ويخلى صدر المجلس لسعود وبنيه وعمه عبد الله وبنيه وأخوانه عبد الله وعمر وعبد الرحمن وأبناء الشيخ فيأتون أبناء الشيخ ويجلسون ثم يأتي عمه وبنوه وأخوانه ويأتي كل رجل من هؤلاء بحشمه وخدمه ويجلسون عند أبناء الشيخ ثم يأتي أبناء سعود أرسالا أرسالا كل واحد منهم يأتي بدولة عظيمة من خواصه وحشمه وخدمه فإذا أقبل أحدهم على تلك الحلقة لم يقوموا لهم وهم لا يرضون بذلك بل كل رجل من أهل ذلك المجلس يميل بكتفيه حتى يخلص إلى مكانه عند أعمامه ويجلس من كان معروفا في طرف الحلقة فإذا اجتمع الناس خرج سعود من القصر ومعه دولة عظيمة وجلبة تسمع جلبتهم كأنها جلبة النار في الحطب اليابس من قرع السيوف بعضها بعضا من شدة الإزدحام لا ترى فيهم الأبيض من الرجال إلا نادرا بل كلهم ماليكه عبيد سود ومعهم السيوف التمينة المحلاة بالذهب والفضة وهو بينهم كالقمر تبين من فتق سحاب فإذا أقبل على ذلك المجلس قام له الذين في طريقه لألا يطاهم العبيد حتى يخلص إلى مكانه فيسلم على الكافة ثم يجلس بجانب عبد الله بن الشيخ حاشية هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتهت الحاشية وهو الذي عليه القراءة في ذلك الدرس ويجلس أكثر من معه في طرف الحلقة فإذا تكامل سعود جالسا التفت للعلماء والرؤساء من المسلمين عن يمينه وشماله فسلموا عليه ورد عليهم السلام ثم يشرع القارئ في التفسير حضرت القراءة في ذلك الدرس في تفسير محمد بن جرير الطبري وحضرته أيضا في تفسير بن كثير فإذا فرغ الدرس نهض سعود قائما ودخل القصر وجلس في منزل من منازله القريبة للناس ورفعوا إليه حوائجهم حتى يتعالى النهار ويصير وقت القيلولة فيدخل إلى حرمه فإذا صلى الناس الظهر أقبلوا إلى الدرس عنده في قصره في موضع بناه بين الباب الخارج والباب الداخل على نحو خمسين سارية جعل مجالسه ثلاثة أطوار كل مجلس فوق الآخر فمن أراد الجلوس في الأعلى أو الأوسط أو الذي تحته أو فوق الأرض اتسع له ذلك ثم يأتون إخوانه وبنوه وأمه وبنوه وخواصه على عادتهم للدرس ويجلسون مجالسهم ثم يأتي سعود على عادته ولا يحضر ذلك المجلس أحد من أبناء الشيخ لأن هذا الوقت عند كل واحد منهم طلبة علم يأخذون عنهم إلى قريب العصر والعالم الذي يجلس للتدريس في هذا الموضع أمام مسجد الطريف عبد الله بن حمد وبعض الأحيان القاضي عبد الله بن خميس أمام مسجد الطريف القص ويقرأ إثنان في تفسير ابن كتير ورياض الصالحين فإذا فرغ من الكلام على القراءة السكت ثم ينهر سعود ويشرع في الكلام على تلك القراءة ويحقق كلام العلماء والمفسرين فيأتي بكل عبارة فائقة وإشارة رائقة فتمتد إليه الأبصار وتحيير من فصاحته الأفكار وكان من أحسن الناس كلاما وأعذبهم لسانا وأجودهم بيانا فإذا سكت قام إليه أهل الحوائج من أهل الشكايات من البوادي وغيرهم وكان كاتبه على يساره فهذا قاضي له حاجة وهذا كاتب له شكاية وهذا دافعه وخصمه إلى الشرع فيجلس في مكانه ذلك نحو ساعتين حتى ينقضي أكثرها ثم ينهض قائما ويدخل القصر ويجلس في مجلسه في المقصورة ويصعد إليه كاتبه ويكتب جوابات تلك الكتب التي رفعت إليه في ذلك المجلس إلى العصر وينهض للصلاة فإذا كان بعد صلاة المغرب اجتمع الناس للدرس عنده داخل القصر في سطح مجلس الظهر المذكور وجاء إخوانه وبنوه وعمه وبنوه وخواصه على عادتهم ولا يتخلف أحد منهم في جميع تلك المجالس الثلاثة إلا نادرة ويجتمع جمع عظيم من أهل الدرعية وأهل الأقطار ثم يأتي سعود على عادته فإذا جلس شرع القارئ في صحيح البخاري وكان العالم الجالس للتدريس في ذلك الموضع سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاشية هو الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسنورد له ترجمة كاملة عندما يذكر المؤلف حادثة قتله واستشهاده على يد إبراهيم باشا إن شاء الله انتهت الحاشية فيا له من عالم نحرير وحافظ متقن خبير إذا شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها ورواياتها فكأنه لا يعرف غيرها من إتقانه وحفظه إلى وقت العشاء الآخرة وأما الصلوات المكتوبة فكان يصليها في مسجد قصره ويصلي معه فيه فآم من الناس إلا يوم الجمعة فإنه يصلي مع الناس في مسجد الطريف المشار إليه وهو المسجد الجامع تحت القصر شماله في موضع بناف فوق المحراب والمنبر هو وخاصة مماليكه واثنان وثلاثة من خواصه وجعل على ذلك المصلى طريقا من القصر يأتي إليه من قبلة المسجد عند المحراب وكان يقف خلفه إذا دخل في الصلاة وهو في مسجد قصره اثنان من شجعان مماليكه بسيوفهم خوفا عليه حتى يفرغ من الصلاة وأما إذا كان في مغازيه وحججه فكان إذا دخل في الصلاة أوقف ستة من شجعان مماليكه وخاصته منهم بسيوفهم اثنان عند وجهه واثنان خلفه بينه وبين الصف الثاني واثنان خلف الصف الثاني وأما سيرته للضيف فذكر لي أن خازنه يخرج لضيفه كل يوم خمسماء أتصاع من البر والأرز وكان المضيفي الموكل بالضيف يدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر إلى بعد العشاء الآخرة وكان أول داخل طعامهم اللحم والأرز والخبز والذي بعدهم قريب من طعامهم والباقي حنطة خالصة وأما الغداء فمن طلوع الشمس إلى اشتداد النهار على مراتبهم في العشاء وأما عطاه للرعية وبث الصدقة فيهم فليس لي بها معرفة إلا قليل وكان يرسل في كل زمان إلى أهل كل ناحية وبلد صدقت ألف ريال وأقل وأكثر لكل ناحية أو بلد وتفرق على ضعفائهم وأئمة المساجد والمؤدنين وطلبة العلم ومعلمة القرآن وهذا دائم في زمنه وزمن أبيه عبد العزيز وهو في زمن عبد العزيز أكثر من ذلك حتى أن عبد العزيز يرسل دراهم يشتري بها قهوة لأهل القيام في رمضان في المساجد في جميع البلدان وكان إذا دخل رمضان سار مساكين أهل نجد وكل أعمى وزمن ونحوهم وقصدوا الدرعية فكان سعود كل ليلة يدخلهم للعشاء والإفطار عنده في القصر مع كثرتهم ويعطي كل رجل منهم جديدة حاشية الجديدة الجديدة الست بيزات والبيزة عملة مضروبة من النحاس وتساوي ثلاثون جديدة منها ريال فرانسي وكانت هذه العملة موجودة في نجد إلى أن حل محلها القرش السعودي في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود سنة 1347 هجرية انتهت الحاشية وهي في تلك الأيام خمس ريال فإذا دخلت العشر الأواخر أدخلهم إرسالا كل ليلة يكسي منهم جملة يعطي كل مسكين عباءة ومحرمة وجديدة فإذا فرغت العشر فإذا هو قد كساهم كلهم إلا نادرا وذكر لي رجل كان عندهم في القصر يعلم القرآن قال كان سعود في آخر ولايته يجمع المساكين يوم 27 من رمضان ويدخلهم في قوع شريعة المعروف في قصره ويفرق عليهم كسوتهم المذكورة كل رجل على عادته قال وهم نحو ثلاثة آلاف رجل قال وملك من الخيل العتاق ألفا وأربعمائة فرس يغزو معه منها ستماية فرس يركبها رجال انتقاهم من شجعان البوادي وشجعان مماليكه وغيرهم قال ومماليكه الذكور أكثر من خمسمائة مملوك وقال غيره ستماية ذكور وقال آخر إنما ماليكه ألف الذكور أكثر من خمسمائة ومائتان الذكور والإناث حاشية هنا خلل ولعله ألف ومائتان الذكور والإناث والذكور خمسمائة انتهت والإناث والذي يظهر من القصر آخر رمضان ألف وثلاثمائة فطرة عن خدمه وأبيده وما في قصره من الأيتام قال وعنده من المدافع ستون مدفعا منها ثلاثون كبار وكان الذي يتبعه في مغازيه من الجيوش والخيل الجياد من النواحي والبوادي من جميع القبائل لا يحصيها العد ولا الحصر والحد فلو تخلف أحد من البوادي بفرسه عن الغزم أو تخلف من تعين عليه الأمر من رؤسائهم أو من دونهم ودباد من بلغا وأخذ من ماله نكالا وإذا أراد أن قبيلة من قبائل بوادي نجل العظام كمطير وعنزه وقحطان أو غيرهم وهم في أقصى الشمال يرحلون وينزلون في الجنوب أو الشرق أو الغرب لم يمكنهم مخالفته ونشأ على ذلك الصغير وشاب فيه الكبير وجلس يوما فيصل أبو وطبان الدويش رئيس أعراب مطير والحميد بن عبدالله بن هدان رئيس بوادي عنزه وكان هؤلاء من أشد البوادي عداوة لبعضهم بعض عند سعود في صيوانه وهو مقيم على الرس البلد المعروفة في ناحية القصيم وذلك في غزوة الحناكية السنة الثمان وعشرين ومائتين وألف وتنازع بين يديه وتفاخر وأظهر نخوة الجاهلية فقال أحدهما لصاحبه أحمد الله على نعمة الإسلام وسلامت هذا الإمام ولا نزلت في تلك الديار من يترك خيله وإبله في أي موضع شاء لا يخشى عليها إلا الله تعالى فانكفوا عما هم فيه وتراجعوا الحديث فيما بينهم وشكروا الله تعالى على ما أعطاهم وأولاهم من النعم وأزال عنهم من الظلم والجوء والقتال والعدوان والإثل وأما أمان الرعية فتقدم بيانه في ترجمة أبي عبد العزيز رحمه الله تعالى ما فيه كفاية وكان الراكب والراكبان والثلاثة يسيرون بالأموال العظيمة من الدرعية والوشم وغيرهما من النواحي إلى أقصى اليمن وينبع البر والبحر وعمان وغير ذلك لا يخشون أحدا إلا الله لا مكابرا ولا سارقا وأما عماله الذين يبعثهم لقبض زكاة الإبل والغنم من بوادي جزيرة العرب مما وراء الحرمين الشريفين وأمان واليمن والعراق والشام وما بين ذلك من بوادي نجد فذكر لي بعض خواص سعود ممن قد صار كاتبا عنه أو عنده قال كان يبعث إلى تلك البوادي بضعا وسبعين عاملة كل عاملة سبعة رجال وهم أمير وكاتب وحافظ دفتر وقابض للدراهم التي تباع بها إبل الزكاة والغنم وثلاثة رجال خدام لهؤلاء الأربعة لأوامرهم وجمع الإبل والأغنام المقبوضة في الزكاة وغير ذلك وذلك من غير عمال نواحي البلدان من الحضر لخرص التمار وعمال زكاة العروب والأثمان وغير ذلك وأخبرني ذلك الرجل أن سعودا بعث عماله لبوادي الغز المعروفين في ناحية مصر وبعث عماله أيضا لبوادي أيام في نجران وقبضوا من الجميع الزكاة قال وأتوا عمال آل فدعان المعروفين من بوادي عنزة بزكاتهم بلغت أربعين ألف ريال من غير خرج العمال وثمان أفراس من الخيل الجياد قال وهذا أكثر ما تأتي به العاملة من تلك العمال كل سنة وأقل ما تأتي به العاملة من أولئك العمال المذكورين ثلاثة آلاف ريال وألفين ونص قال والذي يأخذ سعود على بندر اللحية المعروفة في اليمن ماء وخمسين ألف ريال وهو لا يأخذ إلا ربع العشر ومن بندر الحديدة نحو ذلك ويأتي من بوادي عنزة أهل خيبر شيء كثير قال والذي يحصل من بيت مال الأحسى يقسم ثلاثة ثلث يدخره لتغوره وخراجا لأهلها والمرابطة فيه وثلث خراجا لخيالته ورجالته ونوابه وما يخرجه لقصره وبيوت بنيه وبيوت آل الشيخ وغيرهم في الدرعية وثلث يباع بدراهم وتكون عند عماله لعطاياه وحوالاته قال ويحصل بعد ذلك ثمانون ألف ريال تظهر للدرعية قلت وأما غير ذلك مما يجيء إلى الدرعية من الأموال من القطيف والبحرين وأومان واليمن وتهامة والحجاز وغير ذلك وزكاة ثمار نجد وعروضها وأثمانها لا يستطيع أحد عده ولا يبلغ حصره ولا حده ولا يوقل إليها من الأخماس والغنائم أضعاف ذلك وكان رحمه الله تعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كثير الحب على ذلك في مجالسه ومراسلاته للمسلمين ناصرا لأهله محببا إليه أهل العلم وطلبته ويعظمهم ويكرمهم ويجزل عطاياهم ويلزم أهل البلدان بإكرامهم وتعظيمهم وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره فكان في مغازيه وحججه إذا ركب مطيته اجتمع معه خلائق عظيمة من رؤساء المسلمين ومماليكه على نجائب عمانيات عليها من كل زينة فاخرة فيحفون به إذا سار ثم يأمر رجلا من طلبة العلم وحفاظ القرآن حسن الصوت جهيرا مجودا يتلو عليهم سورة من القرآن ثم تخضع تلك الخلاق لكلام الله وينصتون له وهو أشدهم خضوعا وإنصاتا حتى يفرغ منها فيأمره بقراءة سورة أخرى يفعل ذلك في جميع مغازيه وحججه كل يوم إلا قليلا ويفعل ذلك أيضا في الدرعية وكان كثيرا إذا دخل المسجد خص على قارئ حسن الصوت مجودا فأمره أن يقرأ عليه سورة من القرآن أو سورتين وقال فيه بعض شعراء عمان من قصيدة طويلة إذا جزت باب السيف تلقاه فارسا وإن جزت باب العلم تلقاه عالما وإن جزت باب الخوف تلقى مخافة وإن جزت باب السلم تلقى مسالما وإن جزت باب الدين تلقى ديانة وإن جزت باب الحب تلقاه حاكما ولو تتبأت فرائله وهيبته في القلوب ونائله وغزواته وفتوحاته وما مدح به من العشعار من أقاص الأقطار في حياته وما رتاه به الشعراء بعد وفاته لم يسعه كتاب كبير ولكن هذا قليل من كثير وبالجملة فمحاسن هؤلاء الأمجاد وفضائلهم ومحامدهم التي ملأت أقطار البلاد الذي أزال الله بأولهم الجهل عن الناس والمحن وبآخرهم الظلم والجور والبغي والفتن لو جمعت لبلغت أسفارا من الكتب ولرأيت العجاب والعجب وكفى بفضلهم ما تقدم قبل أولهم وآخرهم من المنكرات فبذلوا جهدهم وجهدهم في زوالها حتى انطمست معالمها وعمل بالطاعات عني بأولهم محمدا وابنه عبد العزيز وابنه سعود وبآخرهم تركي وابنه فيصل قاتل البغاة ونقاض العهود وكان أميره على الأحسان إبراهيم بن سليمان بن عفيصان حاشية يعني بذلك الإمام سعود فقد رجع إلى ما كان بصدده وهو على أمراء الإمام سعود وقضاته انتهت الحاشية وعلى القطيف أحمد بن غانم وعلى البحرين سلمان بن خليفة وعلى أمان سلطان بن صقر بن راشد ثم أزله وجعل مكانه بن أخي حسن بن رحمة وعلى الجيوش في عمان مطلق المطيري وعلى وادي الدواسر ربيع بن زيد الدوسري وعلى ناحية الخرج عبد الله بن سليمان بن عفيصان وعلى الطور وتهام عبد الوهاب المعروف بأبي نقطة فلما قتل جعل مكانه طامي بن شعيب من عشيرة عبد الوهاب وعلى بيشه ونواحيها سالم بن شكبان ثم بعده ابنه فهد وعلى رنيه ونواحيها مصلط بن قطنان وعلى الطايف والحجاز عثمان بن عبد الرحمن الضائفي وعلى مكة غالب بن ساد الشريف وعلى المدينة النبوية حسن قلعي وعلى ينبع جابر بن جبارة الشريف حاشية جابر بن جبارة من قبيلة جهينة من أهل ينبع النخل وليس من الأشراف وقد وهم المؤلف رحمه الله في جاله جابر بن جبارة من الأشراف انتات الحاشية وعلى جبل شمر والجوف محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي وعلى ناحية سدير حمد بن سالم من أهل العينة ثم عزله وجعل مكانه عبد الكريم بن معيقب من أهل قرائن الوشم وعلى ناحية القصيم محجيلان بن حمد وعلى ناحية الوشم محمد بن إبراهيم بن غيهب المعروف بالجميح وعلى المحمل ساري بن يحيا بن سويلم وكان قاضي على الدرعية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر وعبد الرحمن بن الخميس إمام القص وقاضيه وعلى الأحسان محمد بن سلطان العوسجي من أهل بلد ثادق فلما توفي جعل مكانه عبد الرحمن بن نامي من أهل بلد العينة وعلى القطيف محمود الفارسي مهاجر من أهل بلد فارس وعلى أتهام أحمد الحفظي وعلى اليمن حسن بن خالد الشريف حاشية حسن بن خالد الشريف هذا لعله حسن بن خالد الشريف وزير أحمود أبي مسمار صاحب أبي عليش فإنه كان مشهورا بالعلم فقد قال فيه الإمام محمد بن علي الشوكاني بالحرف الواحد ما نصه صار لمزيد دكائه وحسن حفظه وقوة إدراكه من العلماء العلام انتهى منقولا من البدر الطالع انتهت الحاشية وعلى الطائف وناحية الحجاز عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين من أهل روضة صدير وعلى جبل شمر وما يليه عبدالله بن سليمان بن عبيد من أهل بلد جلاجل وعلى بريده وما حولها عبدالعزيز بن سويلم من أهل الدرعية وعلى عنيزه وما حولها من ناحية القصيم غنيم بن سيف أخو شيخنا القاضي في الرياض زمن تركي وابنه فيصل إبراهيم بن سيف من أهل بلد ثادق فلما توفي غنيم المذكور جعل مكانه أخا عبدالله بن سيف وعلى ناحية الوشم عبدالعزيز بن عبدالله الحصين وعلى ناحية سدير شيخنا علي بن ساعد وعلى ناحية منيخ عثمان بن عبدالجبار بن شبانة وعلى حريم لو المحمل عبدالرحمن بن باحسين وعلى ناحية الخرج علي بن حمد بن راشد العريني الذي أبوه كان قاضيا لعبدالعزيز في ناحية سدير وعلى المدينة النبوية أحمد الياس الاسطنبولي الحنفي وأحمد بن رشيد الحنبلي وأما مكة فقر فيها قضاتها ثم أرسل إليها سليمان بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقام فيها مدة قاضيا ورجع وأما غير ذلك من النواحي فكان يبعث إليها القاضي نحو سنة ثم يرجع ويبعث خيرا وكانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة الاثنين حادي عشر شهر جماد الأول من هذه السنة فكانت ولايته عشر سنين وتسعة أشهر وأيام وموته بعلة وقعت أسفل بطنه أصابه منها مثل حصر البول ولاية عبدالله بن سعود وبايع المسلمون ولي عهده ابنه عبدالله من جميع الرعاية البادية والحاضرة ووفدوا عليه وانتظمت له الأمور واستقامت ولكن الدولة المصرية قد بذلت جهدها في حرب المسلمين بسبب الدنوب وقامت وفيها بعد وفاة سعود بثلاثة أيام توفي رئيس الكويت عبدالله بن صباح العتبي حاشية عبدالله بن صباح العتبي هذا هو الشيخ عبدالله الأول ابن الشيخ صباح الأول ابن جابر ابن سلمان ابن أحمد تولى إمارة الكويت بعد وفاة والده الشيخ صباح الأول سنة 1190 هجرية وله أربعة إخوة هم عبدالله وسلمان ومحمد ومبارك وقد بقي عبدالله هذا في الحكم مدة 39 سنة إلى أن توفي في يوم الخميس رابع عشر شهر جماد الأول سنة 1229 هجرية وخلفه على حكم الكويت ابنه جابر الأول ابن عبدالله الأول ابن صباح الأول إلى أن توفي سنة 1276 هجرية وقد نسبه المؤلف هنا إلى بني عتبة والمستفيض عند الرواه والمؤرخين كالنبهاني صاحب تاريخ البحرين وعبدالعزيز الرشيد وحسين خلط الشيخ خزعل أن آل صباح وآل خليفة والجلاهمة والمعاودة أسرة واحدة من جميلة بضم الجيم فخد من فخوذ وائل ويذكرون مع ذلك أن مخرج الجميع من الهدار قرية من قرى الأفلاج بناحية الجنوب بنجد وهذا هو الأصح والله أعلم انتهت الحاشية وفيها توفي إبراهيم بن سليمان بن عفيصان في بلد أنيزة وكان قد جعله سعودا أميرا عليها بعدما عزله عن الأحسى وفي هذه السنة في 12 رجب توفي شيخنا القاضي في ناحية سدير علي بن يحيى بن سعد كان رحمه الله تعالى له معرفة في التوحيد والفقه ورأيت عنده حلقة يقرؤون عليه في الفقه وفي نسخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان له معرفة ودراية أخذ العلم عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين وغيره وفي 29 من رجب كسفت الشمس وقت الضحاء كسوفا لم يعهد وانطمست بالكلية وأظلمت الأرض وطلعت النجوم وفيها وقع في بلدان سدير ومنخ وباء وحمى مات فيه خلق كثير وأكثر من مات في بلد جلاجل مات منهم أكثر من ستمات نفس بين الكبير والصغير ولم يزل الوباء مبتدأ السنة إلى آخرها وفيها في جمادة بعث محمد علي صاحب مصر عسكرا كثيرا وجهه إلى ناحية اليمن وذلك حال استقراره بمكة وجدة أرسل تلك العساكر برا وبحرا فسير في البحر أكثر من أربعين سفينة وبندروا عند القنفدة وعساكر تبرى لهم في البر وكان في القنفدة عسكر من عسير نحو خمسمائة مقاتل وحصروهم الترك ورموهم بالمدافع والقنابر فلم يزالوا محاصرين لهم حتى أخرجوهم بالأمان واستولوا عليها وكان أمير عسير وتهامه طامي بن شعيب قد سار بجميع الشوكة من رعيته وتوجه إلى الحجاز فلما بلغه استيلاء الترك على القنفدة حرف جيوشه إليهم وقصدهم فيها وما هو أكثر من ثمانية آلاف مقاتل فنازلهم فيها ووقع بينهم قتال شديد فنصر الله طامي ومن معه وهزموهم وقتلوا منهم رجالا كثيرا واخذوا المحطة وما فيها ومن خيلهم نحو خمسمائة وغنموا من الركاب والمتاع والسلاح والأزواد ما لا يبلغه العد حتى قيل أن الخيام التي أخذوا تزيد على الألف وانهزم شريدهم في السفن وذلك أنهم لما انكسروا تركوا المحطة وجنبوها وتوجهوا إلى السفن وركبوها ونزلوا عن الخيل وتركوها فغنموها عسير مع رحائلهم وخيامهم وجدوا باشتهم في الخيام فقتلوه وفيها سار عبد الله بن سعود رحمه الله تعالى بجميع المسلمين من أهل نجد الحاضرة والبادية خرج من الدرعية أول السنة فاجتمع عليه جميع النواحي وقصد جهة الحجاز وذلك قبل وفاة أبي سعود رحمه الله تعالى ومعه علي بن الشيخ رحمه الله تعالى فغار على وادي حرب وهم فالحرة قرب أصفينه القرية المعروفة في تلك الناحية فأخذ عليهم إبلا وغنما كثيرا ونزل بالغنائم صفينة وقفل منها فلما وصل إلى الماء الخانوقة الماء المعروف في عالية نجد بلغه وفاة أبيه وهو نازل عليها فلم يشعر المسلمون بذلك حتى قرى بهم علي بن الشيخ في صلاة الفجر بسورة الجمعة والمنافقين فلما بلغ قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله العظيم فهم منه بعض الناس من لفظه بالآيات وفاة الإمام لأنهم يعلمون أنه مريض فلما فرغ من الصلاة قام علي في الناس ووعظهم موعظة بلغة وعزاهم واستشهد بهذه الآية وأورد عليها كلام العلماء والمفسرين فانتحب الناس بالبكاء ثم قاموا وبايعوا عبد الله على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ثم إن عبد الله أمر على غصاب العتيبي أن يسير إلى بلد تربة في ناحية الحجاز ويكون أميرا للجيوش في تلك الناحية فسار في نحو عشرين فارسا فقدم غصاب تربة وقام فيها نحو سنهي قاتل الترك والبوادي حتى قدم عليه فيصل بن سعود كما سيأتي وقف العبد الله من موضعه ذلك إلى الدرعية وفيها في شوال سار طامي بن شعيب برعاياه من عسير وألمع وغيرهم نحو عشرة آلاف مقاتل وكان الترك قد ساروا من مكة والطائف بعساكر كثيرة نحو عشرين ألف من الأتراك والمغاربة فحاصروا بخروش علاس في أودية وادي زهران واجتمع عليه طوائف شعلان ومن معه من قبائله ومحمد بن دهمان ومن معه من قومه وبن حابش وغيرهم وحصلت المواقعة بين الترك وبين تلك الجنود الحجازية والتهامية طرب حصن بخروش فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم الترك هزيمة شنيعة فغنم المسلمون خيامهم ومحطتهم وزهبتهم وأزوادهم وبغالهم وقتل من الترك مقتلة عظيمة أكثر من ألف ولم يسلم منهم إلا من هرب على الخيل وفي آخر رمضان سار عبد الله بن سعود بجميع المسلمين من أهل نجد الحاضرة والبادية وقصد القصيم فقام فيه مدة قرب الرص ثم أنه جهز جيشا وغار على عربان بريه والجبلان المعروفين منطير فأخذوا مواشيهم فلما كان في ذي القعدة رحل عبد الله بالمسلمين وقصد الحجاز وغار على عياد الدويبي ومن معه من بواد حرب من بني عمر وبني علي وهم عند الحرة قرب جبل الغراب المعروف هناك فأخذ محلهم وإبلهم وأزوادهم وهربوا على أرجلهم في الحرة وقتل منهم رجال ثم رجع إلى القصيم وأقام فيه نحو خمسة أشهر إلى أن قفل لعشر بقين من ربيع الأول سنة الثلاثين وفي أثناء هذه الغزوة جهز عبد الله بن سعود أخاه فيصل وهو في القصيم وأمره بالمسير إلى بلد تربة ويكون قائدا فيها لجموع المسلمين التي فيها من تهامه والحجاز وغيرهما فراكب فيصل وقصدها واجتمع عليه الجنود الحجازية والتهامية وغيرهما ومن معه من أهل نجد وأقام فيها وفيها حج حاج الشام والمصري وانصرفوا وأبقوا عند محمد علي في مكة رحائل وذخائر وأموالا أتوا بها إليه من جهة الترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة